خد مني أنا يامني خلاص أنا معادش عندي مكان ونجبت استوديو جديد واتملم الحاجات اللي خطاعة منك حودي فين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم وبمستر ماهر الجامد مسائل فل يا دود أهلا أهلا في الحلقة رقم 22 من سلسلة الحصاد اللي بنناقش فيها وبنتكلم فيها عن كل الإصدارات الجديدة في مجال كرة القدم وبعدين بنبتدي نتكلم في السينما والمسلسلات والحاجات داية كلها إيه يا برينس خلينا بالكورة أمان خلينا بالكور أنا شايف كده والله يا برينس بيقولك دلوقتي لما الناس بتقول الطوب 5 ليكز بيقولك الدوري الإنجليزي والألماني والأسباني والإيطالي والسعودي أنا أقول السعودي في البداية بعدين أي حاجة تانية السعودي وبعدين الإنجليزي طب نقول الإنجليزي وبعدين السعودي خليها أي برضو سوية نمشي لكي نمشي لكي ايه من صح صح للي بيحصل ومتابع ولا إيه أنا لقيت نفسي أنا يعني زي كل الناس طبعاً أنا أظن هذا الشي سواء لهم في الكورة أو سواء المقرب من الدوري أو للآن لساير شي جنوني يعني فأظن أنا لقيت نفسي بأتابع الأخبار أول بأول ولأ وخلاص ترعادي لما نسمع اللاعب ليه هو إيه ترتيبه ده هو جي من جي من فين يعني حضرته مين عشان يجي لعب معنا كسب كم بلون دور داشاً يا قيلات الله يعني أول مرة من سنين 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 أكون متابعة أول بأول للساير وأظن يعني إحنا مقبلين على حدث كبير وجميل لدرجة أنه حتى البطولة العربية اللي عادة ما هي شي مع كامل احترامي لكل الفروق العربية والكلام الهاقص ده بس فعلاً أبغى أشوف اللعيبة دول إيش بيسوه إيش ممكن يضيفه للعبة وكل الكلام ده لا ويعني حماس صراحة يعني شي معلش خلينا ننعش ذاكرتنا شوية أنت بتشجع للتحاد صح؟ يعني أساساً لا بس 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 أعتقد أنك تطلع بقى من النادي ده كذا كل شوية أسألك السؤال ده واتروح واخد خطوطين له وراء وعملي فيها الراصد السياسي للوضع الرياضي أنا الهلال كذا وفي الآخر ما بطلعش منك بعقاد نافع جمد قلبك بقى وخش المشكلة أن تسأل سؤال هذا الوقت اللي أتشرد منه يعني أنا أمس مهزومين ثلاثة يعني تبقى أنا أقول لك اتحادي وصبيل أيوة طبعاً ده هو ده أحسن وقت في الدنيا تجمد قلبك على اللي أنت بتقوله أنا اتفرجت على المطش بقى راحة لتحاد ما كانش وحش على فكرة بس الهلال كيف لا 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 كان وحش وحش جداً كمان يعني أنا مضغى أقتل ليه المطش كان في قدكو على فكرة أنا أنا فرقي الشخصي الرجل الوينج البرازيلي ده كان لازم يضطرت في الكرة التانية ما كانش ينفع يكمل المطش البلايهي في كرة ضربة الجزاء اللي راحت للفار دي كارت أحمر مباشر أصلاً يعني بعيداً عن أنه هو يعني أي حاجة في الدنيا ممكن ما تحسبش ضربة الجزاء ولازم تدينه كارت أحمر مباشر وبعدين بن زيما مضايع ممكن يرجعكم جوه المطش أنا في رأيي أنتو تحكمين أتضحك عليكم لا لا شوف الأمس عشان الواحد يكون أمين يعني الآن حماس حاجة الاتحاد ده مطفي ما زال يعني الواحد بيشجع بقلبه بحكم أنه إحنا كنا من طفولة من أشجع الاتحاد بصراحة أمس القرارات التحكمية على الجهتين كانت في مأساوية لأبعد درجة يعني كان في بلنتيات كان في بلنتي أو بلنتي واضح للهلال من حسب الهدف الأول للهلال بالنسبة لي يعني رغم أنه كان حلو بس كانت واضحة عين الشمس أنه دف الليل تطيروا طيروا يعني أرجع بس شوف أرجع مرة تانية شوف حتى اللعيبة صار يقول له الحكم يعني حتى في بلنتي لما نحسب حق الهلال بغض النظر هو بلنتي ولا لأ كان بيطلبوا حق شرعي روح شوف طيب في الفار مشي لهم هي روح شوف في الفار ما دي في القوانين الفار لو سمع من الحكم اللي موجود في الفار خلاص ما يرجع يشوف إيش اللي يخلي الواحد يرجع يشوف الشاشة لازم يقلوا استداء آه يعني مو هو اللي قرر مش هو اللي قرر لأنه أنا حسيت قلت ممكن هو عشان كان واقف قدام الحالة فهي واضحة قدامه ما يحتاج لنشوف لو قالوا لو إحنا شايفين حاجة وليزم تيجي تشوفها لازم يروح أوكي أوكي طب غريبة يعني حاسس كده كان فلو جينا على التحكيم نطلع بره لأنه صراحة كان على الجهتين مضروب ما كان في جهة واحدة بس طلع التحكيم بره وممكن ما نقدر نطلع على الأثر النفسي على اللعيبة بس إنت قبل ما تصير مشاكل تحكيمية أصلا في فريق الاتحاد ما ما في أي تجانس ممكن واحد يقول بزاة طلعنا وراء ما في ما في نقوله كانت أنا ما عرفه ولا تابعته كويس بس أعرف أنه لاعب كبير وده أنا ما نشايفه له ولا بنزيمة بنزيمة ما وصلته كوار كويسة كورنادو أنا بالنسبالي كان نص اللعب كانت بتجي بس ما كان يناول ولا ما كان يباصي الجهوتة بدأ يخش في أقواء الاتحاد في الشوط التاني بس وقام طلع وقام طلع بدأ يخش في الأجواء قام طلع زكريا هو ساوي لاعب شغل مجنون وقف لسعود عبد الحميد بس من كتر ما بدنيا انتهى ما بيخلص أي كرة صح يعني هو بيروح بيأخذ الكرة بس ما بيناول أي من ناولا صح أصلا بس بيشتت الكرة وبشتت برجعه لهلال وسط الهلال يا مان لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو الهلال بيمتاز بنفس النقطة اللي أنت قلتها بشكل واضح هو الأسرع ما بين كل الأندية السعودية في الوصول لحالة التجانس ما بين الصفقات القديمة والناس الموجودة لا بس هما لهم فترة الناس بتلعب مع بعض لا لهم فترة لا لهم فترة أنا ما أتكلم على سافيتش ونيفاس هما اللي أعلمين بالفريق هما اللي نقلوا الفريق النقل لديت لا لهم فترة الانتقل الانتقل بس على الأقل لعب وخمسة ست مباريات مع بعض يتكلم على لعيبة عندنا ما أدري ما أبغفتي صراحة لا 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 قفتي أنا بعيد عن المشهد أنت عندك بنزيمة وعندك كانت الصفقات من بدري وبنزيمة بتلا يخش جوه الفرق أعتقد بالنفس التوقيت بتاع نفاس وبتاع سافيتش بس تتفرج لا دول شكلهم يعني أنت لو جبت واحد من برا الموضوع ما يعرفش الانتقل بس صراحة وقلت له اللعيبة بتاعت الهلال دي بتلعب مع بعض بقالهم قد إيه حيقولك سنتين ثلاثة وبكل أمانة يعني أمكان ومرة ثانية أنا ما قفتي أنا منحة الكورة بس لما تجيب لعيبة وسط لاعب الوسط أحس يخش في الدور أكتر من لاعب هجوم يعني بنزيمة يمكن يحتاج الوقت إليما يعمل تناسق مع لعيبة الوسط عندنا لحد ما يفهمه بعض لحد ما يعرف ياخد كورة كويس بس ها في جونيفتز الاثنين دول ماسكين الوسط الصح يعني هم بينهم تجانس وهم الاثنين موجودين في خط الوسط الصح وبيلعبوا كورة جميلة جدا يعني 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 سالم الدوسر ليه فترة ما شفته بالطريقة دي واخد راحته واخد راحته واخد مسحته واخد لأنه مع ناس رفعوا من عليه ضغط بكبير قوي بيلعب راحته بلعب راحته بشكل كبير جدا فمرة ثانية عشان لا يكون ناس يقول لك ماهر بيفتي ما أفتي فيها أبدا بس قدامنا المباريات اللي بنشوفها صراحة يعني أمس الاتحاد ما يستاهل هل الهلال قوي I don't know بس الاتحاد ما كان في حالة اللي تسمح أن نحكم على وضع الهلال الآن أنت رغم كونك مشجع اتحداوي بتراعد باللماسية أنا لسه ما قدرتش هشجع مين بالزبط ولكن أنا بقولها بشكل واضح لا الاتحاد ممكن يكون ما كانش الطرف الأفضل بكل تأكيد ولكنه في نفس الوقت تزال بشوف أنا من ديسمبر من يوم ما جاء كريستيان ويمكن فوت مباريات جليلة للنصر أنا شفت قريب مباريات كريستيان وكلها النصر مش مقنع خالص أي لسه قبل ما نبدأ تصويره الآن ثلاثة هداف يعني ما دي الفريق اللي قدامهم ده كيف مستوى أصلا بلاعبه مين بلاعب الرجاء يا راجل واو لا جندة دي ثلاثة كريستيان والغنام الرجاء مش ساي أنا ما تابعتش موتش النهار ده وفوفان عشان كنت أعبى تابع أعدى ثمع الأفلام من المفروض تتكلم بشكل عامي يعني أنا مرة متحمس أنا أمس اكتشفت شوف لأول مرة اكتشف إنه ولدي شجع الهلال كانت صدمة كانت صدمة أنت ما تتخيل أنا ولدي شجع الهلال مع كامل احترام يكون هلالية بس الهلال ده عمره ما دخل العائلة العائلة عندنا أهلاوية اتحادية هلالي حيكون النشاز الأول اللي معانا وامس بيتفرج كده ومتحمس شايفينه فيه فيه نشاطات جديدة حندخل عليها بغيرتب ده حين يروح معاهم الملعب فيه سبب يخلينا نروح ونشجع فأنا مبسوط من الحالة أنا خليتهاي لي أجواء اللي استددت عندكم الملعب حتبقى من أرواع ما يوم ولا مبسوط مرة ملعب الطايف هذا أول مرة أشوفه صراحة ما ده هم لعبوا فيه في الدولة مرة تانية أنا بعيد عن المشهد الكروي بس ملعب جميل حلو صحن وصغير بس يعني مشرف يعني ملعب كده أرضيته حلوة الحضور الجماهيري أمس على أقل في مباراة الاتحاد والهلال كان كويس فهو يتحمس فهو يتحمس فإن شاء الله يعني بداية من الأسبوع الجيد دور يبدأ فخلينا نشوف أنا ما زلت اتحادي بالفطرة لكن كريستيانو إن شاء الله اتقاعد لعب شطرنش هتابعه هكون متابع الامباراة أنا في صراع علي دلوقتي في الستريم بين جمهور الهلال وجمهور النصر وجمهور الاتحاد شو كل الناس بتحاول تديني أسباب أكتر على شجع مين وناس عملت قولي عملت قولي بعض يعني يا جماعة ما تتعبوش نفسكم مع مهدي مهدي في الآخر حيشجع الفترة لا بيشجعها مهد أنا ما أظن ما أظن هم عملين يقولولي مهر بيشجع الاتحاد وحيخليت شجع الاتحاد 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 آخر يعني غير الدوري اللي أخذوا والسنة اللي فاتت المخرج متأخر يعني انتابعنا من بعيد يعني ممرة بس الاتحاد كان مين تسع سنين يعني كان عنده عنده مشاكل الحمد لله إنه بدأ يخرج منها الآن ومدرب موجود الممكن الشيء اللي أنا زعيني أمس مدرب الاتحاد هو يعتبر أكثر مدرب مخضرم الآن موجود وعارف الفرق وعارف اللعيبة وعارف ده كله ما عارفش اللي صاير معهم بس واضح إنه عندهم نفسيات شوية في الفريق حمد لله ما دخلوا يلعب وطلعوا بر التشكيل بس حمد لله لعب المجموعات وحط جنفة أول مطشو كان هناك كمية كويسة ما بينهم بس اللي أنا عرفه إنه حمد لله بتاع مشاكل هو صرح أمس المدرب إنه في نوعا من كلامه باين إنه في مشاكل نوعا ما إنه مشاكل داخلية يعني وهذا دي مشكلة دي فباين باين إنه الأوراق حقها تطلخبطت في الأخير لأنه حمد لله وبنزيمة على قل المباريتين اللي فاتت كان في بينهم شوية يعني كان في شوية كمية وحقات زريف فلما نتشال ولعب بنزيمة الحال وتحس إنه ما قدر أحد يغطي معاهم قدام ما عرف أنا بعيد عن المشهد حق الاتحاد بالذات بس عشان أجاوب عليك هتلاقي إنه المشهد السعودي دائما جماهير حضورا في الملعب دائما الاتحاد هيكون هو أعلى جماهير في الملعب لكل الأسباب ممكن ناس تحط أعذار إنه دخول للمباريات حقية الاتحاد بعشرة ريال للتذكرة مقابل المباريات تانية بتكون أغلى في الملاعب يعني حقية الرياض وكده بس لا من زمان الاتحاد هو أعلى إرادات إرادات الإرادات ترجع في الأخير للفرق اللي هي مشاركة ففي الأخير يعني زي ما بقول لك إنه حضور الجماهيري غالبا بيكون الاتحاد جماهيرية إعلاميا سوشال ميديا بتتفاوت من فترة للثانية بس نقدر نقول إنه الهلال طاضي لوعا ما في السوشال ميديا يعني ما أظن كل الفرق طبعا هتلاقي فيها طيب والسيء من الجماهير بس جماهير الهلال والإعلام حق الهلال قوي على الأقل وأنا قاري المشهد الآن صح وإذا استمر المشهد كما هو عليه من زمان فهو ده اللي أنا بأشوفه حاليا فأظن إذا هتنضغط جماهيريا هتشجع الهلال لا ده معروف عني إن أنا بركب العند ممكن في الأخير تلاقيني بشجع الأهلي عشان الأهلي وخلاص شوف أنا يعني بعيدا طبعا أنا عندي أي فريق في الدنيا ولا إنه الأهلي مع كامل احترام لكل المتابعين للأهلاوية يعني هذه ما لا صلاحة جماعة هذا كره تاريخي أنا أبوي أهلاوي وشوفت الويل يعني من ده الموضوع بس أنا اللي فرحان فيه نرجع رجع مع الرجعة دي كلها ومع الصفقات مع الصفقات وأحلى صفقات ممكن للآن وتمزيعها مرة كويس فمره متحمس شوف الأهلي مرة تانية في الملعب الديربي مع الاتحاد هنا ده هذه المباراة اللي بتحضرها اتحاد وأهلي يعني هذه المباراة مع وجود صفقات والأسماء أظن الملعب هيتشعل وزمان ما روحت ملعب ومتحمس روح أي ديربي جيد أنا خلاص يبقى إحنا كده فيه بيننا من بعض اتفاق لو أنا جت لك لازم هتوديني الأستاذ دان ولو أنت جت لي لازم نعمل ووتش بورتي على مطش منشط الدول دان خلاص أكيد ديت بس نجي الفريق حط يدك على فريق وخلاص خلينا نبدأ كده وإن شاء الله والله هو أنت بدأتني أسباب جميلة الموضوع الأهلي ده إن شاء الله بس ما قلتل على علاقة السينماية يعني خليها على مستوى لا 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 أنا حبائبي زمن الكوية ما تخافش يعني أنا الموضوع أكبر من كده ده جيجا سؤال سؤال أنا أنا شايف كيف أقولها من غير ما أجد أنا علاقة بالمصريين موخرا صارت سيئة مكتر معلق على فلام المصرية يعني بوص بقولك الناس اللي بتمسك على الوحدة خسرتهم مكسب فقال ليه حاسس إنه فيه على قولكم صعبة نية كتير على الزمال الكوية حاسين من ناحية الإعلامية عشان معلق سعودي بس مدح الزمالك التكتوك فجأة أي تكتوك مصري أو أي إعلام مصري بيتكلم شو مو إعلامي قصدي يعني صانع محتوى مصري وشوف النظافة اللي مستحيل تسمعها من إعلامي مصري للدرجة دي اللي هيمنة الأهلاوية يعني عندكم على الإعلام ولا هي صعبانية أو خلاص ممكن تتشاف كده ممكن تتشاف كده أنا الحقيقة معرفش موضوع الكيسة بتاعة المعلق الشكر في الزمالك وموضوع إن الناس تمسك الموضوع وتكبروه على كده بس عايز أقولك حاجة كمتابع كويس يعني للتكتوك وللكرييترز الأهلاوية والكلام ده برضو لما تتقال كلمة زي كده بيمسكوها وبيقولوا حاجات شبكة أوكي أوكي إحنا عندنا عندنا حاجات تاريخية معروفة للرانتس بتاعة بعض المعلقين شكرا وحبا في الأهل إحنا بتديننا نحفظها من كتر متلعبت أنا عندي فضول تسألي الدكتور ممدوح حشد جيمين في الدور السعودي هسأله لك حاضر يمكن يكون أعلم بس أنا اللي مش متابع أنا ترى بيطلعلي بس في التكتوك وكل ما أجد يعني وهذه رسالة وأجيه له هي يعني أنا مرة يعجبني كلامه واسلوبه الساخر بطريقة تموتني فما يطلع بس ما تابع صراحة اليوتيوب وأشوف الحلقات الطويلة فبيعلق كثير حاجب لك المعلوم فأبغى أعرف كده عندي فضول أعرف الدكتور ممدوح بشجع مين في الدولة عيوني يلا نرجع خلاص ننقل الملل بقى والسينما بقى معانا النهاردة عدد معقول من الأفلام وضخمة من الأفلام يعني هي أفلام العدد بتاعها معقول مش وحيش مش قليل وفي نفس الوقت فيهم اتنين مبطرخين كبار الله أعلم بقى حياخدونا لغاية فين في الزمن الحلقة ومعانا تلات مسلسلات حصيلة كويسة مع الوضع في الاعتبار ان احنا مش في أفضل وقت للمسلسلات بشكل عام وعندنا موضوعين أتمنى الوقت اسمح لنا ونتكلم عنه نبتدي مع الفيلم يعني المنسي اللي أول لما بدأ الناس قاعدت تكلم ست أيام بالزبط وبعد كده ما بقاش فيه مني آدم فكر ان هو نزل من أساسه الجزء الجديد من سلسلة أفلام Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 فيلم حلو متميز يستحق الشكر كتير جدا في ان احنا بنوصل في سلسلة للرقم السبعة بهذه الدرجة من القوة وهذه الدرجة من التميز وبطلنا بسن ولسه بيعمل الحاجات دي كلها بس أنا عاوز أبتدي الموضوع من آخر ومش من أوله لأن أنا تكلمت في الفيلم وانت تكلمت في الفيلم وإحنا الاثنين عارفين قلنا إيه وفي الأغلب احنا متفقين بالنسبة تتقرب من مية في المية في كلامنا عن الفيلم حقيقي 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 الأوبن باربي بالقوة انها تدعس الفيلم بالشكل ده صراحة صراحة كنت شايفها من بدري مو كنت شايفها لا 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 القائمين على عمل شافوها من بدري وكانوا فعلا يحق لهم واحد انت بتتكلم على فيلم يعتمد اعتماد كبير على الجودة البصرية وتوم كروز جزء من الحملة الإعلامية حقته كان بيصارع على زمن على الشاشات حقت الأيماكس وشفنا تغيير في وقت عرض الفيلم الفيلم كفوضي جي بعدها بسبوع أظن أو شيء وتم تقديمه على الأقل هذا اللي في السعودية عندنا فيلم Mission Impossible أول فيلم في تاريخ السينما السعودية واللي هو ماهو طويل من 2018 يتم عرض فيلم جديد يوم السبت في الليل يعني تقنياً الأحد يعني الساعة 11 الليل يوم السبت يعني خلاص باقي ساعة ونخش يوم الأحد فأي أحد حيشوفه حيشوفه يوم الأحد بداية أسبوع هذه أول مرة تصير فهذا التغيير اللي صار فيه وقت الأرض كان بسبب أنهم خايفين شايفين الإقبال شايفين الزخم اللي ساير على بابرهايمر أو 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 على كل الأمور دي وغير أنه تقنياً الاثنين متطلباتهم على شاشات اي ماكس وشاشة اي ماكس شاشة متطلبة شاشة غالية أنا لو راعي سينما سواء كل الشركات التشغيلية حقتنا نادراً أو يمكن ما شفت في السعودية كاملة أو حتى في الخليج أو حتى في أمريكا وأنا سافرت كثير أنه في موقع واحد عنده أكثر من شاشة اي ماكس وحدة فدائماً أي موقع يكون بالكثير بالكثير عنده شاشة اي ماكس وحدة سواء كانت شاشة عظيمة وكبيرة زي اللي موجودة في أميرات مول مثلاً ولا في الأفينيوز في البحرين أو شاشة اي ماكس الماكس هذه اللي في الرياض موجودة واللي عندنا اي ماكس برضو بجلدة بس ما أظنها بنفس الحجم الكبير فدائماً عندك واحدة شاشة فالشاشة والتجربة بتحكمك حكم كبير جداً في طريقة المشاهد هذا شيء أكيد هذا واحد اثنين هذا الفيلم غصباً عنك لو أنت إنسان بعيد عن المشهد السينمائي حتسأل سؤال ومجرد عدم معرفتك بالإجابة الواضحة أو مجرد تردد حتخليك تطنش وتدخل أي فيلم تاني خصوصاً لو كان أوبنهايمر بعدين وما إلى ذلك هذا الجزء السابع فحأسأل هل لازم أكون شفت الأجزاء اللي فاتت لأي درجة لازم أكون شايفة الأجزاء اللي فاتت فأي سيكويل عادة بالذات لو ما كان حق مارفل حتى مارفل بيعانوا من ذلك الشيء بس بالذات سيكويل بيكون فرق بينهم سنين طويلة بيعاني من ذلك الشيء فكل هذه الاعتبارات لما تحطها مع بعض أظن الطريقة النتيجة كانت يعني واقعية منطقية ما تأكس أبدا جودة الفيلم وبعيدا كل البعد عن تقييماتنا وكلامنا على الفيلم اللي حنجي عليه بعد شوية أنا أشوفها منطقية وحنجي بعدين على أوبنهايمر والإقبال الكبير اللي صار الأول فيلم أشوفه من بداية السنمة في السعودية ما عاد يمكن إند جيم ولا الجوكر متعداهم في عملية الحجز وكذا فأظن تيجي طبيعية محمود توقعته؟ صراحة أنا اتوقعت إنه الأول يكون باربي وثاني ميشن إمبوسبل وبعدين أوبنهايمر فقلت غلط أنا توقعت أن ميشن إمبوسبل حيستمر وحيسيطر وحيفرض نفسه على الشاشات وطلعت غلط تماما طلعت غلط الترمينة كمان أنا متخيلتش أن توم كروز وخصوصا بعد الدفع اللي خادها السنة اللي فاتت بتجربته مع طوب جن ممكن السنة دي في فيلمين لا هم سوبر هيروز ولا هم جزء من سلاسل أكبر أو أضخم أو على اليوم اقبلتوا جاري أكبر ممكن يدس الدوسة داية وهو الدوسة وحشة شوف أنا بكل أمانة تعالنا أخذها تقنيا إحنا إلى الآن في نشوة توب مابريك توب جن مابريك أوكي ما تعطشنا الجديد توم كروز لسه فاهم علي بالإضافة للسبع الأجزاء والكلام اللي قلناه فأظن أنه 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 هذه كانت يعني نوعا ما لو دخلناها في المعادلة غير ما تقول نولن ومستنين وسنين وكل الوعود وحن نجي على الكلام داله متكلم على أوبنهايمر وباربي وفكرة أنه أنا أشوف باربي ومارغوروبي تتسفت باربي؟ لا لسه ما شفته ما جاءت ما صفرت شوال حاجة لا لا ولو كان في دبي أنا كنت في دبي قريب بس ما كان من الأسف معروض يعني إحنا كلنا في الهوى سوا حاليا بس ما جاءت فرصة أن أنا أشوف بر السعودية فأظن هذه العوامل كلها أكيد هتأثر أنا اللي مزعيني والله جزء من أجمل 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 الأشياء اللي مرت عليها الشهر اللي فات وأنا بتابع الظاهرة حق بابنهايمر و بابنهايمر ومشي هو كل ما يتعلق بالحملات الترويجية مان أنا اليوتيوب ألغوريثم عندي خبص صار يطلع لي توم كروس في كل حتة كريستوفر نولن في كل حتة كليان مور في مقابلاتهم القديمة من كتر ما أنا قاعد ما ينزلوا شي يتكلم عن الفيلم أو مقابلات عن الفيلم أو شي إلا أتفرج عليها الكل عمل شغل مرة جميل وبكل أمانة أول مرة حملة ترويجية تكون العاملين على العمل نفسه بيشتغلوا من قلبهم أن الأفلام دي فعلا تمشي مو مجرد شي ملزوم عليهم في العقد أنه لازم تعمل مقابلات وأطلع مع جيميا فاملان وأطلع مع جيميا كامل ومدرمين عايزة بدرك بسؤال سريع شو ناخد منك إجابة سريعة مين نجم الحملات الترويجية في الثلاثة أفلام نجم واحد هما اتنين بس أنا بالنسبالي واللي مرة مرة كنت منسجن أم شوف شوف روبرت داوني جونيور في كل المقابلات اللي كان بيطلع فيها ما كان لحال وغالبا بيكون مع ناس فهو الكارزمة اللي بينه بين كيلير مورفي التواضع الشديد اللي كان عنه مع ماد ديمن مع إيمالي بلونت مع كريستوفر نولن يا دود دفك كريستوفر نولن بالضبط فكان دائما في كارزمة بينهم وهو اللي بيتصدر هو اللي كلامه كتير يعني كيلير مورفي يعني لو عليه ما يتكلم حق الجنان وجالس كده ولما ناحد يسأل ويجاوب فهو الكلام نجي حاجة عملي اكزاك لي ما يكوينت يا ماهر الفيلم دا لو ما فيهوش روبرت داوني جونيور كانوا حيبقوا عدد من الشخصيات المتكلسة المتجمدة اللي قاعدين يتكلموا على التقنيات وبتاعة ما عرفش مين يمكن اللي فاكت منهم شوية مدهما شوية لكن اللي عمله روبرت داوني جونيور ولما تحط في الاعتبار حجمه داخل الفيلم ان هو مش بطل الفيلم الاول وفي نفس الوقت هو حجمه كان يجمع عامل ازاي صح الرجل دا دا لما كان يخش اي هول في الكوميك كون الناس كلها الكبير وصل يعني ايه هو داوم الدفع بس انا بالنسبة لي انه جدامه عن نقيل تماما ما عندك الا توم كروز يا مان وتوم كروز نزل في ارض طبعا في البريمير ومادري ايه وكده جاب المعجبين من كل مكان في العالم جاء ابو ظبي وقابل المعجبين في ابو ظبي راح الصين راح مو الصين قصدي مادري في الشرق اسيا سنجابور او حاجة زي كده في باريس في اليو كي كان يتقابل مع ناس عادية مو مجرد الصحفيين واحدة رسمت له مدرئة واحدة عملت له خياطة اللي زي الرموز في حياته انا اول مرة اشوفه واقف بيكونفرشت مع كرييترز مع تيكتوكرز ويوتيوبرز ويعمل معهم تحديات والكلام اللي بيقوله يعني تحسوا كده انه انا ما دي انا حسيت بصدق من الراجل ده انه فعلا حابب انه يعمل حاجة حلوة واللي فوق ده كله يا جماعة لازم نفتكر واللي يمكن ما يعرفون ناس كلها يا محمود فاكر لما انطلع ايام كورونا المقطع الصوتي لما كان بيصرخ على العمالة اللي معا اللي كانوا بيشتغلوا معا كان على الفيلم ده كان على الفيلم فالفيلم مر بتحديات عنيفة انتاجيا والفيلم ده تم تصويره في 2020 في عز كورونا فغير الافلام التاني اللي جات واخدت راحتها في التصوير فانك تمر بكل هذه المشاكل الانتاجية وانك تجي وتروح تروج بجلبك للفيلم ونتيجة الفيلم ما كانت سيئة مو احلى فيلم في السلسلة بس من التوب ثري واذا مرة كنا من التوب فور واني يطلع بهذه نتيجة الفيلم على مستوى الجودة لا اعتقد ان في نقاش كبير عليها ولكن عوائد الفيلم على مستوى الاقبال الجماهيري وعلى مستوى الاهتمام حتى بعيدا عن شباك التذاكر لا اتصور ان الموضوع المحبط فير مو معبط عادل انا اشوف انه عادل وهنا يجي دور صراحة الاستوديوهات تراجع يا ماهر خات خطوة الورد بارت وان بارت وان بارت وان كمان ناخدها من ناحية تانية بارت وان يا اخي انا ما راح علي الفيلم كله انا اقدر اشوف بارت وان واكمل المهرجان ده مرة تانية بارت وان بسا في عندك الجزء التاني هينزل هل انا مني زعلان على الاقبال زعلان توم كروز استاهل اكتر بس صراحة الافلام اللي نزلت قدامه كمان تستاهل انا عشد السينما يا مات مشهد اني ادخل ادور على مقعد لي انا ما شفت الفيلم بدري انا شفت الفيلم في مقعد زبادة في السينما انا عادة احجز من بدري واخد فرنص وفوق ومدري ايه وكون حريص المرة دي فعلا فعلا ما قدرت كن نازل من رياض على جدة وبقى احجز والشباب قالوا تعالوا معنا لا انا اروح الاصف لا استنانا المغرب فطول علينا الموضوع مش كتير طول علينا موضوع مجرد ساعات انه نرتب راحت علينا الاماكن لما جيت اشوف المشاهدة التانية اخذ مني ايام ايام عشان اقدر الاقي مكان واحضر الفيلم للمرة التانية فانا كمان هذا شي مبهج بالنسبة لي انه الاقبال الكبير ده انه في ما زال في ايمان باهمية السينما وده وحنجي للمواضيع دي نتعمق مع اوبنهايمر اوبنهايمر عمل زي الماغناطيس كده دايما لما نجي نتكلم على ايه فيلم حتى يسحبنا للحديث عنه سؤال سؤال نفترض جدلا انه فيلم باربي تم نزوله مع اوبنهايمر عندنا هل كنا حنمشي على التريند العالمي وباربي يعدي اوبنهايمر ولا اوبنهايمر هيعدي باربي انا عكسك انا اقول انه باربي كان حيكون هو المتسايد لا تصور ولما نجي على اوبنهايمر هشرح لكلاش مش طب واحنا لسا عملين نقارن عاوز اسألك سؤال مهم دلوقتي بعد ما شفت يعني احنا عارفين انه توم كروز حارب من اجل عدد اكبر من الشاشات الايماكس وفشل في المسعى بتاعه الى حد كبير لصالح اوبنهايمر دلوقتي بعد ما انت شفت الفيلمين مين كان احق كتجربة كاملة توم كروز كتجربة بصرية مصممة مش للأيماكس في تجربة كاملة توم كروز نوعا ما بس هذه نقطة كمان هنتكلم تظلم فعل اي وحنتكلم هنتكلم شوية عنها كمان في اوبنهايمر بس الايماكس مو بس شاشة وهذا الشيء اللي الناس لازم تسترده الايماكس كمان جزء من تصميم القاعة دائما لانها بتكون ضخمة جزء منها تجربة صوتية والتجربة الصوتية جزء لا يتجزأ من فيلم اوبنهايمر ولا من مش للأيماكس وانا متفاهم كويس انا متفاهمة في اوبنهايمر على التجربة السماعية في الفيلمين على التجربة البصرية في الفيلمين انا مقتنع بنا تماما بس تجربة السماعية طاعت مش للأيماكس مش سيئة ولا اقل الاهمية وعدد المشاهد اللي تتطلب شاشة اكبر احق بهذه هذه الشاشات من اوبنهايمر في تأدير الشخص ممكن ممكن نرجع على مش للأيماكس انا لو جماعة هنبدأ نتكلم بحرق في مراجعتي ومراجعة محمود وتكلمنا شوية بنقاشات من غير حرق الآن بس ادخل على صميم الفيلم شوية ايش الاشياء يعني اول شي ماهو من العدل انه دائما نمسك فيلم ونقارنه بكل الاجزاء لانه السادس كان اجمل من اللي قبلهم كلهم فالفيلم اخذ فترة طويلة انه ينضج وصعب جدا انك تعدي هذا المعيار اللي اعتبر اليوم من معايير الاكشن زي جون ويك مثلا والاشياء دي يعني الشي اللي فوق واو يعني شي عالي واجه اتوقع ان هذا الفيلم يكون اعلى خصوصا من بارت وان وليس وليس فيلم المفروض انه يكون وجبة متكاملة مع ان انا خرجت من الفيلم وانا راضي بس انا مشكلتي مع الفيلم وواضح ممكن تكون مشاكل انتاجية ونفسي في يوم انهم يحكوا عن هذا الموضوع في جوانب اساسية في فيلم ما كانت موجودة وانت اتكلمت وطرقت لهذا الشي من ناحية التقنيات اللي في سيبك من التقنيات الشخصيات الجانبية غير شخصية البنت هاي الجديدة اللي كانت معها اصحابه اللي في الفيلم ما كانوا طالعين واحد جالس طول وقت انا قلت هو شطب على الرجالة كله منفرض بالستات خلاص ما عنده ولا شي انه بيسوي بس هداك اللي نزلت تحد يدور على الشنطة مدرئة فقعت اسأل ممكن تكون فعلا مشاكل في الانتاج ممكن سمعت انه الناس اسمه والله الاسمراني الملياني انه مريض اصلا وانديك فترة كان مريض يعني انت رأبه هو ظهر في اخر 3 افلام اعتقد عملية ما بتحركش فممكن انه هادي كمان ساهمت في ده كله ففي ما حطمت الفيلم بس برضو ما ساعدت يعني فهنا يجي نرجع نذكر نفسنا انه الفيلم ده تم تصويره في اصعب فترة زمنية ممكن تصوير فيها فيلم كورونا والاحتياطات الأمنية والاجراءات والتباعد الاجتماعي وا 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 ده كله فتكون هذه النتيجة بالاخد بالاعتبار هذه النتيجة في الفيلم ناجح جدا بس لو شنا هذا العامل مقارنة بالعمال الباقية لا انت المفوض انك تعلمت وصلت لمرحلة لا تعلي عليه بس ما تنزل يعني نزول للدرجة انه اشوف انه فيه عناصر مفقودة وفيه عبيعيوب تانية ملهاش علاقة بالعناصر المفقودة وكانت ممكن تتعمل بشكل افضل ولا اقبل العذر بتاعة عئيدات الانتاج في غيابها مثل التأثير العاطفي بتاعة الحدث الاهم في الفيلم على مستوى التضحية بان احنا بنخسر السا في هذا الفيلم واثر خسرتها دوت لا يمتدل اكتر من ثلاث دقايق مسرا على الشاشة قبل كده ايثن هوند شخصية عاطفية جدا فيما يتعلق بفريق العمل بتاعه ويمكن الفيلم ده على مستوى الدراما ده هو ده الدفع الاساسي هو دوت الاختيار اللي الفيلم بيحطه قدامه الميشن ولا الاصدقاء وهو بيوضح ان تضحية بالاصدقاء شيء ماشي مقبول ودخل في حوار مع الفريق بتاعه في هذا الموضوع رغم قبلهم بإذن ده شغلنا وهو بيقول لهم فرصة لتضارك ده في الجزء التاني وانه يتم بشكل افضل بالاضافة للعيب الاعام في تقدير الشخصي وهو ان تسلسلات الفيلم قليلة يعني وحدات التسلسلات بتاعت الفيلم طويلة وقليلة عددها قليلة بالمقارنة مع افلام تانية كتير يعني انا مستعد للخطفة تحديات مع ناس ان هو يقول لي افتكر كده بدماغك الجزء التالت كان فيه كم تسلسل يعني التسلسل مهم يعني حفاجأك بانك ناسي تلاتة اربعة بمنتهى السهول السابق او جز بروتوكول او الحاجات ديت حتلاقي نفسك ناسي تلاتة اربعة الفيلم ده رغم انه هو الداس من اوتنهايمر يعني هو اصلا تده يخفض جوه دا كرتنا سهل قوي تفتكر التسلسلات بتاعنا بس دي ممكن يتم نسبها الموضوع تعائدات الانتاجية مشاكل الانتاج مشاكل الانتاج اكيد يعني انا ما عندي ما اقدر روح دول كثير اصور كل دولة عندها اجراءاتها الامنية فاكيد هذا كل اؤثر علينا طوم كروز معروفة افلامه كل يسافر كل حتة ويدخل كل المدن وهنا جزء لا يتجزأ من العناصر بس نعم اتفاهمها انتاجيا اللي ما اتفاهم انتاجيا الكتابة حق من اسوأ الفيلنز اللي موجودين حاولوا انه يعطونا انه هو اصلا متصل معاه من جبل وهو سبب من اسباب دخوله لهذا العالم ومكل شيء انا ما اشتريت ولا واحد في المئة ما اشتريت ولا واحد ولا واحد في المئة انا اتصور نومك انا بيحاولوا يخلقوا توازن من انك ما تميلش اوي لهذا الفيلن لانه مجرد وسيط الفيلن الحقيقي بتاعك هو كيان مش انسان مو انا معاك الكيان بس الكيان عمره ما هيبديك شيء على الشاشة الا لو عملت زي هال حق سبيس اوديسي مثلا هال وصل لمرحلة انه شخصية مع انه لمبة حمراء كده قدامنا بس وصل كانه شخصية انه بيتكلم معاك بشكل مباشر فانت الوسيط ده اساسي فالوسيط ده كان ممكن تجيب شخصية بماضي كويس وممكن كمان من كثر انه عندك ستة اجزاء كان بسهولة تجيب شرير من الماضي تربط بحاجة بالماضي اي حاجة ممكن تجيبها بس ما تكون ارتفشل وصناعية بالطريقة دي حبيت استخدام الروسية حبيت استخدام الشخصية دي اللي استغلوها ايش اسمها يا ربي اللي طلعت في الجزء التالت اللي كانت في القطار اللي كانت في القطار اللي هي البطلة حقتنا اخذت القناع واتلبست انه هي دي نفسها دي بيكي دي كانت في جزء اللي فات الجزء اللي فات واللي قبله الويت ودو صح قبل قبل اظن يا جوست برتوكول يا حق دبي لا 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 يتهالي اللي فات يا لهوي يتهالي اللي فات هي وخوها بالحوار اللي فات كان هنري كان في الأكتر انا فاهم بس كان لها فصلة في الفيلم هي اللي عملت لهم المشن بتاعت الشحين ممكن فأنا اللي عجبني انهم رجعوا استرجعوها مرة تانية واسترجع جدا سليم وجدا موفق شخصية مبنية كويس واستخدامها هنا كمان كويس فخسارة انه كل العوامل مش إليزابت دبيكي دي اسمها ايه يا لهوي بنتغلت لبين وموضوعين بعض دي اللي كان في بيسا زوفا وومن اسمها ايوة ايوة اللي حتبقى في نابليون اللي جاي كمان بس اسمها يهرب مني ايوة بس الفكرة كلها هنرجع مرة تانية العناصر حقيت الفيلم كلها كويسة كعناصر تبني عليها قصة بالنسبة لي كانت مرة مميزة استخدام قصة جديدة عن الارتفاشل انتليجنس والذكاء الاصطناعي ده جدا وتحس انه وابتكر فيلم ده الفين وعشرين يس الفين وعشرين ده قبل كمان يس يا سلام عليك فهو يعني انا مرة حب الحاجات دي شات جي بي تي والثورة حقيت الدكاء الاصطناعي واللي صار ان الناس تتكلم عليه يوميا دوبه اللي صار الفيلم ده مكتوب من الفين وعشرين يعني نزل وقتها وده حين جدا كان الاصطناعي كان احنا كبرنا الفيلم وقلنا واو هذا كان شايف المستقبل او على قلقة سابقنا بخطوة فكل دي الجوانب حرام انك ضيئة يعني اي كلام بس ما زال عنده فرصة عند فرص ونتمنى مش مجرد بقى مكتوب كويس ولا متصمم كويس ولا تهديده قوي ولا حاجة من الطريقة دي انا عاوز نجم لان انا بصراحة بتريت وانت يعني انا انا السنة اللي فاتت كان بيتم اتهامي بالتشبيح المبالغ فيه لصالح توم كروز فالسنة دي انا مش عايز يبقى مجرد ان انا باخد اتجاه مضاد وخلاص ولكن اه يا توم يا كروز انت اكبر كوكب في عالم النجومية كله على بعضه بس مش لدرجة انك تبتلي تقصص في كل النجوم اللي حواليك في كل فيلم عن التاني تصديقا ان انت المسيطر وانت الاهم وانت كل حاجة انا عاوز اشوف قدام توم كروز نجم كبير في شخصية الفيلم لان احنا من ساعة فيليب سيمور هوفمان ما شوفناش نجم كبير هندري كابان هندري كابان هندري كابان يعني وانت بس انت قدت اغلب الفيلم ما تعرفش ان هو فيلم فلا انا عاوز التهديد والهد والهد والكلام ده جامد انا مش هكلم فانيسا كيربي اضطرتها سأضوع على اسمها ومش فخور بنفسي بس مش مشكلة بايدوي ردا ردا انا شايف انه هذا اول فيلم تقريبا هو تناصف البطولة هذا ردا على كلامك وما جاب نجم كبير وانا فاهد مع هليات وليان ايو يعني انا اليوم البندي واللي شال الفيلم انه كريزما كانت كويسة الكريزما كانت سيئة الفيلم كان فشل كريزما كانت كويسة الكوميك ريليف اللي كان صاير بينهم كان حلو كان لطيف على القلب مو جاي مسطح العملية بس معلش 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 جانب واحد ايه بس انا جانب واحد كان مزعلني شوية انه ما زالت علاقتهم سطحية لدرجة انه حتى يقرر انه يضحب مين انت 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 ما تفكر لما انا حطيت بينه وبالريبك بس ده ايتان هونت من البداية خالص ايتان هونت يعني فكرة انه بيخسر حد في عملية دي بالنسبة له كرس بس انا شفت انه الجزء بتاع دبي ده كله على بعضه قام بسبب الاجنت بتاعهم اللي مات والجزء التالت بسبب الاجنت اللي اتحطت لها الكابسولة والكلام ده لا حتى بدون روابط كافية ايتان هونت اللي ما بيتفوتش على بني قدمين والحفاظ على دوت لفترة طويلة شيء كويس بس معلش انا عاوز اسألك السؤال ده عشان اتخنقتي فيه مع الناس على الستريم ايه وهي بتمر مع مغامرات مشابهة وكل شوية تدحك عليه وبعدين يقمن له وتدحك عليه ويقمن له نفس تقريبا اللي حصل مع الشخصية الجديدة بس ريبيكا فيرجسون بالعموم ممثلة عظيمة انا تعجبني وشعرف لها مستقبل جدا 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 كبير وانت لو كملت مسلسل سايلو اللي انا وانت حكمنا علي بدني وانا بقول لك كملت انا شايف ان هيلي قتول اجمد بصراحة عشان مش هتفرج على سايلو بتاعك ده لما يحصل ايه ريبيكا فيرجسون انا اقول لك انت فاكر دكتور سليب لا انا عندي انا بهذر انا عندي طبعا ريبيكا فيرجسون مفيش بجل المقرنة اصلا لما حد كان بيقول لي هليات ولكنت بعمله باني لانه مثلا بيدوية ترى ما لها ادوار كثير ترى هذه ما زالت مع ان عمرها ما هو صغير بس ما لها ادوار بطولية كثيرة يعني ما زال قدامها الباب مفتوح انها تقدم ادوار افضل بكثير لو تسمح لي نفس الكيسة ما ريبيكا فيرجسون لما ظهرت في ميشن امبوسيبل ما كناش نعرف لا انا جزدي على ريبيكا فيرجسون دي نفسها رغم ان احنا مبسوطين فيها وهي ما زالت لا لا بس هي لا لا سبقة يا ريس دلوقتي زي ما انت بتقولها هو واحد من اهم مسلسلات السنة على اسمها رغم ان معها نقوم انا بالنسبالي ريبيكا فيرجسون ما طلعت على السطح وصارت واضحة بالنسبالي مرة غير مع فيلم دوكتور سليب 2019 اربع سنين بس ايه هي في سنة دوكتور سليب دايت و سنة الابلى و سنة اللي بعدها كانت بترى تظهر في عدد كبير من الافلام في ادوار كوي بالصف فانا بالنسبالي تعتبر ما زالت هي صماية صغيرة بس ناشئة يعني وجه جديد تقدر تقول عليه وجه جديد قدامه لسه يطول لكن اتول بالنسبالي هذه اول مرة يجدئ احفظ اسمها حتى شفتها في اكتر من شي بس هذه اول مرة اطرق دور على اسمها وانه فعلا جات دور وعطت الدور كويس بس لو تقارن بين الاثنين ريبيكا فيرجسون الان تتفوق 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 بشك كبير و دراميا احسن اقدر اصدق يعني فيه تمثيليا الاداء حقها الملامح حقها الاشياء الدرامية حتشتري احشتري وفي الاكشن يعني مع ظهورها في الفيلم القبل الماضي لو انا فكر صح والكلام ده كانت عندها برضو شوية تحديات جسدية مش بتطلق كنت ايما على حلها واستنى دون دون التاني هتكون فيه احنا زين سنة ما هي اصلا في دون الاولاني ودون تاني ده حين كمان هتكمل في الادمية يعني لا يعني على جوله متأسسة خلاص يعني متأسسة باجي تنطلق يعني بالنسبة لي انا لو اشوف التأسيس ده حقها في يوم من الايام في اقل من ده التأسيس اخذت شهر اكبر منها اللي هي جينيفر لورنس صح يعني بالعكس انا اشوف اليوم بس لداخل جينيفر لورنس برزت كنجمة من وهي عندها 15 سنة يا ريز بالضبط صح صح نسيت انها كانت مثل يا صغيرة بس نرجع بقى للأساس ان انا قافش على الفيلم دوت لانهما موتوا الساروخ بتموتوا الساروخ ليه ليه بس اعطوك حدث درامي اخي تتحسس فيه شوي صحيح انا اعتبي الوحيد على هذا الموضوع انه كان المفروض نعيش مع اثره فترة اطول من كده داخل احداث الفيلم خلينا جبل ما نخرج انا استعجل في الخروج ابغى اخش في تفاصيل كمان زيادة على الرغم انه انا عارف المشهد اللي حتطلع فيه وانه حينطب الدراجة وهذا الاستخدامه في كل شي انه الموترسايكل وانه حينقز من جبل والرغم انه انا ما جاءت اللقطة لكل قاعة تستني ما مستني انها حتصير لكن ما زال مشهد مهيب ومشهد رهيب ولولا انهم عملوا الهايط ده وورونا انه هو سوى ابوه ما كان حيجيب نفس الاثر هذا الحيط لكن حيجيب حاولك حاجة بعد المشهد النطة بعد كده لما نطة بالبراشوت من الطيارة في اخر التسلسل ونزل على الارض انا ربطت حاجة في مخي وشرحتها الامراتي كانت بتتفرج معي قلت لها المشهد ده احنا لو بنشوفه من غير ما نعرف المشهد الدعائية اللي تم تقدمها عن نطة بالموتوسيكل والكلام ده كنا حننبهر بس ما كناش حنعرف احنا انبهرنا ليه يعني كنا حنوقف قدام المشهد المشهد ده عظيمي يا جماعة بسنم الشام ليه هو فيه وده بيحصل كتير في السنم يا جماعة اصلا وعلى فكرة ده دوري انا وانت ده دور المراجعين ودور النقاط ان هم يساعدوا الناس ان هم يفهموا هم انبهروا ليه انبسطوا ليه استقوا ليه انا اعتقد ان ده الدور الرئيسي بتاعنا اساسا ففي حالة زي دي تنبهر لان كريستوفر مكواري مخرج شاطر جدا ولما يتحطي تحت ايده اداة نادرة الوجود زي نجم بيقدم الستانس ديت بايده حياخد بيها زوايا وشاطس واستمرارية مش شبه اي اكشن سين تاني فتيجة تتفرج على مشهد عادي ده واحد بيلاند يا جماعة مش اول واحد ينزل ببراشوت في تاريخ السينما بس وانت بتتفرج لا فيه حاجة غريبة يا جماعة انا عارف لان هم قالوا ان توم كروز هو اللي عملها بنفسه بس لو انا معرفش كنت حقف قدام المشهد ده وزي ما انت وصفته بالزبط شاعر بالرهبة شاعر ان انا في حضرة شيء نادر غير معتاد بس ما كنتش حعرفت ليه يمكن صح معاك لو انهم مثلا لان احنا دائما 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 وهذا تقنيا اللي حيفرك معلاش عند الوقت طب احاول اشرحها عارفين دائما لما انتجي المشاهد حاجة الضرب والنجز لما يكون فيه ستانت لما يكون فيه دبلير اللي بيعمل بدل الممثل دائما الزوايا اللي بتتاخد تاخد زوايا تغير وما تبين وجه الشخص بتديك اثر انو والله صار صارت ستانتاية صار فيه نقز صار فيه حركة بهلوانية بس التصوير محكوم بزاوية معينة عشان تخبي وجه الشخص مهما عمل نفس الشعر مهما عمل ميكب لو ركزت ولي عملت بوز هتعرف انو مو هو دفس الشخص مو بنفس الاريحية لما اللي قدامي ده هو الممثل هو اللي بيعمل الاستنتاية هو اللي بيعمل الحركة البهلوانية دي انا كمخرج هاخذ الشوت تبعي هطلع المشهد بالتأكيد هيفرج مع المشاهد صح صح افتكر معايا الجزء بتاع هنري كافل مشهد الحمام الناس خارجة بتقول ده واحد من اعظم مشاهد الاشتباكات في التاريخ ومش عارفة ليه مش شكرا في ايه اكتر من انو بس رمى واحد من مرايا والدنحية التانية برضو احنا شوفنا ده في افلام كتير صح ليه ده مميز نفسه المنتظر لانك شايفوه لانك شايفوه لانه بوشه من اول ثانية لاخر بالضبط بالضبط هذا اللي فرجت بس مشكلتي انه المشهد ده كان عظيم تسلسليا انقطع بحاجات في النص بس بعدين الدخلة حقته لا دخلته صح ولا استخدامها صح ولا الكونفينيينت والصدفة اللي موجودة ولو تسمح لي اضيفة لأي حاجة مش مشا ولا توم كروز يعني توم كروز احيانا انحط غصبا عنه في مواقف هزلية تضحكني هو مو قاصد انه يضحكك الموقف هو اللي ضحكك هنا لا هو دخل وعمل دايخ مو هذا هذا مو انت هذا لا انت ولا ايثن هونت ولا مش الامبوسبل فانا مستغرب كيف مشهد زي ده عده على بو كروز يعني هو دائما معتز في نفسه كده ما تطلبش منه ان كل شيء يجب ان يكون عنده شوية مسس دي دا الشيء جميل فهذا اللي ما عجبني بالاضافة الى على الرغم انه انا دائما اعتب على الـ CGI واضن عرفنا ليش الان وكلامك اللي انت قلت تتوقعت افضل مني لانه شفنا ده حين فيه في التك توك اتكلموا عنه وفيه موقع في اليوتيوب كمان شفتها تكلموا تفاصيلها موضوع انه كل مشهد بشركة بتعمل وطبعا ما في دجانوس بينهم والحاجات دي كلها بس المشهد حق مش اليمباصل بالحق القطار باينة الـ CGI بس ما زال يشدني ما زال شهدني انا عشان كده التصريح بتاعي او قناعتي الشخصية الـ CGI مش ادا سيئة جدا لو تحطت في ايد ناس صح بيدوع حقها وبيشتغلوا بيها كويس يعني انا انا معارض على اللي بيقوله كروستوفر نولان رغم اختناعي بمدرسته يعني لان انا اصلا من المدرسة دي بيقولك اي حطها لي قدام الكاميرا وتجاشت ماري وهعمل اي حاجة في الدنيا مهمة اشوفها قدام الكاميرا وبقضام المنتج بتاعي وتحت سيطارتي من البداية للنهاية لان لما الحاجة بتخرج من تحت ايدك وتروح شركة الله اعلم ايه اللي حيحصل وحترد بكمبروميز غزب العالم بس على وجه الكوكب عندنا واحد زي جيمس كاميرون ما بيسبش اي حاجة تخرج برس سيطارته وبيطلق افضل سي جي اي في الدنيا فانا مقتنع باللي انت بتقوله ككريستوفر نولان في الموضوع ده بس اللي احلى منه بقى اللي يعرف يستخدم السي جي اي ويدمجه مع ده ويطلع شغلة افضل كمان صحيح فانا اليوم الفيلم السي جي اي حاجة مش الامبوسبل حسيت فيه ويمكن عشان تركيزي معاه الافلامة الاخيرة بس من التنفيذ اللي خلاني شوية يعني اهتم باللي ساير حسيت فعلا انه القطار حسيتهم فعلا النقزة اللي صارت من الجهة للتانية يعني امكين هذي من اقدم الاشياء اللي صارت في التاريخ انك تنقذ من مكان للتاني وشي بيطيح عليك بس برضو الاداء لانه برضو توم كروز هو اللي عمل النقزة وواضح انه اللي سواها مواحد تاني برضو كان اداءها كويس والفيلم انتهى وجبة كاملة يا مان صح انا افتكر افتكرنا مثلا دون من خلاص بارت وان وهذا جزء من النقاش اللي بايني بينك اظن من السفالة ان احنا نقارن مع فاستا اكس صح طبعا لا سفالة مش هقولي كلمة يعني بس فخلاص لا 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 مرة فرق مرة فرق مرة هذا انا خرجت لو جلت لي انه ده جزء خلاص ويمكن فيه جزء اللي بعد ويمكن ما في انا خرج انا خارج من دون نفس احساسي في دون واحساسي الى حد ما في انفينيتي وور بس انفينيتي وور كان برضو فيلم يعتبر متكامل الى حد كبير انا مش قايم شغالي جزء تني دلوقتي لكن 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 خد لك سنتين مع اينا حياخد سنة واحدة هو حياخد سنة بس والله اعلن طبعا مع السترايكس والكلام ده اللي حيحصل بس هو فيلم خلصان على فكرة يعني مفترض ما يتقصرش ويمكن تصدق ممكن دي تكون هداية التعويض بتاع توم كروز ممكن انه في ظل اضراب الكتاب وادراب الممثلين هو خلص البرينسب الفوتوغرافي بتاعه كله وشغله دلوقتي كله تيكنيكال فيمكن رغم انه هو اجبر على اخناقة في هذا الموسم امام كريستوفر نولن وامام جريتا جيروج وامام الستوديوهات اللي متربصاله والكلام ده كله السنة الجاية كلهم حيتعطلوا غصبا عنهم وهو الوحيد اللي في المساكل بس انا عندي تساؤل يعني لو انا كان توم كروز الان مثلا جاعد معنا وبنسأله سؤال هسأله سؤال واحد انت توب جان ما عملت نفس الشي انت ما نزلته في الصيف ليه نزلت هذا في الصيف وانت عارف الجدول اللي اللي حيصير ليه نازل في الصيف ليه التحدي اللي مرتبط واكيد ليه اجابة يمكن احنا بس اللي ما قرناهاش لكن هو اكيد ليه اجابة اللي اكبره على المعادة وانت اكيد في ايجابة لانه غريب صراحة توب جان يعني انا ما نزل ما نزل في الصيف ابدا ونجح نجاح كبير وما كان موسم وكان في الموسم الربيع يعني في ابريل وانا فاكر او شي ماني فاكر بمرة التاريخ بس ما كان في الصيف ما كان في بلوك باستر سيزن او في موسم الافلام الكبيرة والضخمة بس قلبي ما ان شاء الله المعجزة التانية يكون افضل وده تبقى حدودة حلوة والله ويبقى احنا اول ناس توقعناها هيبقى صائع يلا اللي بعده اللي بعده فيلم نتفليكساوي اعتقد ان هو طر تحت الرادار تماما لعدد من الاسباب على رأسها انه محدش بقى مهتمة اصلا باصدارات نتفليكس هو مسلسلات او افلام لانهما عندهم مسلسلات وعندهم افلام صدرت في الفترة الاخيرة منها حاجات المفروض انها على مستوى الIP تايتل الفيلم ده معنا لمجرد ان احنا عوزين نكبر الاين بس انت اين طبعك انا اكملت على مضب والله العظيم لو لا اني وعدك اني يخلص القائمة كان يعني انا اول شي اول نص ساعة من اكثر الافلام اللي اللي فعلا كان الفكرة كويسة بس ما عارف كيف يحط السلسل احداث يشدك على قلمة بداية وبعطاني يعطيك تفاصيل معينة نص ساعة لو لا نيجح اصلا بتفرج على ايه انا بتفرج ليش ايش اللي صاير حاولوا يركزوا على الدمج ما بين انه انت ما انت عارف في ايه سنة بيجيبوا لكم ملابسين ملابس سبعينات شوية بيتكلموا لك على البلوكشين حاجة سايرة الان شوية التقنيات اللي مستخدمة قديمة شوية مدري ايه فانتاجيا اوكي كان فيه افكار بس انا الفكرة حقية الفيلم والله الهوك والخطافة اللي ممكن يمسكني كده من دماغي وخليني اكمل ما كان موجود في اول نص ساعة معين دقيقة حتى ما ما ابالغ يعني في نص ساعة ما ابالغ في الموضوع هذا واحد اتنين انا مليت يا محمود والله العظيم يا جماعة ملي ايه ماني ابيض ولا العرق حقي ولا صرة قطعت ولا فيش يقولوه عنا في امريكا بس انا طفشت من موضوع بيض سمر وسود وبيض وعنصرية ومدرمين ما اين طفشت خلاص صار نفس الشي بينعيد ونزيد فيه عندك فكرة حلوة كانت تكون اجمل بمراحل لو ما عملتها عرقيا عملتها حكوماتيا انا عندي حكومة تبدي تحكم بالشعب بطريقة معينة في عالم ديستوبيا عالم مستقبلي مظلم وانهم بيتحكموا بدي الطريقة من غير ما تدخلنا في المسائل العرقية هو استند على النقطة دي ما انا مامشي معي انا مامشي معاي ابدا ما حسيتني موكم هو هو فيلم في حاجات كويسة وحشة تدير الشخصية هو اولا ان اقدمه للناس لان زي ما قلنا هو فيلم مش مهم قوي فممكن الناس كتير ما تتفرجش عليه هو بيدور في زمن مجهول شوية وماهر احسن تماما في ان هو يعبر عن الحتة دي انا شخصيا حتى دخلت على ويكي بيديا اه رهي الاحداث بتدور في سنة كام مفيش حاجة بتقول الاحداث بتدور في سنة كام بس تحس من لبس الشخصيات وصلكهم ان الاجواء تمانيناتي تسعيناتي سبعيناتي في بعض الاحيان وده كله بيتشرح في الاخر ليه ومع ذلك في ذكر لامور كتير معصرة جدا في داخل احداث الفيلم وبتدور في مدينة هادية لمجتمع من السود بيشوب كل المساوئ والسلبيات بتاعت مثل هادية المجتمعات في امريكا النهاردة من انتشار للجريمة والفقر والامور دي كلها وبطلنا تاجر مخدرات بيخش في خلاف مع تاجر مخدرات منافس وبيموت علشان بعدها مباشرة يظهر تاني بشكل طبيعي خالص هو شخصيا مش فاكر الحدس اللي مات فيها وكل الشخصيات اللي حوالين متفاجأة من عودته فبيبدأوا يحققوا ازاي ده حصل لغاية لما بيوصلوا لان في مؤامرة اكبر شوية فيها كل الامور اللي ماهر اشار لها انا كان عندي نفس الانطباع بتاع ماهر وانا بفرج على الفيلم من البداية انك رايح لنفس الحاجة اللي تقدمت كتير جدا قبل كده وعلى مستوى التنفيذ على الاقل في خلال الساعة الاولى بتبدأ تطرح السؤال طب ماهر اتعملت قبل كده اتعملت احسن كمان يعني اتعملت في جت اوت احسن اتعملت في سوري توبادريو بتاع لكيت ستان فيلد احسن طيب ليه انت بتعملها دلوقتي لو صبرنا لنهاية الفيلم هنلاقي اجابة جيدة جدا لهذا السؤال لان المنظور حقيقي مختلف والرؤية مختلفة والمراجي التساؤل او الانتقاد مش لعنصرية البيت ضد السود ولكن للتحول للسود بيفرضوه على نفسهم علشان يكونوا مقبولين اكتر داخل المجتمع ويعيشوا في امان وده منظور جيد بس الفكرة الاساسية انا مش مدين ليك كصانع فيلم باني اصبر عليك ده كله الفيلم طويل ده فيلم مش قسير فيلم ساعتين وبدون اي محفدات على المشاهدة لان على مستوى قوة النجوم اه عندنا جيمي فوكس بس جيمي فوكس ما بقاش زي زمان وبعد الفيلم ده مباشرة حصلت له قد قزمة صحية كبرى وحاجات زي كده ما بقاش النجم اللي جريني اتفرج على فيلم خصوصا كمان مع الوضع في الاعتبار اختياراته السينمائية مؤخرا لانه عمل كذا فيلم وراء بعد كانوا من اصعب كلها ندفلكس اعتقد هو مضي على حاجة مع ندفلكس النقطة التانية بس حاجة واحدة وكمل لو ما سموه كلون تيرون على الاقل كان عملولي هوك بسيط انا داخل وعارف ان في عملية استنساخ يا ليه كان ممكن كانت تبقى خضعة ممكن يبقى فيها لعبة اكتر بس خلاص انا واضح اول ما يصير داك الحدث ورجع شوفه مرة ثانية بقول طيب كيف صار السؤال مش ايش اللي صار هيكشفوها ازاي ايه بالزبط وكانت اقل فانت مديني نص ساعة متعبة يعني ما فيها شي يجد لا فيش اي ارتباط بأي شخصية ولما صار الحدث اللي ممكن يخليني اكون معاك انا عارف ان دا الحدث هيصير من اسم الفيلم من البوستر معك انا ما حد كمل كمل انا كنت اتمنى انك مدام طولت احداث الفيلم يبقى تديني حاجات مرضية كمشاهد او جذابة ليا كمشاهد على اني اكمل واللي اتنين اللي كانوا مطرحين بشكل واضح داخل احداث هذا الفيلم هم تركين هو استخدامهم بالفعل ترك الكوميديا وترك الاكشن لان الفيلم فيه كوميديا كتير واغلبها الكويس ولكن انت مش مركز عليها بزيادة لدرجة ان انا قادر اقول بقلب جامد ان دا فيلم قامدي وفي نفس الوقت عندك مشاهد اكشن وعندك مشاهد اشتباكات وعندك مشاهد ضرب طب ما كنا نرعي يا ربنا شوية في فلوسنا نعمل استنتات حل ونعمل مطردات جامدة نعمل حاجات زي كده واقول لك اه هو فيلمه ساعتين لانه مليانة سلسلات فيها اكشن فيها حاجات زي كده والنسة اللي بتحب الكلام ده وتيجي تتفرج عليه لكن في الواقع انت الكوميديا اللي عندك كويسة بس عادية الاكشن اللي عندك كويس بس عادي وحقيقة انا مش عارفة عادة ساعتين ما تفرج عليه يعني اللي انا شفته ده لو محدش قال لي زمنه قد ايه وحد يقول لي الحدوتة دي تتحكي في قد ايه ساعة وثلاثة ساعة وثلاثين ديئة بكتير ليه عادة ساعتين على ده كل وانا انا من الناس اللي اللي احبه في لاما الغموض بس الغموض علم انك تكون غامض بس مثير طالما انا مثار طالما انا مشدود معاك الغموض ده شده زي ما تبغى بس انا قاعد مثار اللي انجات الجائزة بس انك تكون فيه غموض في غموض من غير اي عامل اثارة من البداية صح وتمد معاك فتور فيه برود يعني قاتل في الفيلم غير الجو العام والمظلم واللي مبرر ليش تكون الاجواء مظلمة ليش الانارة نوعا ما كده التناسق الالوان نوعا ما الظلمة لانه الفيلم بيحكي قصة مظلمة عالم مستقبلي بس دائما يقول على الديستوبيا والعالم المستقبلي المظلم انه فيه تقنية معينة تم استخدامها على البشر بحاجة ففيه عندك قصة فيه فكرة فيه فكرة كويسة القرارات الاخراجية في كيفية عملت السلسل الى حداث هي اللي قتلت الفيلم بالنسبة لي كان ممكن تكون بشكل اخضر لانه فكرة حلوة انا في النهاية مش عايز اقول على الفيلم انه هو تقربة سيئة يعني انا راح قيمه في الاخر تقيمه هيكون في حدود ستة لستة ونص ما ظنش انه هنزله تحت الخمسة وقول علي فيلم سيئ محبي جيمي فوكس ده ممكن يكون من افضل افلام ومؤخرا مش عشان هو فيلم حلو ولكن عشان كل افلام مؤخرا وهو ده ارحم منه شوية ارحم منهم شوية يعني وحقيقي حقيقي حقيقي رغم اه احنا ممكن نتجر سريعا من اعتيادنا على الافلام اللي بتتكلم على الامور الممتلة على مستوى التعامل مع الاقليات والمعاناة بتاعت السود داخل المجتمع الامريكي والامور دي كلها الرسالة المرة دي مختلفة بس اللي يصبر وانا مش عايز ادفع مثلا هتصبر يعني انت لو زهقت ومش تايا حاجة تفرج عليها افصل وخلاص بس حقيقي الرسالة اللي في الاخر او الموضوع اللي هو بيناجه في الاخر جديد شوية ما هوش مستهلك ما يفعل ما قدر اقول مرة جديد لانه مثلا نتكلم بحرق لانه اللي شاف دارك وانت ما شفت دارك كامل صح ما شفتش دارك لانه حني حرق يا جماعة عشان الناس اللي ما شافوا الفيلم سبويلر لك يعني في الاخير نعرف انه اللي عمل العملية دي كله هو تايرون نفسه اللي اسمه تايفون فونتين فونتين نفسه تمام ففكرة انه الشر يكون هو الشخص اللي ما عارف عن نفسه ما جديد يعني حتى في دارك اللي جاف بالي بس على طول اللي حطهم في كل الفيلم ده كله مرة ثانية جماعة اللي ما شاف دارك لا يسمعنا قرطو في الاخير نشوف انه اللي كان بيتعذب اللي بيعذبه هو نفسه من المستقبل ففكرة انه انا الشخص ما هي جديد بس استخدامه في دا المنطلق وانه هو جاي كفكرة انه انا عشان احمي هذا المجتمع انا احطهم في في كل من قالت انه اسميليشن اسميليشن ايوة انه احطكم في اسميليشن احطكم في حاجة لا 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 اتكلم على اسميليشن اسميليشن سوية يس اللي هو نظام وهي دي نقطة بس اكملوا جيت نظرك وانه احط يعني هي دي الفكرة الحلوة في الفيلم انه انا احطكم بكيف يعني احميكم وتكملوا بطريقة ما انه ما يصير في اي حاجة غلط بتيجيك عشان ماشيين بسيستم معين افضل ما يكون فيه مواجهة مباشرة مع البيض مواجهة مباشرة مع النظام السياسي الحكمي الواتق الى هذا اللي ممكن يؤدي في يوم لالأيام لعبادة الشعب الاسود بالكامل فكرة حلوة فكرة كويسة تنفيذ سيء ومرة ثانية اقول انا شايد انه الفكرة دي بالمنطلق دا وفكرة التحكم يبكي حناقض نفسي شوية لانه برضو هي جاية مع حكاية الارقية وردو ماشية تمام لانه بيحمي عرق معين بس برضو كممكن لاجي لها طريقة انها تكون اكبر بمجرد عرق تكون حاجة تحكم بالشعب كامل الفلسفة بتاعته فلسفة عرقية 100% وهي دي النقطة انا بقول عليها جديد انا مش اصدي على لعبة ان المعدب بنكشف انه ان هو المعدب بنفسه الفكرة الاساسية هو وصول الرسالة اللي هو عاوز ينقلها عن التعامل بتاع السود حاليا داخل المجتمع الامريكي بانهم يأسوا هو خلاص انا عمري في حياتي ما حد شاف كمواطن موساوي انا عمري في حياتي ما حصل على حقوقي انا حفض الانتقل من مأساة المأساة اذا الحل الحقيقي هو ان انا اتحاول صحيح ان انا بقى زيهم وخلاص دي ده ده اللي قصدت لما اقول ان ارسلت وانا حبيت انه مولك المستنسخ في بعض الشخصيات فقط المستنسخة وهي الشخصيات اللي بالنسبة للشعب او للعرق للفئة الرئيس الافريكان اللي موجودين في امريكا متحكمين فيهم مع انها يعني هي هنا تعتبر استيريوتايب انه دي مهروسة شوية بس كوميدان كانت حلوة ايو انه مطاعم الفرايد شيكن والمزيكا والعصير والمزيكا رهيب والكنيسة ايو فاجاب لك هي انه انا ما احتاج كل شي انا لو مسكتهم من دي الجوانب انا راح اتحكم فيهم في الكامل فكانت وفي ما هي داخل رسالة اليأس بتاعه سيبلك بعض الخطوط بتاعت الامل زي ما بيقولك انا عرفت احولهم كلهم ولكن the hair stubborn الشعر العنيد الشعر عمل لي مشكلة فلا التمسك بالعرب والنقطة الممتازة اللي انت قلتها ان شخصية يويو اللي هي البنت وعلى فكرة دور هايل جدا دي مش كلون دي اصلية اصلية لانها عانيدة ولصانها طويل وسفلة وما بتسكتش وبتلب حقها والامور دي كلها فعجبني ده في تصميم فعشان كده بيقولك لا هو فيلم انك تصبر ما دلكش اسباب انك تصبر عليه ولكن لو صبرت عليه هو كويس انا ما اشوف انه وياخد ستة يعني الكتير هتديله خمسة خمسة ونص للأسباب اللي انا بكرتها فير نف بس يعني انا مش عايزة اقول عليه فيلم وحش بس يعني دل عايزة تقنبه في فكرة تستاهل المشاهد خلنا نقولها كده لو انت يعني خلصت لوراك ولي قدامك وانت لقي حاجة على قل شوف كيف الفكرة دي تم تقديمها ما هي شي جديد بس انه حبيت مرة التفسير اللي جاله محمود وراحين بشوفها من الزاوية دي والزاوية مثيرة نكمل حرب المنصات السينما بتكتسح المنصات يا مستر مهر افلام المنصات خلاص يعني احنا زمان كان بيبقى عندنا شوية افلام منصات في ممتصف المواسم ممكن تلاقي فيها بعض الحاجات المستخبية الكويسة اللي تطرح سؤال تطرح نقاش تطرح امور زي دي دلوقتي لا الافلام الكويسة كلها بتروح السينما الملجأ الوحيد للافلام المنصات بتبقى في موسم الجوائز وهي افلام في الاغلب بتتعرض برضو شوية سينمائيا قبل ما تنزل على المنصات شوف انا اشوف انه هذا الشيء منطقي لانه يا جماعة اللي احنا مرين فيه ما كان هو الطبيعي عشرين وواحد وعشرين وشوية واثنين وعشرين ما زال اثر كوفيد وما زال اثر كورونا موجود شحة الافلام والانتاج تباعها ما كان موجود بس لو جينا ل2019 وما قبل افلام المنصات ما كانت هي السائد لما كان يجي فيلم منصة ما كان هو الشيء السائد والطبيعي ولما نتكلم ان شاء الله دلوقت سمح لنا وتكلمنا على مشاكل الاضرابة الآن حكت الكتاب وكده حنلقي الضوء عليها مرة تانية بس السينما للأسف دوبة تعافت واحتمال تخش في مرة تانية بس الانتاجات كلها اللي تم انتاجها بعد ما فقت كورونا نتيجتها فاتة وعشرين وهذا اللي أنا وانت تكلمنا عليه نهاية السنة اللي فاتت نحن مستنين فيها تانية وعشرين انه هي السنة اللي هتبدأ فيه الانتاجات بغزارة كما كنا في السابق ودائما دائما دائما بداية الخير وبداية كل شيء بيكون في فترة الصيف الصيف والبلوك بوستر ولولا ولولا الخلاف اللي هم فيه دلوقتي دوت احنا كنا هنبقى فيه فترة ازدهار رائعة جدا وكنا هنبقى في حال التفاول المستمر السنة عن سنة للمستقبل السينمائي صحيح بس الله أعلم هتخلص على ايه والموضوع حلو يعني لما نشرحه هتلاقي الناس بتاخد جوانب على حساب جوانب حيث أظريف صحيح الفيلم اللي هننتقله دلوقتي هو الفيلم الأحدث على منصة أبل ده بيني بابل ده بيني بابل بيستكمل معانا ترند مهمة أوي هذا الموسم هل لاحظت؟ اللي هو القصص الحقيقية القصص الحقيقية جبنا قصة مسلسل أوبر قصة شركة أوبر قصة شركة سبوتيفاي حقيقة الأغاني قصة اللي اخترعت اسمه دروب آوت هذي اللي طلعت في الأخير انها هي مزيفة أصلا قال لك انها عالمة وتقدر من قطرة الدم تحلل الدم كله اللي انسجنت الآن فالعام كان قصص الشركات كانت مكتسحة وورك وي وورك الغني هذا اللي شعره طويل اللي تكلم بطريقة تقدر غريبة وفتح الشركات واخد تمويل عالي وفالخير برضو طلع نصاب فالعام كان تركيز مسلسلات شركات أو مسلسلات قصص حقيقية على الشركات والسنة هذه داخلين على الأفلام أفلام Air Blackberry اسمه ايه افتكر معايا Air و Blackberry وتترس وتترس وده وده اللي بنتكلم عنه ده حين وده ده بيني بابل قصة أحد الأمور اللي أثرت هوس المجتمع العالمي والمجتمع الغربي بالتحديد في تصميم الألعاب المحشية العادية اللي احنا عارفين هادية ولكن بأحجام صغيرة وبتحكم عبقري في استراتيجية الطرح بتاعها اللي هي طاي أنا أول ما شفت كلمة طاي افتكرت أنا شفت ده بالفعل قبل كده واستراتيجية طرح عبقرية جدا في كيفية التحكم في حجم السوق بإيه طرح إمتى وإيه تمنع إمتى لغاية لما الحاجات دي اصبحت من المقتنيات الندرة اللي ليها برصة وليها سوق وليها تجارة والناس بتعتمد عليها كمدخرات وكتبت على المجتمع الأمريكي كله الفيلم دوت بيحكي قصة الرجل والنساء الثلاث اللي وراء هذه القصة والسرعات اللي بينهم وغيرين بعض وإزاي هذه البابل أو هذه الفقاعة تضخمت وإزاي في النهاية كعادة أي بابل في الدنيا انفجرت إيه رأيت في الفيلم أنا حبيت في الفيلم إنه من بداية وكده قل لك إنه إحنا عندنا الشركة والشركة دي نجحت نجاح مهول وعندنا لكل شخص بيقولون السبب هو في النجاح ده سواء اللي اخترع على العاب هادي سواء الشخصيات التلاتة النسائية اللي كل شخصية كان لها أثر في كبرى الشركة في الاختراع نفسه فيه 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 وما إلى ذلك فأنا كنت حاببة الجانب ده وبعدين بناخد إنه كل قصة بنشوفها على حدة وترتبط الأمور كلها مع بعض قصة حلوة قصة مسلية إلى حد ما بس أنا اللي زعلان منه إنه كان ممكن وأنا هذا اللي أفضل في الأفلام الحقيقية أو الأفلام اللي مبنية على قصص حقيقية طالما أنت كده ولا كده هتكتب أشياء فكشنال غصبا عنك هتاخد الدراما الموضوع الحقيقي وطاعمه بأشياء درامية وأشياء من خيال الكتاب كنت حابب إنه نزيد جرعة دراما حبة لأنه يستوعب الفيلم إنه يكون فيه جرعة درامية حبتين الشخصيات اللي عندنا ما هي سطحية أبدا سواء العلاقات الزوجية العلاقات العملية الوظيفية كل هذه الأمور شعر قوية يعني فالجوانب السطحية منها ما كانت سيئة لدرجة أن طفشتني من الفيلم بس كممكن ترفع الفيلم من 6 إلى 8 بالراحة بالراحة عندك قصة جميلة إنها تروع الشيء الثاني الغير ملم بكيفية عمل المزادات وكيفية عمل على ما يقولوا كيف نقول عليها تجارة المقتنيات أو تجارة السلع المحدودة هذه تجارة عالمية موجودة يمكن اليومين دي أو خلال الثلاث سنوات اللي فاتت دي كلها أكثر تجارة وصلت وأخذت الببل ده الكبير ومستنين الآن متى ممكن تنفجر عالم الساعات اللي حب الساعات الآن واللي يشتري ساعات خصوصا روليكس والأي بي والحاجات دي كلها حيلاقي إنه سعرها الآن بين باع في السوق ثلاثة أضعاف لأربع أضعاف سعر الساعة اللي هو غالي أصلا ليش؟ لأنه الطلب عليها أكتر من اللي الشركات بتقدم وأكتر من قدرة الشركة على التصنيع فوصلت لمرحلة إنها ما هي مجرد ساعة البس عشان أحب الساعات عشان الفخامة مثلا صارت ناس تأخذها وتقتنيها للاستثمار عارفة لو أخذتها اليوم بسعر معين هيزيد هذا السعر لو سبتها مع الوقت وقدر أبيعها مرة تانية فهذا موضوع مو سهل مو موضوع كل مين يقرفوا مو أي شخص حيتابع الفيلم يقول أنا فاهم إيش قصدهم حاولوا يبسطوا حاولوا يسهلوا لكن أشك إنه موصلوا لمرحلة التثقيفية إنه أنا أعرف أوه صح هذا ممكن يشوفوا في حياته وأنا أحب الأفلام اللي توصل للمشاهد إنه بس ياخد ضيصة حلوة لأ حتى يثقف يعرف إنه فيه جوانب حياتية معينة بتصير حولينا أنا أشوف إنه فشل في دي النقطة بس كان مثير كفاية إنه يخلينا تابع للأخير أنا شايف إنه في المتوسط حلو سهل المتابعته يعني يخلي يدفعك للمتابعة ويقدم لك وجبات من التسلية كل شوية أعتقد إن أحلى عنصر في هذه الوجبات هي إنك بتكونش تعرف أي حاجة عن هذه الحدوطة وتقعد تتساءل هو معقول اللي أنا أتفرج عليه ده واتحصل ولا ما حصلش حقيقي هم ما أقدموش فكرة البورصة بأفضل صورة ممكنة أنا منتفق مع ماهر بس عداك بالمراحل بتاع التضخم هذه الظاهرة المجنونة ولما تقعد تتفرج عليها تستعجب وتشوف إزاي الكلام ده حصل وتستعجب أكتر لما تشغل موخك شوية وتكتشف أنه لسه بيحصل لغاية النهاردة وإحنا ممكن نكون في وسط أربعة خمسة بابل حالياً وإحنا مش وغدين بالمس الفيلم فيه تلاعب الخطوط الزمنية كنت أقول لمهر لمامك بعمل لك كريستوفر نولم في البيت فيه بعض تلاعب الخطوط الزمنية بشكل كويس مش وغش لأن احنا زي ما بنقول عندنا أربع مناضير أو يومنا الحقيقة تلت مناضير مش أربعة لأن صاحب المنظور الرئيسي ما بيتم اشترحه من أساسه هم التلاتة الستات اللي بيهموا بالنسبة لنا في القدر الأكبر وهو في النص الشخصية الكوربروت اللي احنا عارفينها دايماً صاحب الإبداع القليل صاحب البصلة الأخلاقية المنهارة المخادع النصاب اللي بيتحك على الستات الأمور ده كله اللي احنا متعودين عليه بس التلاعب المنظور عملين أن ننتقل منه بشكل كويس بشكل وحش أنا ما بيتريقش على التايم لاينز على أساس إنها وحشة أنا بس بيتريق على إنها مش مكانها قوية أنا ما كنتش متوقعها داخل هذا الفيلم لكن لما تكتشف الطريقة اللي تلاعب بها بتخلي بعض الأحداث مصيرة شوية للاهتمام لأنه بيقطع في منظور معين وينتقل لمنظور معين وبيتلاعب زمنياً وبيقدم الموضوع دوت بشكل متقن ومش بطال الأداءات التمثيلية عندنا في البطولة زجلي في يناكز في دور مش شبه وخالص أول مرة نشوفه في هذا الموضوع وأول مرة في حياتي أنا شخصياً نشوفه من غير دقب وحلو حلو وعنده شوية إخفقت يعني هو عنده مشهد انهيار عاطفي أنا شايف له كنسية جده يعني ما حستش إنه هي مكانه بس في العادي في الحتة بتاعة إنك مش فاهم هو إيه بالظبط ديت هو كويس ولا وحش هو نصاب ولا لأ هو صادق ولا كاذب والأمور دي كده لأ لعبها حلوة قوي قوي كمان عندنا إليزابيت بانكز وعندنا سارة اسمها إيه سنوك سارة سنوك شاب بتاعت ساكسيشن واحنا نعرفها من قبل كده من بري دستنيشن وعارفين من البداية ممثالة كويسة جدا وكويسة جدا في الفيلم ده من عوامل الجدد المهمة يعني اللي تختف عين المجال فمشكلتي معاه الحقيقية هو إنه في أول نص ساعة قريبا مش فيلم مش فيلم خالص يعني هو عدد كبير من الأحداث اللي هو عاوز يقولك إنها حصلت وهو ما عندوش تبرير مقنع لها فهو مش عارف يقنعك بيها إزاي دول تلموا على بعض إزاي الفكرة طلعت إزاي إزاي حد يعيش عمره كله فاشل ويكتشف النجاح فجأة من حاجة بدون أي مقدمات وبدون أي مصادر إلهام ولا أي حاجة في الدنيا دخول شخصيتين على الخط معانا بشكل عشوائي فهو في أول نص ساعة تقريبا مش فيلم موضوع صعب قوي لغاية زي ما يكون هو شخصيا كان عاوز يجري علشان يبتدي يتلاعب بالتايم لاينز ويبتدي يقدم لك عناصر الجذب اللي موجودة عنده بالإضافة لعنصر للإبهار بتاع إنك لو عشت القصة دي بترجع تعيشها تاني ولو ما عشتهاش تبقى ممبهر من أنها بتتقدم من أولو وأنا موافق لو ماهر حاولي غششنا التقييم في النص إنه هو في حتة الستة أنا موافق جدا وأنا أنا 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 اللي مرة حبيته إنه في حتة كده جات في الفيلم قاعدت تقول هادي لو كانت في فيلم تاني قاعدت حتكون جبروت فكرة المنظور اللي أنا كنت أحسب التايم لاين ماشي بشيء وفجأة نكتشف لا إحنا كل اللي شفناه ده يعتبر في تايم لاين مختلف تماما ما أبغى أحرك بس الحتة تبع اللي كان متزوجها إنه هي ثابته في اللحظة اللي جات الموظفة فيها أنا كنت أحسب إنه الموظفة دي موجودة طول الوقت وهي ما زالت كمان موجودة بس صارت مرمية على جنب أنا نما قلت ابن الذين يعني حركة حلوة دي لو موجودة فيلم عارف دي فكرتني بإيمن غير ما قطعك الخدعة الكبرى العملاقة الرائعة في نهاية فيلم انترستيلر لما بتكتشف إن اللي كان بيبعث الرسائل من الأول والشبح اللي وراء المكتبة كان هو شخصيا أنا سعتها في المراجعة سرخت وقلت لهم يا جماعة دي فكرة مش أصلية وتقدمت في فيلم تاني أقل أهمية بكتير أو اللي هو إنزيديس شابتر 2 إنزيديس شابتر 2 هو أول فيلم أقدم الفكرة دي أول فيلم أنا شفته عن نفسي بس عشان ده إنزيديس محدش لاحظ ومحدش ضخم من اللحظة ولكن عشان ده انترستيلر وكريستوفر نولن فيا زي ما أنت قلت بالظبط دي لو بتتقدم في فيلم تاني أكبر شوية يا خابر لحظة لحظة مهولة وكيف فعلا فعلا ما كان في شي يرمز لأنه الفترة الزمنية متقاربة نوعا ما لا في تغيير ملابس لا في تغيير في شي الحالة المعيشية حقته ما تغيرت بشكل كبير جدا صح فكانت مرة يعني سموذ كده يعني كانت شفت مرة جميل جا اكتشافها بقريتها بيتم فقط لما بيتم استدعاءها في النهاية لما بيرسلك بقى كل الكروت فتقول يا خابر بيت بضحك عليها حلوة وغير كده نرجع مرة تانية كان ممكن يكون دراميا أفضل وكان ممكن يكون فيلم كويس أفضل من كده بكتير بس هو حاول يحشر أشياء كتير مع بعض في نفس المكان كان محتاج السنابينس بتاعت اير بتاعت بيك شورت بتاعت الكلام ده انك تكون مغتنع زي كمشاهد ان احنا بنتفرج على حاجة سخيفة ان هو ده وقع ريديكلس اللي احنا شفتناه ده وقت شيء في المنتهى السخافة في الدنيا انك تصدق ان الناس كانت عايشها ومحدش قافش دي العبقرية اللي كانت موجودة في ده بيك شورت وحنا بنكلم على كرسة أهم بكتير وببل أضخم بكتير بس اشوف هو تعمل معاه بخفة عملة ازاي في أغلب الأحباد ده واخد نفسه جد اكتر من اللازم انا بغى اسقط هذا الموضوع الان على اوبنهايمر وحنجيله بعد شوية هنا يجي الفرق بين الافلام اللي صنعت للمشاهدة العامة لأي شخص تفرج وبين الافلام اللي صنعت اي شخص تفرج بس هيستمتع اكثر اللي عنده معلومات عن بوب كولتر معلومات عن التاريخ معلومات عن الشأن الامريكي معلومات عن طريقة حياته معلومات عن التكنولوجي فكرة انه اي بي بدأت فكرة انه انترنت كيف غير طريقة التجارة غير عملية سبلاي تشين وطريقة الامداد لو عندك دي الحاجات اللي هي تعتبر حاجة عامة هتشوف الفيليم بمنظور مختلف تكة عن واحد ما عنده دي الخلفيات كلها حيينبسط تلك بالدراما اللي فيه بس ما هيقدر بعض الجوانب اللي موجودة في الفيليم يعني وهذه اللي أظن في الفيليم ده جزء منه مع انه أقل بكتير من اي فيلم تاني بس لو عندك الجوانب دي هتقدره اكتر ننتقل بعد كده طلعنا من نتفلكس رحنا ابل تي في نرجع تاني نتفلكس مع تمثيل العربي الأوحد في قائمتنا النهاردة وهو الفيلم السعودي راس براس معك المايكروفون أبغى فرصة كده أبارك لمالك نجر أبارك لعبد العديد المزيني أبارك لعاد الرضوان بطل الفيلم على نزول الفيلم طبعا وهذا أول فيلم المزيني بشركة جديدة اسمها سرب هما عندهم شركة ميركوت اللي هي حبقة مسامير المزيني طلع بشركة اسمها سرب والآن طلعوا فيلم حقيقي ومالك نجر هذي أول تجربة إخراجية له لفيلم حقيقي مالك نجر يخرج الأفلال المسلسل حق مسامير فيلم مسامير وغيره وهذي أول تجربة إخراجية له ففي البداية كده مبروك يا شباب كما جاتني فرصة أبارك لكم أونلاين أو في السوشيال ميديا بس مبروك ونخلي دي خلصنا من مباركة وكل الحاجات الثانية الفيلم بيتكلم عن مدينة خيالية بذيخة اسمها بذيخة تمام مدينة كده تقدر تقول أنا فأنا في أول الفيلم ما كنتش عارف هم بيقولوا إيه ما لش يا جماعة كامر يحب بكل جمهور السعودي أنا لسا لغاية دلوقتي بعتمد على الترجمة إلى حد كبير عشان أتابع اللي بيتقال فلما كانوا بيكتبوها بالانجليزي وأنا ملأقتهاش وهم بيقولوا بالعربي كنت تفكرت دل مدينة اسمها البطيخة وبايدوي هذا الشي اللي همرة حابوا في الفيلم الفيلم حقنا يعني معلش الفيلم إذا كان حلو هيشدك حتى لو كانت ثقافة محدودة المفروض إنه هذا اللي يعملوا بس لو عملت الفيلم عام حتخرج في موضوع اللهجة البيضة وموجوع الأشياء العامة وتفقد الحسة الثقافية حق الفيلم وحسة الثقافية هذا الفيلم عالي 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 جدا وهذا اللي أنا حبه بداية من اسم المدينة دي اللي هي بديخة فبديخة دي كأنك تتكلم على عارف الحقون السوبر هيروز هيلز كيتشن أو غوثم شي كده معفن يعني مليان جريمة ومليان دمار ومليان كل شي فهم حاولوا يعملوا حاجة من ده المنظور الفيلم في الأساس كوميدي ما في أي شي جات الفيلم فيه أكشن أنا عادة وما أدري صلحني إذا أنا غلطانة أو إذا أنا أحس بهذا الإحساس لحالي يمكن في الأفلام المصرية تعودتوا عليها بس إحنا في أي إنتاج سعودي أو خلنا أمددها شوية خليجي أول ما أشوف مسدسات ومدري مين أبدأ كرنج اللي آه هذا مو إحنا عارف ليش اللي مسدس ومان ماني والي فينا أشوف أنا بهم موالي فينا تخيولي بشكل أي 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 أنا جايك أنا جايك جايك الكلام أغلب اللي كانوا يجيبوا زمان في المسدسات هذا يجيبوه بطريقة أمريكانية بحت ومدري ومطاردات ومدريمين ويعملون فيه شغل أمريكان فيبان فيها الكرنج أول تجربة فيها شغل الأكشن وكان مفوفق أعملها مالك نجر في مسامير كان سوى قصة أكشن من غير ما أحسنا كرنج فقلنا يمكن أن الانيميشن ساعدوا خاص عديها ثاني مرة شفتها كويسة كان فيلم مسلسل رشاش وعلى ام بي سي جاءوا مثلين سعوديين ويعقوب الفرحان عمل دور إجرامي رهيب ومسقطه للمسدس ومدريع حسيتوا أنه ممكن هذه حاجة تكون عندنا كده وسائرة بالطريقة بس كمان ترجع تقول مبني على قصة حقيقية وأنا بتفرج على واحد أصلا معروف في التاريخ إنه هو مجرم فيمكن عشان كده تقبلته هذه أول مرة أشوف فيلم أو حاجة إنتاج سعودي فيها أكشن فيها استخدام المسدسات مفرط وما أحس بالكرنج فهذه تنحسب لهم ويمكن الجانب الساخر الجانب الكوميدي العالم الغريب ساعة الموضوع ده يمكن لو حطوها بواقعية أكثر ما كان ساهم بس هنا كل شيء كان يساعد أن تتقبل هذا الشيء بصدر رحب وهنا يجي للقيمة الفنية والقيمة الإنتاجية للعمل اللي أشوفها كانت جدا عالية عندي جوانب كتير أبقى أتكلم عنها بس أبغى أسمع منك أول حاجة أنا مجهز كم حاجة بس أبغى أسمع منك قبل ما أنا أتكلم فأقول لي إيش رائعك في الفيلم ما مبسطتش قوي حسيت بأن في حرص على الستايل في كل حاجة على حساب كل حاجة تانية الله يكبر أنا تعبت أنا تعبت الفيلم جماليا وبصريا يا إخوان جميل جميل بس عارف جميل لأي الدرجة أنه مصطنع أنه ما في استخدام بصري فات في القصة أو فات في الحدث أكثر من أنه جماليا حلو أنت اليوم في أي فيلم وفي حرص عليه على حساب كل حاجة تانية على حساب كل شيء يعني خلنا أدي ثلاثة أمثلة وخلنا أسمع منك يا محمود واحد أول شيء من الاستخدامات زوايا الكاميرا مثلا استخدامات حلوة كده جماليا بس صريحة حلوة لما أنت تشوف الاستخدام ده جاء على أي أساس فاضي فارغ جيت صورتلك الزاوية من تحت وكلهم جالسين أوكي طيب هل في إحساس معين تتوصل هنا؟ لا الكاميرا كل شوية تلف على حاجة مثلا باب يتفتح مدريئة هل ده الشيء يعني أنت بتوصل لي أنه إحنا داخلين من مكان للثاني انتقال كبير في المشهد عشان كده بتعملي القلبة؟ ما شفت الشيء ده الموسيقى على رغم من اختيارات الموسيقى جميلة وأنا يعجبني مالك أصلا عنده إذن حلوى يعرف كيف استخدمه شفناه في مسامير أول بس مثلا لو جينا على الموسيقى كثير كثير في كل مشهد تدخلي يعني كنت داخل أسمع فلقة أسمع شريط مسجل يعني كنت داخل أسمع حفلة من داخل أشوف فيلم الاستخدامات الموسيقية كثيرة ومتكررة ما صار لها أثر لما تظهر مفروض أنه لما يجي الموسيقى يكون معاها حاجة حلوة الاستخدامات كانت جدا جدا كثيرة آخر نقطة بقولها واللي أتمنى كل صناعة الأفلام في السعودية يقللوا منها لأنه خلاص خلاص صارت في كل فيلم السلو موشن ترى مو كل شي تعمل على السلو موشن لينش في كل مشهد تخرج منه وانت بتوظف سلو موشن داخل فيلم في الأساس إقاعه بطيء بطيء وفيلم أصلا طوله ساعة ونص فانت لو شلت سلو موشن ده أنا ما حسبتها الفيلم ده يبغاله مشاهدة ثانية عشان أقدر أنا أقدر أمسك العيوب دي وأشرحها بشكل إساي أو بشكل بحثي أكثر أنا هدي باسم مشاهدة واحدة سلو موشن دي أنا متأكد فيلم ساعة ونص لو شلني سلو موشن ده والله ما أبغى أرمي رقم بس قول عشر دقائق عشر دقائق من فيلم ساعة ونص ترى كثير في كل حالة لازم أمشي لك ببطيء وأعمل لك مدرئين ما يستاهل ده كله فالاستخدامات التوظيف حق الكاميرا جميلة بصريا فاضية لخدمة الحدث وخدمة الشخصيات اللي موجودة فيها استخدام الموسيقى متكرر بطريقة ما لها ثيم معين لو ناخد والفيلم ترى متأثر أو يمكن هذه وجهة نظري قل لي إذا توفقني على هذه وجهة النظر وهذا شي عادي أنا ما أشوف أنه عيب أبدا كويس أن الواحد بداية حياته الإخراجية يكون متأثر من كل المخرجين في العالم هذا شي طبيعي وكل الناس بيمروا فيه فيلم فيه لوترنتين ومره مرة كثير في أشياء جوانب كثيرة ويتقررت شويتين كمان ويتقررت خليط خليط كده خليط من كل حاجة الخليط ده خليه إنه ما عندك هوية معينة وهذا الكلام سبق وقلته قبل كده عاظون على فارس قدس في فيلم شمس العارف سبق وقلته على علي كلتم إيم كيف في فيلم قصير حقه عنده خليط والله أنا بغى أزور السنتر أبغى سنتر الصورة يلا خلنا سير ويس أندرسن أنا بغى أصور الدخول الموسيق إن الموسيق تكون إيقاء بسيط أو إيقاء بطيء على أحداث سريعة وأكشن ده ترنتين ومره أبغى أصور الأحداث السريعة طريقة إتجار رايت ففي عندك خليط هل خدم الحدث؟ استخدم أتعلم من الناس دي أنا ما عندي مشكلة أعلم من جودة الستايل ولكن زي ما بيقوله دايما إن القادل أجانب بستايل والدوت سبستنس وإنت السبستنس بتاعك داخل أحداث فيلم كوميدي بسيط جدا ده حكم يعني أنت لو حتستخدم كل الحاجات دا لخدمة الكوميديا فيدي تحكي بقى الفيلم الكوميديا ما بقولش إن هو سيء أو ده متقيل فيه أوقات كتير أنا تحكت من قلبي على عدد من المشاهد بس لا يتناسب مع كمية المجهود اللي أنت عملته في الستايل في الافتكاسات لو أنت بتعمل دوت لخدمة إيه بالظبط زي ما ما مهر قال بالظبط لمجرد استعداد إمكانية إنك بتعرف تعمل ده وهنا يجي دور هنا يجي دور كمان حاجة ثانية أنا مرة ثانية هذا أول تجربة المالك على الشاشة يعني ما هو مالك ما نقدم ننتقد إنه واحد طول عمره ورا الشاشة مشروع كويس جبار أكيد حيتعلم منه حيطلع منه بحاجات أفضل بس هذه أنا شايفها مو مالك تحديداً شايفها ترند مكمل مع كثير من صناعة الأفلام عندنا في السعودية صناعة الأعمال ترى خلاص فكرة الإبهار البصري أو مو الإبهار ما وصل الإبهار جمالية التصوير أظن ما مصر ما معنا يوتيوب عشان أبدأ أمبهر بك أو أقول الله جمال بصري هذه أساس لازم يكون موجود تلعب دحين على سينما أنت وراك نتفلكس في دا العمل يعني وراك تكلفة إنتاجية الله أعلم كما عطوك فلوس بس زبطوك كمان إنتاجيين يعني أنت مدعوم فأقل حاجة أتوقعها منك أنك تديني صورة حلوة بس الشيء اللي أنا ما أتوقعه والشيء اللي ممكن تخليني أكون في الصفاك إنه تستخدم الصورة الحلوة دي وتخليها أداة تخليها بطل إضافي عندك في العمل ما تكون ما تكون مصطنعة ما تكون بلا هدف موجود معنا يعني أنا قاعدت أحاول أقول طب يمكن مالكي بيعمل خط جديد ستايل جديد عشان كده أبغى أشوف المشاهدة الثانية بس لقيت إنو هي خليط من مجموعة حاجات من غير ما تكون لها هدف معين واحدة من اللقطات اللي يعني واحدة من قطرة من غيث على قولها جايين هم جلسين ومصورهم من تحت وجايين ومسنتر الكاميرا ورائح طب جماليا حلوة اختيارك للزاوية دي بالظفلة ليه ما كانت شولدر ليه ما كانت أي ليه ما كانت ستريت شرط عادية إيش 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 طلعت منها دي ولو كانت واحدة كان عديناها بس اختيارات كثير كده تلاقي إنو اختيار غريب لزاوية الكاميرا من غير ما يكون فيه أساس للاختيار ده مجرد أنا جبت لكم زاوية حلوة جديدة كده تعالوا نجربها مع بعض وعنده عنده كتير هو عنده عدد من الزاوية أدعي إن أنا ممكن أكون أول مرة أشوفها في حياتي عنده في قرب النهاية مشهد الشخصية اللي هي كل مرة يضحك عليها لجراح يخطو بالضبط حلوة شكل حلوة حلوة وبتصدر شوية كوميديا عشان كده أنا بقول لك الصبستنس اللي احنا طلبينه من فيلم ازاي ده مش لازم أعود أدور على المعاني الدفينة اللي ورق هذه اللقطات بس أنت هدفك الأساسي هو إنك تدحك دي وأنا ما أشوف إنه هو اليوم اللقطات دي مثلا ساعدت في الضحك أو ساعدت إنه أفهم شخصية أو ساعدت إنه تجيب أثر معايا عادة اللقطات دي وإحنا بنتكلم دي حين وان أو وان تصوير يا جماعة ما هو حاجة عميقة وبنحاول نكون فيها مرة مشددين كل استخدام الشوت الفيلم عبارة عن ايه؟ الفيلم عبارة عن مجموعة من التسلسلات كل التسلسل عبارة عن مجموعة من المشاهد كل مشهد مجموعة من الشوت وكل الشوت متاخد بزاوية معينة يخدم المشهد اللي انت بتوصله بس كما نجيني في مشهد واحد أو في تسلسل واحد مليون ألف شوت ما هو متصق مع بعض بطريقة معينة ولا هو جاي بيخدم الشي اللي معايا انت بتركز على الجمالية أكثر من أي حاجة تانية ويمكن يكون متأثر شوية بالخلفية الكارتونية ان في شخصيات تحس انها مرسومة على سكيتش من قبل ما تتصور على الشاشة يعني الشخصية بتاعة أبو غدرة بالبيني اللي هو لابسها على دماغه اللي بتاع ديت الشخصية بتاعة الراجل بتاع المتفجرات بالجوجلز اللي عليه انا شايفهم سكيتشات which is nice على فكرة حلوة حلوة انت متأثر بده وبتنقل ده بس برضو اخدم بيه حاجة وعلى فكرة دون من الشخصات تجيادكم بس أنا عندي تحفظ قبل موضوع الستايل كمان وهو الأمر اللي كان مصعب على تجربة المشاهدة حقيقي هو فعلا الإقاع البطيء للتسلسلات ولوحدة المشاهدة أول نص ساعة كانت كل حاجة بتتحرك ببطء مش معقولة أول نص ساعة أو 40 دقيقة كانت كارثة أنا جالس لأنه مرة قلبي مع الفيلم لأنه أحب الناس اللي شغالة ورا الكاميرا أحب اللي كتب أحب المثلين عادي الحبيبي وصاحبي من زمن أتمنى إنهم ينجحوا وأبغى أمبسط بنجاعتهم فقاعد أول نص ساعة 40 دقيقة أنا قاعد يا الله يا جماعة هذا اللي طلع معنا أول 40 دقيقة ضائعة 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 لا ستب كان كويس ولا أي شيء كده الأمور بس ماشية أول ما بدأنا رحنا على بذيخة وبدأنا ندخل بدأ الإقاع عنده يسرع شوية بدأنا نحس بأشياء كويسة واللي عجبني الكتابة ككتابة ممكن ننتقد بعض الأمور بس حبيت أن كل شي تم تقديمه صار فيه payout في الأخير أعطالك فايدة منها في الأخير استخدامات كده بسيطة ولطيفة وجميلة ما كانت سيئة أبدا أبدا في الأخير فأنا مبسط معاك في الأخير البداية كانت مأساوية بالنسبة لي صح؟ ما كانت بالمستوى اللي تبدأ فيه تبدأ فيه فيلم حاول اعتمد فيه على الكوميديا أرجى عيدها للمرة المليون الكوميديا في السعودية كوميديا من الدرجة الأولى بس أول نص ساعة كأني أتفرج على سكتش مرة ثانية من خنبلة ولا من أي حاجة ومن أنا داخل الفيلم كده يعطيني انطباع أول ما دخلنا في بذيخة ودخلت هذا العالم ودخلنا في القصة ودمشت معهم أكثر صراعا فرن إيش كنت بغى أقول حاجة ثانية على الفيلم ووجياتنا عدل اللي هو شخصية البطل السواء صح؟ إيوه عنده طريقة بيصرخ بها من أجب ما يمكن كنت بحكة من غير معرفة وبيقول لا رهيب في الآخر الفيلم لما ظهرت البنت البحبال لطيفة على هذه الطريقة مش ممكن أنا أكتشخت بحكة لا أنا شو أنا ضحكت في الفيلم أنا مبسطت مع الأحداث اللي صارت حبيت التسلسل اللي في الأخير مرة زودوها في بعض الأمور يعني صارت شوية كوميكي بس في الأخير هي تجربة كاملة بس لو جينا حتى على الإنتاج البصري إنتاج بذيخة نفسها في جوانب كانت حلوة أحسيت فعلا أنه إحنا بحارة مع الدوم ومدريئة بس يمديك تشوفها يمديك تشوف أنه ست يمديك تشوف أنه أنت قاعد في مكان تصوير وليس مكان واقعي وحقيقي يمكن عشان أول تجربة الشباب لسه يتعلموا واضح معي أنه أنا كأني قاعد في مسرح وهذه الأشياء محطوطة قدامي على المسرح فاهمني يا محمود كأني قاعد على مسرح وفي ديكور كده محطوطة وراء مش أنه حاجة ثانية غير الإضاءة يا أخوان هيا نفس الإضاءة حقي أحمر وزرق في كل مكان والله أفتكرت الستيديو حقي نفسها واللي أنا دائما بأنتقد أصلا فيها لأنه هذه حاجة قديمة ومن زوانة إنسان على قدي ولا أعرف أخرج ولا أعرف أسوي ولا عندي دماغ أسوي فهينت ترجع نفس الشي ونفس الحاجة والشباك من بره لون أبريل وأزرق ولون أحمر أحس أنه مرة ثانية في ما توفقوا الشباب في تاتشياء ما بين الدمج بين المتعة البصرية وأنها تكون مدمجة بالأحداث وأنها تسيب أثر على الحدث الشي الثاني أن أنت بنيت ست حلو وجميل كممكن يأثر بس اللي عنده واللي والفعين والناس اللي تتفرج اليوم والإنتاجات الغربية وكده هيبدأ برضو مرة ثانية وشوف أنك رح تومتش والله لو أخذ حارة معدومة لو دخل حارة معدومة وأخذ فيها إذن تصوير وبهدل فيها شوية كان أنا بالنسبة لي أتوقع هتكون أفضل بكثير من الست المتكامل ده اللي عمله اللي بالنسبة لي واضح أنه عبارة عن ست كأنه قاعد فيها مصرحة فهذه كانت ودي فعلا أنت قلت الإقاع الإقاع بس كده هذا هو بس فيلم إن شاب فيلم حلو طبعا وياريت نخرج من النغمة دي ياريت نخرج من نغمة إيش إيش دا كل يوم شفت وقاعدت قلت بالله يعني رميت كده الجوال إيش كان إيش كان بيقول ينقل السينما السعودية لمستوى جديد لا 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 صراحة لا لا مرة إحنا ما زلنا قاعدين نلعب في نفس الحارة بكل أمانة لسه بنحاول مو مشكلة بنجرب هذا يعتبر الستايل جديد إلى الآن من ناحية البصرية من ناحية القصص عندنا شمس المعارف كان حلو قصصيا ودراميا وحتى كوميديا كان حلو حد الطار كان دراميا حلو الهامور يمكن أكثر فيلم متكامل من ناحية أن يعطينا قصة وكانت قصة حديثية ممكن نقول أنها تقربة الأكثر نطجا الأكثر نطجا الأكثر نطجا الفيلم ده ما قدر أقارنه معهم لأنه قدم تجربة مختلفة لكنه سقف جديد لا كده قاعد تعلي على غيرك ما يحتاج أن يعلي على بعض كل واحد قاعد يجرب في مجال جديد وبيطلع في حتة جديدة وبيروح وكتجربة أولى اللي مالك نجر خلف الكاميرا هو جرب ونعرف مالك يجرب ويستفيد ويرجع يتعلم منها قدام زي ما صار معاه في الفيلم زي ما عامل الموسم الأول والثاني من المسامير وكل تجربة إن شاء الله بتكون ناجحة وبيتعلم منها مالك نفسه تمثيلية بالنسبة لي في فيلم ده أحسن من إخراجية هو كم معهم هو مالك أنهيدور اللي كان الفندق اللي كان استقبلهم الرقل بتاع استقبل الفندق فشيخ رهيب رهيب يا الله لأنه مالك مالك لاسع أنا أقولها اللي ما يعرف مالك مالك إنسان عجله ممعا يعني دايماً كده عارف عنده أفكار شاطحة بجنود هو عنده دايماً الحاجة اللي بقولها في حتة الحس الكوميدي هو عنده حس كوميدي واضح جداً وأنا عندي الأدوات اللي بقرة بيها ده بس هو معرفش عكسه بشكل كويس دو الفيلم من الأدوات اللي بقرة بيها الموضوع ده اختيار أسماء الشخصيات أسماء الشخصيات بتضحك يعني لوحدها كده من غير أي حاجة بتضحك ومش أي اسم سخيف بيدحك يا جماعة على فكرة فيه اختيار لبعض الأسماء تليها بتضحك إن البطل بتاعك اسمه فياض أو الشخصيات التانية فيلم غير معتاد اسم غير معتاد اسم غير دارج وأول ما تسمعه وتلاقي وتشوف وش الشخصيات تضحك والحاجة التانية الأرقام اللي بتضحك الرجل وهو بيديهم الحسام بتاع الغرفة ستلاف ومئة ريال رقم بيدحك ما تسألنيش إزاي بس الرقم بيدحك من فتح كلام كده فهو عنده الحس ده بس يمكن فعلا النهلة الكبيرة بتاعة التجربة زي ما ماهر قال من المقبول جدا إن بتكون لسا تتعلم وليسا تتطور وإحنا عملين نتكلم على إن الناس لسا جوه نفس المرحلة أو نفس جوه نفس الحرس زي ما ماهر بيقول دورنا إحنا كمراجعين إن إحنا نرصد ده إن إحنا نفضل نقول التجربة ده تحركتنا قد إيه ولكن أنا مش بحسبك عليها وبقول إن أنا طالب منك نهضة أي الكل اللي بنتكلم فيه دورة حزب الثلاث سنين من المنطقي والمقبول جدا أنا تكون لسا بتجرب جوه أنا مثلا على مثال الكوميديا وهنا اللي أخذ راحته فيها وهنا وأنا عارف مالك من زمان نفسه يخش فيه أدوار حوارية كويس الحوار موسيق النص موسيق بس كان ممكن يكون أفضل لأنه أنا عارف إنه مالك يحب ياخد ويعطي فين أجمل منطقة أنا بالنسبة لي وحسيت أخذ راحته فيها لما هو مثل دور حق الفندق اللي بيحكيهم على ليش الإيجار غالي وليش مين اللي استأجر الغرفة قبل كده وإيش عمل في الغرفة ولما استدعاها بعدها على طوله وهو طلع بالتنب بالزبط بالزبط علي أن نعم لو طلعت لأيت تنج ونزورها فتسلسل حلو خرجك من المود حاجة ما لها داعي أصلا في اللسائر كله بس كانت إسقاطة حلوة فأنا مرة حبيته وتجربة جميلة يكمل عليها ويطلع وبحكم إنها أول فيلم وبحكم إنه طول عمره قاعد إخراجين وراء الأنيميشن طبعا في الأخير هو إخراج بس إخراج الأنيميشن والأدوات اللي معاها غير أخراج ناس حقيقيين والتعامل معاها فواحدة من الأشياء اللي دايما مالك يحس بالفقر فيها وينزلها في حساباته دائما يجب لك مشهد من مسامير مثلا ويوريك من فين أخذ المشهد دا من مكان عشوائي كده من الرياض سور في الرياض نفسه جاء أخده هو استدعم مسامير داخل الفيلم دا كثير شخصيات مبنية عليه وحطاها السيشة كمان اي وحطاها أكيد طبعا إذا ما حطاها مين نحطها فبشكل عام تجربة كويسة يا جماعة بس نحاول التون خلاص لنا بنسوي أفلام سنين فكرة أن كل فيلم لازم يأخذنا مرحلة جديدة مو شرط ممكن بيكتشف فرع جديد وهذا اللي بيسوي هذا الفيلم إلى الآن عندنا أفلام قصة حقيقية وصارت قصة درامية طويلة وصارت قصة كوميدية وطويلة وصارت قصة فبدينا نتشعب بس لا نعلي على بعض وكل ما ينزل الفيلم نطلعه من اللي فيه لأن المشاهد العادي لما نشوف الكلام دايبي نقال عليه في السوشيال ميديا هيدخل بتوقعات عالية لو دخل بتوقعات عالية وشاف اللي احنا شفناه ممكن تكون ردة فعله سلبية نمتقد ونقول الكلام الكويس واللي مو كويس من غير ما نعلي على بعض لا نعلي على الأفلام اللي جاية والشاهد أنه السنة دي احنا لست ممتظرين فيلمين في عندك حوجا حكبراء أتمنى ان يكون فيلم كويس مرة خايف من الـ مرة خايف من بعض العوامل لما نجي الفيلم نتكلم فيها وفيلم أعلن عنه علي الكلثمي اسمه مندوب الليل سيعرض الآن في تورنتو وما أدري متاح يوردت السنة بس أتمنى أن يعرض أنا أظن أن مندوب الليل فيلم قصير لا أنا أعرف أنه فيلم طويل من أول أفلام تلفاز الطويل أظن أظن أتمنى أنه صح لأنه خلاص تلفاز أنا مستني منها فيلم طويل لأنه قاله المسطار مو إنتاج تلفاز بالكامل وتجربة كانت تجارية فأنا أمل مع علي الكلثمي وفيلم مندوب الليل أصلاً البوستر ما يوحي لك إنه كوميديا وما مانع الكوميديا بس أنا نستني من الناس هذه تطلع منها هذا الأمل اللي عندنا في السعودية من غيرهم يعني ما في أحد كثير يعني موجودة الصح حلو الكلام يلا نطلع ننتقل لشاشة السينما مرة أخرى مع فيلم رعب عجبك يا خوة ربيعات أنا ملحقت أشوف المراجعة بتاعتك عشان كنت مجري ورا الأفلام بس اللي فهمته الناس كلها عملة تقولي يلحق في فيلم رعب عجب معك فيلم توقتو مي أنا الفيلم هذا دخلته على يعني مجرد أنه يبنملي مرة ثانية نحن في الحصاد أحياناً نلاقي نفساً اللي بنملي القائمة ونتكلم عن اللي موجودة لست مكنتش كبير ونريد أن نلاقي أفلام فقلنا في فيلم نسبة تشكر فيه يلا يلا خلينا ندخل نشوفه صراحةً حلو إنه ما دخلت مغير ما أشوفه التريلر حلو إنه دخلت بتوقعات منخفضة فأنا خرج بتجربة حلوة خرج بتجربة كويسة كويسة جداً ولما من خرجت وقريت عن الفيلم أحترمته كمان زيادة إنه فيلم اللي عملينه أستراليين والشباب اللي عملوه أصلاً يوتيوبر وكانوا يعملوه أفلام قصيرة عندهم يعملوها على اليوتيوب قناتهم موجودة على اليوتيوب وإنه الفيلم من كتر ما كان كويس من أكثر شركات الإنتاج المحترمة للأفلام المستقلة أخذت فيه ما أنتجته بس أخذت الفيلم وتبنته توزيعيين على مستوى العالم فأحترمت الفيلم أكثر بعد كويسة إنه عرفت المعلومات دي بعد ما شفت الفيلم لأنه خفت لو كنت عرفت دي المعلومات قبل كممكن توقعاتي تكون أكبر بس الأمور كانت معاً فأنا خايف الآن إنه أنا برفع توقعات العالم وبعدين نشوفوا حاجة تكون أقل مما يتوقعوا الفيلم مش أجمد شي في الدنيا بس أنا بالنسبة لي أعطاني وجبة جميلة متكاملة لنوعاً ما بأفتقدها في أفلام الرعب خصوصاً فيما يتعلق بموضوع القلق النفسي أنا هذا الشيء دائماً أدور له فيه في أفلام الرعب أنا اتكلمت إنت ماجهتك فرصة تتكلم عن الفيلم فاتكلم نعرف الناس سريعاً لأن الفيلم سبحان الله تخطى الأسبوع الأول ودخل في الأسبوع الثاني ولسه موجود في دور العرض فيمكن يكون في فرصة للناس إنها تتفرق بناء على ترشيح أو حاجة الفيلم بيدور عن مجموعة من الأصدقاء وصلوا لأن أحدهم بحوضاته يد من السراميك زي ما يكون تمثال يد كده لو مسكت وقلت كلمة معينة حتستدعي أحد الأرواح المتوفات وتقدر تسكنك لعدد من السواني والموضوع تحت السيطرة تماماً لأنك بمجرد لما تفك إيدك الموضوع بيخلص فهم بيعتبروها كأحد دفعات الإثارة شبه المخدرات أو شبه حاجة زي كده وبيعملوها بشكل متكرر بدون أي أضرار تقريباً لما في مردنا المرات أحد الأرواح المستدعية بتخلق تجربة عاطفية مختلفة مع أحد الشخصيات وبعد كده بتنطلق الأحداث المرعبة والمخيفة والمقلقة بتاعتنا الفيلم جريء على مستوى استخدام أدوات الرعب بتاعته ممكن يكون صادن في بعض الأحيان اعتماده على ما يمكن أن نسميه بالجومب سكيرز أليل جداً لدرجة أن أقصى درجات الرعب في الفيلم مشاهد الرعب في الفيلم هي مشاهد حوارية مجرد اللي بيقولوه الشخصيات بيوتر اللي بيتفرج بيخليه قلقان بيخليه مش مرتاح تطور التجربة العاطفية بتاعت الشخصيات الرئيسية بتاعتنا مع التجربة اللي خرجت عن السيطرة في أحد مشاهد الفيلم قوية جداً وتجعلك بتفكر لو أنت مكان الشخصية أو لو أنت شايل الحمل النفسي اللي هي شايلة ممكن يكون موقفك إمن اللي بيحصل واختياراتك تكون عاملة إزاي كنت راضي عن الفيلم بدرجة مرتفعة جداً ووصولاً لفصله الأخير اللي أعتقد أنه كان فوضوي شويتين وحط الموضوع في الصندوق اللي مائر صنفه بالزبط بلاش نرفع توقعاتنا لأن الفيلم تقييمه على رؤيته بيتوز أكثر من تسعين ولأن في شركة كبيرة بتتبنى توزيعه والأمور دي كلها زي كده هو فيلم من جيد لجيد جداً في أقصى الأحوال وحقيقي يعني أنا اتديقت من فصله الأخير حسيت أنه فوضوي إلى حب كبير رغم أن مشهد النهاية آخر تسلسل على الشاشة كان قوي جداً أنا تعقيباً على كلام مع محمود كمان حاجة تانية الفيلم يستحق المشاهد تمام؟ في أفلام تستحق المشاهد وفي أفلام عظيمة في أفلام طنش هذا فيلم لا تظن مش هذا فيلم يستحق أنك تشوفه يستحق أنك تدخل في محادثة أو نقاش مع أحد من أصحابك عن الأحداث التي فيه زمان حامل تحين مع محمود عن النهاية عن الأثر الذي سابه فيك وما إلى ذلك الشيء الثاني أنا اللي أعجبني في الفيلم أنه في قوانين أنا أي حاجة بالذات الألعاب والشيء بالذات الأنمي ممكن يقدروا هذا الشيء خصوصاً اللي متعلقين في ديث نوت عشان ما بقولوا هذا فيلم ديث نوت بس ما أقول لكم يعني أنه في قوانين أنه لو مشيت على هذه القوانين ستصير حاجات معينة لو أنك اقتلت بهذه القوانين ستصير معاك أمور ثانية الفيلم الذي قدم لك في قوانين معينة بطريقة مميزة وبيستغل القوانين هذه أفضل استغلال وأنا شايف أنها تم استغلالها بشكل جيد وتوظيفها بشكل جيد في أحداث الفيلم كله أبغى أفهم منك بعدين ما نوصل لفقرة الحرك اللي قصدك فيه من ناحية الفوضوية بس أنا ما أقدر أفتكر غير أنه أنا في النهاية شكت اللي قلت يا ابن الذين عارف كده حسيت حلوة حلوة منك حلوة منك حلوة ما كنت شايفها ما كنت شايفها ما كنت شايفها ما كنت شايفها وختمة حلوة أنه بدينا ونهينا تقريبا بحاجة مماثلة قبل ما نتكلم على تفاصيل الأحداث خناخد الأشياء التقنية في الفيلم أولا 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 البطلة الرئيسية شابو تمثيل بنت أول مرة أنا ما كنت شوفتها في أي مكان تمثيلها مميز أنا ما رفهمش ضمن مثالين من أستراليا يا جماعة أنا ما رفهمش من أولا واحد الأم الأم واجه معلوف الأولاد كلهم البطلة الرئيسية والولد الصغير اللي اسمه رايلي أشكرك أن أنت ستديله حقه أشكرك البطلة الرئيسية واحد لأنه قدرت تخليني أخاف عليها وهي مرعوبة وأخاف منها وهي مرحبة يعني أنا أني أوصل للأتنين دي مو سهل الولد الصغير اللي اسمه رايلي وقلتها ألقى بكده يا محمود في فيلم حقا رأس الكرو ماندي دا شفته أو لا اجهات فرصة أشوفه من الأفلام الرعب برضو اللي السنة دي تستاهل الواحد يشوفه وقلت لك هي في الحصاد السابق كيف أنه ولد صغير ولد صغير قدامك لكن بيتكلم جوته شيطان لدرجة خليك تخاف منه هنا مو بنفس المنظور بس برضو ولد صغير يخليك تخاف منه أنا عايز أخد هنا بوك مارك وأرجعلك وإحنا بنحرق لأن اللي جسده مش مجرد حد كبير دا حاجة تانية خالص أيو 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 أنا الدرجة اللي وصلوا لها من الجرأة في كيفية التفاعل التعامل مع جسد طفل صغير يخليك لا إرادية تفكر في كل الصور اللي عندك يعني اللي يا الله لا لا فأنا كسب معايا كسب معايا غير كده أنا بالنسبالي تسلسل الفيلم هو اللي فاز معايا يا محمود إذا شفت المراجعة حقتي بعدين ستشوفني تكلمت على دين نقطة الفيلم ما دخلك على طول في الرعب أغلب أفلام الرعب الله إحنا دحين في بيت مسكون وأول ما دخلنا خلاص من البداية من يوم نخش باب ندفل في أحد بيراجبني عندكوا لسه ما فيش بريكس في وسط الفيلم صح؟ لا ما عندنا أنت عارف أول تجربة مخيفة في الفيلم بالنسبة للبريك عندنا إمتى؟ متى؟ خلصة البريك اشتغلت على طول يا يا رادي وهذا اللي أنا بالنسبالي اللي فاد الفيلم جدا خصوصا في تعلقك بالشخصية الرئيسية ونك تتفهم تصرفاتها اللي عملتها لو ما بنوها صح من البداية وعلاقاتها مع الأسرة هذه اللي هي تعرفها والماضي اللي مرد فيه وعلاقتها مع أبوها وكل هذه الأمور ولما نحرك هاوضع بشكل أكبر ما كان فاز معايا كل التخبطات وكل القرارات اللي ممكن تعتبر غريبة نوعا ما أو شاذة نوعا ما في الأخير الآن فازت معايا أنا فازت معايا مرة وهنا الرتم اللي فاد بداية الفيلم وراك حاجة مرعبة عشان يقول لك اتطمن ترى أنا هجيب لك حاجة رعب فيه جنان عندنا من أول مشهد والسابق عملت تتسائل احنا هنسترعي له ازاي؟ أيوا فاز معايا فاز معايا فاز معايا وهذه هذه الأشياء اللي أدور عليها وهذه اللي فكرني بمسلسل The Haunting Hill House حق مايك فلانيغن وكيف إنه مو بس يعتمد على الأشياء المرعبة بيعطيك خليك تهتم في الشخصية بنواحي الحزن الفقد الأشياء دي عشان نما نيجي يعمل قرارات في ألحابات الرعب تكون منطقية بالنسبة عليك وأنا هذا اللي بصلني فيه هذا الفيلم نكلم بحرج يلا هم هتكلم بحرج أنا عايز أتكلم على النقطة بتاعتريلي قبل ما ننساها روح يعني بص احنا بنقول مجازا أن هو طفل احنا ما نعرفش إذا كان طفل ولا لا ممكن يكون الممثل أكبر سنا شوية بيقدم شخصية أصغر بشوية مكياج أو إنواجه طفولي والكلام ده بس حتى بالنسبة الممثل اللي هو في مقتبل العشرينات أو في ممتصف العشرينات إنه هو فجأة يتحول لأم لا 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 لأن الشخصية العاطفية اللي احنا بنقول عليها اللي هو استدعاها هي أم واحدة من الشخصيات اللي ماتت وفي أسئلة كبيرة قوي على عملية موتة هل هي انتحار ولا وفاة بالخطأ ولا كلام زي ده وفجأة ابتدى يبص للبنت نظرة أب ويكلمها زي ما يكون أمها يا الله أنا اتسبت عاطفيا ورعبيا في نفس اللحظة وما فيش أي أداء معنا على الشاشة غير الولد بيمثل حطوا قدام كاميرا موبايل وشوف الأداء بتاعوا عمل إزافي المشهد شيء عظيم حقيقي مرحب مرحب ومن الأدوات أنا هنا اللي أتكلم على القوانين يا محمود قال لك ما تعدى تسعين ثانية البنت عدت واحدة تسعين ثانية بثانية تمام؟ وهذا اللي يأثر معنا بشكل كبير ورى لك حاشتين أول شيء يدى لك أن البنت ما يمقتنع أن أمها ماتت منتحرة شوفنا مشهد وهي مع الأم كانوا بيمزحوا بيضحكوا وهذا اللي دايما الناس اللي يفقدوا أحد بانتحار يكونوا ماهم عارفين أم كيف يعانوا مع الاكتئاب أو ما إلى ذلك طب هو كان بينزح معايا هو كان بيضحك معايا فيكونوا ماهم مقتنعين إن هم منتحرين فعندها السؤال دايما دا على أمها إن هي مية منتحرة عندك في بداية الفيلم لما صدموا الكنجر أو ما صدموا شافوا الكنجر دا اللي ميت والولد ساريقولها طب أدعسية وطلعين من المعاناة اللي هو عايش فيها فالبنت سيبه وطوح استدعوب مشهد في الأخير لما هي قاعدة في المستشفى وهو دا السؤال الأخلاقي كله المفروض أتدخل بعدما تأكدت من معاناة هذه الشخصية بإني أنهي معاناته أم لا؟ أيوة فهنا يجي الدور الحلو لأنها عدت 91 ثانية الروح الآن تلبست فيها ما خرجت ما زالت مستمرة معاها هذا من القوانين وشرحوا لنا هي شرح مميز فطالما الروح داخلة فيها معاناة هي تعرف مخاوفها تعرف أمانيها تعرف أحزانها فقدانها فاستغلت كل الأشياء دي عشان تحرك هذه الشخصية بكيفها قدرت تقنعها إن أمها ما ماتت منتحرة تخليها تشك إن أبوها هذا هو أصلاً اللي قاعد معها أبوها فعلاً قاعد يقرر رسالة والرسالة حقيقية وإن أمها بتودعهم لكن قدرت تلعب في دماغها لحد ما وصلنا اللي مرحلة رهيبة لما قتلت أبوها أنا أنا خلاص أنا خرجت من المكان حرام عليك ليه ما عجبك ليه ما عجبك استدعاءه كان صح ليه قولي استدعاء الأم تم بشكل عشوائي فجأة حصل بعد كده قاعدة جديدة تقدمت متأخر جداً بأنهم ابتدوا يلعبوا عليك ألعاب فخد يبالك أنهم ابتدوا يجسدوا لك شخصيات مش معاك دي أول مرة كتتقدم في الفيلم تقدمت واستخدمت في ساعتها على طول لا 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 خد معايا خد مني خد مني القوانين واضحة أنا إنسان أنا ديني القوانين أمشي عليها القوانين بتقول لك لو عديت تسعين ثانية أنت في ملكوت آخر هذور هيتلبسوا معاك بشكل أكبر وده العقابة لنتابي الولد أيوا والأم فضلت معاها لأنها مسكت إيده وهو يتكلم معاه لا 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 الأم قاعدت معاها لأن الأم أصلاً من قبل ما إنها الولد ده يدخل في قبل الولد ما يلعب اللعبة من لعبها هي أولانياً لما الولد نام معاها جنب السرير الشبح معاها لما اليد جات على الولد لا 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 الحادثة ترىيلي الأولانية اللي دخلته في القومة بتاعته والعملية بتاع التهشيم ووشه والكلام ده أيوا دي أول مقابلة لها مع أمها أيوا أول مقابلة وبعدها حصل الاستدعاء بتاع لما كانت نايمة مع الولد وحصل الاستدعاء بتاع المستشفى يعني هي لا 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 خد مني خد مني أنا قصد إقاية ولد عشان لان لخبط لان لخبط بداية الفيلم لما كانت ناما جنب الولد الصغير ماشي اللي بعد اللعبة على طول لما جاء قال لها أنا راح لأخته قال لها أنا خايفة قالت له أن قلع من عندي وراح نام مع صاحبتهم فوق نايمين جباب وهم نايمين الولد الصغير ده جاء له شبح وميش كده شوف له لقطة وجات عليه هذا قبل رأي لي ما يلعب لكن بعد ما مية لعبت وعدت الواحد وتسعين ثانية فمن هنا بيقول لك إنه من هنا أصلا في شي متلبس لمية ما قال لك إنه أمها ولا قال لك أحد وروا لك إنه في أحد متلبس في مية إنه هي عدت الواحد وتسعين ثانية لما نلعبت بعدين مرة ثانية وراي لي لعب بدأ التلبس ده يزيد معاها صارت تشوف إنعكاس لأمها في مكان صارت تشوف أشياء ثانية وزادت بس التلبس مستمر معاها من اللعبة حقتها لما هي عدت الواحد وتسعين ثانية فالشبح ده لو افترضنا جدا إنه دخل فيها مع الأيام مع التفكير هي بتفكر فيه بدأ يفهمها أكتر ويستغل بس الشبح ده ما كانش أمها ده كان واحدة من الأرواح الشريرة اللي بتعادي رايلي وده اللي خوف رايلي لما هي بسط له وقلت له سؤال 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 إنت بصدق إنه دي أمها هذا هو الشبح بيتشكل بالشكل اللي يبغاه فتشكل بشكل أمها لأنه عارف مخاوفها وعارف إش أكتر شي ممكن يمشيها هو الغرض الأخير يبغى يموت الولد يبغى يستمر وياخد الروح دي معاه هذه ليست أمها حقيقية يعني أنت بتقول إنه لما رايلي شاف أمها وكلمها بلسانها ما كانش أمها؟ لا طبعا لا طبعا يا رب أنا فهمت إنه هو أمها بصراحة أنا أبدا أنت ماشي معايا صح الشبح دخل فيها من اللعبة الأولانية بعد ما دخل فيها فهمها وفيهم مخاوفها وكل شي لما جاءت اللحظة إنه يستغل المخاوف حقتها وحبها الأمها وفقدانها الأمها تلبس في رايلي عشان يخليها تستمر وبعدها صار يلعب فيها وفي دماغها لحد ما أقنعها إنها تقتل رايلي وجب لها مشهد الكنقر عشان تفتكر إنها في يوم من الأيام ما قتلت الكنقر وخلته يعاني فاليوم ما نصيب الولد دا رايلي ولازم نقتله عشان لا يعاني إنه عايش الآن بيعيش في معاناة لأنه كل الأرواح قاعدة تاكله لما انشافت هي المنظر دا وفوت له بسيطة الروحي ما هذا الهدف اللي هم عوزيني وصابه للأرواح الشريرة بس هي بالنسبة لها ما تعرف هي تحسب الآن بتعمل الشي الصح له فهذا التلاعب للأرواح بيستغلوها عشانه فقالها بالنسبة لي جاية صح جاية جاية مضبوط جاية مضبوط طيب ليه بقف مشهد موت الأب لما هي قتلت أبوها وما قتلتوش على فكرة وما متش في الآخر بس المشهد دا أمها كان بتحذرها وبتقولها خدي بالك دول بيلعبوا عليك يا السلام عليك هو يعني لو تقبلت هي إيش كان بقيلها دائما عندنا لحظات الخمسة للندم أو اللي يقول لك الحزن عندك دائما الاعتراض بعدين النكران بعدين الغضب بعدين الحاجة ما توصل للتقبل البنتي نقدر نقول إنها مرت بكل المراحل حاجة الجريف كل المراحل حاجة الفقدان ما حاجة مراحل أخي تقبل إن أمها ماتت لأنه إلى الآن ما هي مصدقة الأم اللي شافتها اللي شكناها في المشهد اللي تمزح وتضحك معها اللي دمها خفيف اللي مقبلة على الحياة تكتل نفسها إنها انتحرت أصدقا إنها انتحرت أصلا فهي في عندها في عندها كده مخاوف في عندها أشياء الأبو الغلطة حقته إنه هو ما قري لها الرسالة إلين ما هي واجهته؟ وقالت له يا أبو يا أنت ما قلت لي كل شيء لما جاء وقبلها الرسالة وقاعد يقول لها الكلام الحقيقي وإنه هي فعلا بتودع لو إنها تقبلت هذا الموضوع الشبح اللي جوتها ولا الروح حيفقد القدرة على التحكم فيها على إنها أمها لازم يظل وإنه يتحكم فيها إنه لا الكلام ده غلط أنا أحبك أنا 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 عشان تخلي في الارتباط موجود فهذا اللي خلاها تقتل أبوها لا هي حذرتها دي أمها حذرتها قالت لها اللي بيخبط على الباب واللي حيدخل دوت مش أبوكي دول هم إتسنات ماكس دول بيعملولك واقع دول ما عرفش مين يعني من الآخر كانت بتحذرها من إنها تقتل أبوها خد يبالك لأن في لعبة بتتلعب عليك بتقول لها انتبهي ده مو أبوكي فأنت هي لما أغم عليها الله فعلا مش أبوها بقي خد مني خد مني ومو أبوها المشهد اللي شفناه كله في خيالها لما جاء أبوها وعليه زي الأشياء كده زي الميكب وجاء يمسك فيها وكل الصراع اللي صار ده هذا في خيالها ده هلوسة ده ما صار حقيقي أبوها لما دخل عليها وهي مغمى عليها أول ما فكت عينها لأنها لما نغمى عليها قبل أن يغمى عليها أخر شيء شفته أبوها بالمشهد اللي بالميكب فهي ما زالت تحت التأثير أنه ده فعلا مو أبوها وهين قتلت طيب بقى اللي حذرت غضية معها ولا عليها عليها طبعا هي كانت تحذرها أنه اللي قال الكلام الرسالة مو أبوكي مو اللي حيخش عليكي اللي قال الكلام الرسالة مو أبوكي وعشان تقنئها أكثر دخلت عليها أبوها كهلوسة بالوجه اللي بالميكب عشان بس تقنعها أن الرسالة فيك يعني اللي أنا فهمته في الحلقة داية اللي حسستني بالارتباك اللي بقولك عليه أن اللي بيخبط على الباب اللي عاوز يخش ده مش أقول ما كان فيه أبو أصلاً وقتها هذا كله هلوسة الأبو كان تحت الأبو بعدين لما انطلع كان بيخبوكم عليها ما اللي فهمته أنها كان بيخبطها من كده من أن اللي داخل دوت اللي بيخبط على الباب ده مش حقيقي بس هو ما قال لا استرجع شوية ما قالت لها اللي بيخبط بس ربطت هذا مو أبوكي حتى في الرسالة وقالت لها شيء على الرسالة مان يفاكر مغالا أشوف فيلم مرة تانية بس قالت لها شيء على الرسالة وأنه ما انكتبت الرسالة وأنه كلام ده مو صح نظرتك كويسة عمون عشان تقنعها بموضوع الرسالة قلت أنه داخل عليك ده مو أبوكي وفعلاً دخل عليها واحد فهلوسة مو أبوها الحقيقي والوجه الميكاب اللي كان صاير لحد ما أغم عليها لما اندخل عليها أبوها فعلاً وهي جامت من الغيبوبة للساعة تحت التأثير السابق قتلتهم بص أنا بش ما قلبتش فاهمي مية في المية بس اللي انت بتقوله وجيه أنا في تأديري الشخصي اللي ظهرت لها أول مرة كانت أمها فعلاً اللي قتلها من خلال رأي لي كانت أمها فعلاً بدليل أنها قالت لها الاسم اللي محدش تني يعرفه قالت لها مية طبعاً لأنه دخلت جوتها عاشت معاها كم يوم عارفة أنها عن كل أسرارها الاسم ده ما بيتقلش محدش قاله محدش آس بس أنا تخيل ده حين إيه أعوذ بالله هل منتكلم الشيافة بعاد تانية الله يبعدنا وما هو شيء حقيقي جني دخل فيك يا محمود هيعرف أسرارك كلها هيعرف أبوك ما يعرفش ذكرى الحجم ما بطلت تتكرر ما بقاش في حد في الدنيا بيقول لها مية بس هي طول ما هي جاعدة بتفكر أكيد بتفكر أي شيء يا محمود يعني ما هتعدي دي يا محمود مش عارف يعني أنا يستاهل مشاهدة تانية يستاهل مشاهدة تانية بس في التلفزيون بقى طبعاً أيو 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 وتصحق التأمل في الحد تانية وأفكرك فيها بعدين أنا بالنسبة لإني شايف القوانين وشايف كيف التلاعب عن القوانين شاير الفيلم متكاءل الفيلم لعب صح يعني ما فيه له هفوات فيه له مشاكل فيه أشياء ممكن نتكلم عليها لسه بقول فكرة ده مبتدوا يتلعبوا بالواقع اللي حواليها بشكل صريح دي ما تقدمتش بادري بالقدر الكافي تقدمت متأخر شوية بس جالولك لا لا جاب لك ايه بداية الفيلم كيف الولد داك اللي جاتل نفسه دكت عيوة اللي جاتل نفسه ببداية الفيلم اللي طاع عن أخوه وجاتل نفسه لأنه أتجاوز التسعين دجيجة التسعين ثانية فوصل لمرحلة اللي هو سار مرحلة دي اللي هي وسط مكليها ضيف عليها ضيف عليها حاجة ثانية راحت ومسكت اليد من غير ما تكون أحد معاها والأم نامت معاها طول الليل يعني مو تسعين ثانية خلاص عندك القانون يقول لك وليع الشمعة قفل الباب وقول I talk to me I let you end وعشان تأدي بعدين تطف في الشمعة وتفك الباب هذه نامت معاها اليوم كله لأي الدرجة تبصر فيها طبعا هتتلاعب في كل شي خلاص تملكتها بالكامل طبعا آخر نقطة في الأخير هل هي رجع لها وفاجت ورمت نفسها على السيارة عشان هي تحبها الولد ما انت بتكتله ولا البنت هديك دفتها إيش صار ما بمعه باين إيش اللي صار مش باين ده حقيق فإيش انت معاية تفسير هي اللي رمت نفسها ولا البنت هديك أنقذت أخوها لا أنا معتبر أن الدين هي مفتوحة وقابلها وهي مفتوحة بس لو حتى بنى نظرية لا حتى بنى نظرية إن في عملية إنقاذ للولد وتضحية بيها أتصور ممكن معاني ملي شايف كانت بعيدة عنهم بس سؤال ليك بقى تفسر بإيه بإن بموتها تم إطلق سراح رائلة آه قالوها من أول قالوها كل ما بعت على اليد لفترة طويلة انت بغالك وقت إنك بقعد وما تلعب للعاب ولا شيء وبقعد عن أي شيء يكون جريب منها يتفكوا منك قالوها في الحوارات عشان كده حتى يقولوا في المراجعة الجماعة ركزوا بالحوارات الجانبية في كتير أشياء بتترمي حوار حق مراهقين بس هي قوانين أوكي حتى لما راحوا للولد داك وقالوله اللي هو الأخو اللي انطعن كمان قل لهم شوية يعني بقعد عنها جدر الإمكان أبغى أشوفه تاني أبغى أشوفه تاني هو محتاج مشاهدة ومحتاجة طلاع على كثير من النظريات يعني دا من الأفلام اللي تحب تتفرج بقى لرؤية كل واحد لي يعني أنت اللي تطرحت نظرية تبدو متماسكة بنسبة مية في المية أنا طرحت نظرية فيها عيب قرب النهاية لو طلعت هي يعني لو بصيت الفيلم من منظوري أنا حتطلع في الآخر عندك المشكلة اللي في الآخر لو بصيت من منظور مهر حتطلع ما عندك شو مشاكل تقريبا عندك مشاكل قليلة نحب نشوف الروايات الأخرى الأفكار الأخرى التفسيرات الأخرى حلو يلا بالنا كير مدخلناش من فيلم من دول يلا نخش اللي بعده اللي بعده تقييمة كم أنا قيام تمانية تقييمة كي تكم على العيبة اللي موجود سبع حسنا عدل لا لا فيلم ما يعني عيب ما يدمرش فيلم أنا عادت أغلب الأوقات دود أنا في البريك خرجت بس عشان أشرب مياه لأن زي ما قولك ظهري وجعني فعا كنت عايز أفرده شوية وبعد كده وأنا داخل لقيت الفيلم ما اشتغل وكان فيه شباب برا حد بيتكلم في التليفون وحد بيعمل بتاع روح تخارج لهم بسرعة الفيلم بدأ الفيلم بدأ لا أنا عمري في حياتي ما عملتها أنا ما باهتمش الناس بس المرة دي لأ حيفوتكو حاجة ما تنمتضيعوهاش آخر فيلم آخر فيلم أنا كنت بقولك اعمل حسابك أن احنا حنتكلم في أوبنهايمر حسبة ساعة احنا خلصنا ساعتين ولسه ما كلمناش في أوبنهايمر والله خلصنا ساعتين يا كابتن كلاما أوبنهايمر أهو ده بقى شفناه مرة وشفناه مرتين وتكلمنا عليه من غير حرق وتكلمنا بحرق وشفنا وجهات نظرنا وشفنا كل حاجة في الدنيا فهي الفكرة دلوقتي فكرة المحاكمات هل أنت عاوز تناقشني في حاجة أن أقولتها جبل ما نخش في ده كله أظن ما إحنا متفقين أنه فيلم ظاهرة طبعا وأنه واحدة من الأسباب لكل الأسباب المتعلقة بيه والغير متعلقة بيه بطبع لمجرد أنه هو حاجة بوستر على باب كده خلالناس تفتح الباب وتخش وتتخنق على مين اللي حيقعد جهوه والشيء الثاني من أكتر الأشياء وهنا أعتب مو على كل الناس الناس العادي والعامية ما نعتب عليهم دائما نقول للناس اللي بتابعوا الحصاد هذول اللي مجانين الأفلام اللي لدرجة تتفرجوا على اثنين نتكلموا على الأفلام لساعتين مفروض أنه هذول النش أو الفئة دي من الناس اللي متعمقة ومنغمسة في الأفلام للدرجة هذي معلومة زي طريقة التصوير وعرض الشاشة هذي ما هو مرة تصير معنا يا جماعة ليه حسيت مع أوبنهايمر أنه إحنا الأول مرة نكتشف أنه في عندنا سبعين مليمتر وأنه وأنه نولان دائما نصور بالكاميرا دي طب ما ترمتينه دائما بصور بالكاميرا دي أجيال يا مهر ده هيدفل إيت انتك سنة كام ده آخر فيلم تعمل علي الحوار ده هيدفل إيت صارت مشكلة مع ديزني أياميها المكان دور دي ساووس ووصف موضوع السبعين مليم وموضوع الصورة وموضوع الآيماكس ومش الآيماكس ما هو شي جديد عليهم بس ده معلو كتير ده هيدفل إيت خمس سنين طب وان ساب وانا تاين ما تعملش على الهوصف مش زي ده هيدفل إيت أنا فاكر خمسين ده هيدفل إيت كويس أول بس مرة ثانية جماعة فطبيعي إن كل شوية يطلع لك حد من جيل جديد أول مرة يسمع هذا الموضوع ساعتها كان عنده عشر سنين دلوقتي يبقى عنده 16 سنة 17 سنة ممكن ممكن لا بس أنا شايف يعني شفت إنه في لفت نظر عليها بشكل كبير لدرجة يعني نقاشات وحاجات فطبيعي أنت كده وحنا وصلني أنا من متى عارف إنه تكميرا والله وخلينا نحجز أي ماكس ومدرمين الوحيدين اللي استفادوا من ده كله السنمات اللي عندهم أي ماكس بقعوا كلها تذاكر بس ما أحد استفاد من ده الموضوع غير الجماعة دي لكن على الحساب أنا لما دخلت السنما من أسوأ تجاربي في السنما في حياتي كلها ومو عشان القصة والفيلم لكن من الجمهور الموجود وبرنهايمر مرة الأولى يا سطر أنا بغيت أضرب اللي قدامي كف لأنه طفشني فك الجوال النور جاي على عيني كل شوية داخل خارج داخل خارج كل شوية الآدم يطفش فواضح إنه ما كان من الجمهور المستهدف أو واضح إنه كان جاي على توقعات مختلفة ومو على توقعات لهذا الفيلم فالصالة كلها كان فيه جو من نوعية من البشر والناس والعدد اللي من الزمان ما دخلت السنما والناس كده متملية من جانب حلو حماس إنه معانا ناس كتير بس من جانب كمان إنه عدد كبير من الناس جاي وتملل وصاروا طفشانين ويخرجوا ويدخلوا عملوا حوار كده طفشني مرة في السينما وفي الفيلم بس لو نرجع مرة تانية نولان طول عمره هذي الطريقة اللي بيصور فيها ونولان طول عمره وأنا ما أخش له فيلم إلا أي ماكس لأنه هذي أفلام نولان من أيام أول فيلم دخلت له في السينما كان انترستيلر وبعدين دخلت له دونكيرك وبعدين تنت أنا قبلها ما كان عندنا السينما ولا حتى سافرت للأفلام دي كلها شفتها في البيت درك نايت رايزز ما شفت لا درك نايت رايزز شفت في السينما من درك نايت رايزز من 2012 كل الأفلام دي شفتها في السينما شفتها في أكبر صالة وأكبر شيء إنه معروف إنه شيء كبير مو عشان الأكشن عشان طريقة تصوير الراجل وعشان الشيء ده اللي معروف في نولان زي ما معروف في تارنتينو فالفكرة دي اللي رفعت على قولها من المقاييس والمعايير عند الناس لدرجة مو بس إنهم ما صاروا ما هم مبسوطين وكرهوا الناس اللي رايحين وعارفين في المشاهدة من جلستهم الزفت هم بيتفرجوا معنا على الفيلم فغير كده أنا مبسوط إنه الناس بتروح السينمات لأيام للمشاهدة التانية قاعدت أربع أيام عشان ألاقي وقت مضبوط والسينما ما تكون مرة مليانة أنا قلت ما حكرنا لغلطة تاني أبغى يعني معاي عشرة ما أبغى أكتر من كده أبغى أتفرجوا على الفيلم وأنا مبسوط وأنا داخل جو في الفيلم تماما تانية مرة دخلتوا أي ماكس برضو؟ طبعا طبعا بس دخلتوا في الصباح فساهم إنه يعيش يعني ما عندنا لا في صباح ولا بتاع أي ماكس متأفل من أول حفلة لأخر حفلة لا لا الصباح هالناس عندنا شوية ما هي مرة مليانة بالذات بعد أربع أيام خلاص بس الليل مستحيل تلاقي في الصباح ما ممكن تلاقي فهذا اللي دخلت عليه واستمتعت فيه بس نرجع مرة تانية يا جماعة نرجع نشوف تسلسل مولن ممنتو شي اسمه داك تاني إنسومنية بريستيج ثلاثية باتمان عندك بعدين انترستيلر وعندنا بعدين دونكيرك وعندنا بعدين تنت عندك قبلهم انسبشن وينسبقه طبعا انسبشن في النص في حاجة كنا دايما نقولها لمستوى معين في الفيلم دا نقدر نقول إنه نولان قدر نشيلها من اللي استعنده في كل دي الأفلام اللي أنا ذكرتها مهما كانت حلوة مهما مبسط فيها كان فيه غياب بسيط عن ترجمة الشخصية نفسها وإنه تخش تعيش مع الشخصية أكتر من الحدث نفسه يمكن انترستيلر الوحيد اللي يطلع عنده كله بس باقي الأفلام كلها الأحداث أقوم للشخصيات معادة مثلا الجوكر كالشخصية ثانوية أو ما إلى ذلك أول مرة اليوم شخصية لأنها شخصية حقيقية نونة نقدر يترجم قدراته الإخراجية في أنه نخليك مهتم بشخصية واحدة على الشاشة أنا هذا الشيء كنت مفتقدة مع نولاند الشيء قدمة إنه جاء دونكيرك دونكيرك كان فيلم حربي كويس كان فاق مفتقد شخصية رئيسية نهتم فيها تنت أنا مرة عجبتني الفكرة وحبيت الفيلم كنت مفتقدة شخصية رئيسية تمثيلها يكون كويس ويكون تركيزنا مع الشخصية وبناء الشخصية بقدر الأحداث نفسها اللي شايرة عليش على الشاشة جاء فيلم واحد وقف كل الاتهامات دي ولا وقف أي أحد ممكن ينتقد ولا أي واحد ممكن يفكر في ذا الشيء وركز على شخصية واحدة وشفت كيف أنه نولاند ممكن يترجم أحاسيسه تجاه شخصية حتى لو كانت شخصية تعتبر عن كثير من الناس شخصية قذرة مجرمة ولا غيرها ويقدر يتلاعب فيها ويجب لك فيها جوانب كثيرة اتهمون وأنا منهم أنه قدرهم يخلوني أتعاطف معها ليه أتعاطف معها أصلاً بس هذا يبين لك أنه قدر يوظف الأدوات القصصية يوظف الأدوات الإخراجية التي تتم بالشخصية وتقدر تشوف الأشياء من منظورها هذا الشيء أشوفه نجاح وهذا الشيء جديد أنه نولين بعد دي السنين كلها أشوف معاه حاجة جديدة أشوف معاه شيء جديد مو مجرد استمرار خلاص فيزيكس ولا خلاص حاجة علمية ولا التويست تصير معانا ولا شيء لا راح لشيء لأول مرة أشوف نولين يغوص فيها ويكون ناجح فيها تماماً أنا هذا الشيء بالنسبة لي دون أن عليه شيء تاني في الفيلم أكثر شيء بسطني أنه مخرج بعد الفترة الطويلة دي كلها وبعد الحب الطويل دا كله وبعد المتابعات الطويلة دي كلها يكون ما زال عنده أدوات ما يستخدمها واستخدمها مرة ونجح فيها ساكر غوص دا بسمع خاص خاص محمود كده قاعد يبا 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 يختلف معايا شيء ولا حالا لا مش هختلف معاك في اللي أنت قلت دا خلص أنت اللي قلت كله ساجيم جدا بداية من الحالة والحالة من أرواع ما يمكن ومن أجمل ما يمكن ومثلجة يعني مثلجة للقلوب يعني أنا مش عايزة أقول أنا عمال كل مرة بعد ما شفت الفيلم أول مرة على فكرة أنا شفته في أول حفلة في كورسي كويس أول حفلة آي ماكس في مصر على الإطلاق وفي كورسي كويس والحفلة زي ما بقول دايما اللي هو النظرية اللي أنت طبقتها دلوقتي حالا في وسط الأسبوع الصبح ما حفيش حد جاي السينماتاية اللي جاي اللي جاي الفيلم جاي الفيلم عشان يتفرج على الفيلم حتى لو ما عجبوش بياخد بعض ويمشي لكن مش هيقعد يغلس عن ناس مش هيقعد يعبر عن ضجر وزق والكلام ده كله بعكس الحفلات بتاعت باللي تاني مرة لما دخلته دخلته في سنة معادية وكل وحاولت قبل كده كتير أن أنا أحجز في آي ماكس ملقتش وكل المرة ما كنتش بلاقي كنت بنبسط أكتر وكل المرة من ناس عن آي ماكس مش آي ماكس وسبعين ملي مش سبعين ملي والفيجوالز والكلام ده كله كل ما كان بيزيد كل ما كنت بنبسط أكتر أنا أحب أن كل 3-4 سنين يظهر لنا الفيلم اللي يخلي الناس تتكلم الحوار دوت وتعرفه وتتعلمه وتتسقف فيه ولو أنت تفتكر في بايقون احنا عملنا عليه بريزنتيشن كابلة تقريبا وتناقشنا على موضوع بتاعت الفورمات والحاجات دي كلها وكان بيقابلني سؤال بيحيارني جدا لما حد يجي يقولي الفيلم يستهل ولا ما يستهلش من قبل ما ينزل أروح ولا ما روحش أنا مش بتاع سينما الناس كتير يا دوت كان بتعمل كد تيجي تقولي أنا مش بتاع سينما أم بروح سينماية بالسينما الهوصل المعمولة دي أختي سألتني عن الفيلم أختي بعيدة عن الأفلام للدرجة دي وصل أختي بتقولي الفيلم ده ماهل قدر ترغل تروحي أنا كنت ببقى في الصراع يعني أنا في الآخر الرسالة اللي أطلقتها للجميع هي لو حتخش خمس أفلام في السنة لازم يكون منهم لو حتخش فيلم واحد في السنة لازم يكون هو لو مش حتخش أي فيلم في السنة اعمل استثناء ودخله بس لما حد كان بيجي يسألني ويقولي أنا يعني أدخل أجمد قلبي بحس بقى هنا بمسؤولية الوان اون وان إنه بكلم إنسان لوحده فبقوله طب ما تتعلم شوية عن كريستوفر مولو اتفرج على أحلى فيلم صحابك بيقولولك عليه واتفرج على أسوأ فيلم صحابك بيقولك عليه وبعدين قرر إنت ليك في دول اللي ما لكش بس إن في وأعتقد إن الإحصائيات بتبين ده شكله واضح في العالم العربي ناس كتير مش بتوع السينما ناس كتير مش بتوع نولن دخلوا الفيلم ده ودخلوا السينما المرادي وأنا بقول من كل ميت واحد دخلوا الفيلم ده وهو في الأغلب مش مناسب ليهم مش مناسب لزؤهم لو كسبنا منهم خمسة بس يبقى احلى انتصار في الدنيا خمسة بس دخلوا الفيلم ده شايفين ان نولند دوت يا عم ده شغل معقد يا عم ده شغل بتاعنا عايز انبسط وخلاص انا عايز انتفرج على فيلم بيدحك انا ماليش في البتاع وابتدأ يغير تفكيره يقول عجبني في الفيلم ده حاجات انا حرجع اتفرج انا حرجع بص يبقى مش بس ان احنا كسبنا واحد كشبيحة نولند جايبين واحد معنا في العالم لا كسبنا واحد كناس بتشجع الفن الرفيع الفن الراقي الفن اللي يستحق كسبنا واحد هيسيب الفن الرخيص ويدور على فن كويس ما بنقولش اعظم فن في الدنيا بنقول فن كويس هو دوت اللي مطلوب في الموضوع الفيلم نفسه في جوه قلبه عنده نصيبه من المشاكل واعتقد احنا اتفقنا على ان اعلاقنا عنده نصيبه من المشاكل ما هواش فيلم مجرد من المشاكل بدسبت 100% وباحترم تماما ان انت لما بصيت على المشاكل اماملك مكافآت في الميزان طلعته عشر من عشر مختارب تماما انديش مع المشكل انا جماعة عشان لازم تكلم التقييمات دي اخر همنا يعني التقييم كتقييم اختلف الامور هذي غير ما هي معادلة ما هي معادلة حقيقية كل انسان وعاطفته تجاه الفيلم انا بالنسبة لي اني اخرج من الفيلم وانا في حالة ذهول بيكسب معايا العشرة على طول اخر مرة فيلم كده عمل معايا بنفس الحالة هذه غير دوني اللي جاف المص كان الجوكر انا الجوكر مع الابتسامة دي اللي رسمها وخرج انا خرجت يومين مني قادر بغشو الفيلم مرة تانية من موسيقى من تمثيل من 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 وهذا الفيلم الثاني بيعمل معايا فاسيب الحالة الحلوة والرضا وارجع اقول اصل عمل كده واصل سوى كده انا بناقط نفسي لانه غليل افلام لا ما بتطقتصى نفسك ديابانا لا نقول المشاكل بس الحالة عندي اهم الحالة اللي قدرت اوصلها اللي غليل افلام توصلني من النشوة اللي انا وصلت لها ما اجي اشتيب النشوة دي اللي فيين وفين باوصل لها واقول والله عشان قلت فيه اثنين ورثات عيوب هنزل وخليه تسعة ولا خليه تمانية ولا خليه سبعة لا فيلم وصلني لذهول ونشوة جميلة جدا والسبب والسبب الأساسي هي اكبر نقط جان نولان انه ليش تلعبلي في قطوط الزمنية انا ماني شايف انا اليوم هنتكلم بعد شوية على مسلسل تمام المسلسل دا عملوه شركتين شركة هولو شركة اتش بي او وكل واحد فيهم تناول القصة بمنظور مختلف هنا يجي دور المخرج كيف يبغي يقول قلنا احنا الفيلم عبارة عن مجموعة من التسلسلات كل التسلسل عبارة عن مجموعة من المشاهد كيف ترتب التسلسلات دي ادي رؤية اخراجية نولان وصل من الرؤية الاخراجية انه يخلي اخر مشهد في الفيلم على الرغم تسلسليا مو اخر تسلسل في الاحداث بس يسيبني في حالة الدهول دي لو انه اخر مشهد كان هو مشهد التكريم اللي سال لأوبنهايمر ما اظن اني كنت خرجت بهذا النشوة وبهذا الدهول وبهذا الاحساس من الصدمة اللي احنا وصلنا له بعد ما نكشف اخر حاجة النقاش اللي سابوا للاخير عشان نوضح ايش قال مع انشتاين وكيف النظر السوداوية للعالم اليوم خصونا قاعدين نتكلم وفي اي لحظة ممكن واحد من المجانين دول اللي برا ان كان بوتين ولا بايدن ولا اي مجنون يضغط زر ويفجر الدنيا فهذه النشوة وهذا الشي ما صار غير انه تلاعب الخطوط الزمنية بطريقة حلوة طريقة جدا حلوة اي تعقيب سلبي على التلاعب بالخطوط الزمنية ومو من المفهوم من رديب صماته ومن المفهوم من انه حيدور على المشروع اللي يقدر من خلاله يستخدم مهرته يستخدم الحاجة اللي هو بيلعب بيها احلى لعبة في الدنيا فانا لا طالب من نولن انه يخفف ده او حتى انه يدور على المشروع ما يعملوش فيه بالعكس كل ما تتلاعب بكل ما يكون احسن انت احسن واحد في العالم بيعملو خلاص خلصنا احسن يمكن تكون احسن واحد في التاريخ بيعملو مش ده موضوعنا على الاطلاق وزي ما بقولك في حكاية في الاخر التقييم اه هو ممكن يكون تعبير جيد جدا على درجة شعورك او على طبيعة شعورك وانت خارج من الفيلم انت كنت في حالة انبهار وفي حالة اعجاب بهول ما شاهدت وبالرسالة كذلك او بطريقة التناول بتاعت الحاجة اللي هو عاوز يطلع لمشاهد فاكرها بعد ما خرج انا كنت في غاية الانبساط وغاية الرضا بكتير من اللي هو قدمه ولكن ما كنتش على هذه الدرجة من الانبهار ويمكن دوت اللي بيعبر عن الموضوع انا يا ما فيه افلام قبل كده حطيت العيوب امام المزايا في الميزان وحست ان المزايا او المكافآت بتتميز على العيوب بشكل كبير جدا وديته عشر من عشر يعني مش اكمن فيه عيب بقى لازم انزله لازم انزله فيلم دوت فيه عيب كان لازم انزله الحقيقة واعتقد انه انت مختلفين في العيب ده وهو طريق التناول الشخصية انت عبرت في المراجعة بتاعتك وقلت انا خرجت منه راضي تماما عن عدالة التناول انا ما بقتش عارف اذا كان رجل كويس ولا رجل وحش انا ما عرفش اذا كان في قلبه رجل نقي او رجل شرير انا على الجانب الاخر لا انا عارف جواطف لصغير بيعاني ودوت التحفز اللي عندي على طريق التناول نولن للشخصية وما زلت مصر ولعلمك ده اللي دخلني فيلم تاني مرة لان الامانة كان فيه 3-4 نقط انا قلتهم عايز اتأكد منهم منهم النقطة بتاعت المنظور وتأكدت منها من نقطة المشاهد اللي جمعت المنظورين مع بعض واخفقت فيها لان انا قلت مرة واحدة هما طلعوا اربع مرات اللي هو هو تحيز لأوبنهايمر ممكن تحيز لأوبنهايمر بس لا ننسى انه نولن وهنا يجي دور انه كم قديش الواحد يعرف مثلا عن المقر يجي وعلي احنا نولن نعرف وقديش يحب العلم صح احنا بايكون نما رحنا عملنا في اثراء هذا نولن اللي حاله كان حاله واغلب الحضور جايين يشوفوا السينما والعلم ويشوفوا تشجيع للناس يا جماعة تغشيشها ولا ايه للناس اللي حضروا التوك او اللي شافوا التوك او الكلام احنا عملنا تايم لاين بمحطات معينة سينمائية وكلام زي دوات في حالة نولن احنا عملنا تحييل في حالة نولن وجيمس كاميرو احنا عملنا تحييل احنا كنا نقررين ان احنا عوزين نتكلم عن نولن وعوزين وشفنا موضوع ينفعهم فالشاهد انه نولن محب للعلم اصلا فاضن نظرة نولن للموضوع وانا برضو انا بفتي انا هنا بفتي تماما انه نولن شاف اختراع القنبلة وكل اللي مر في هذا العالم من نظرة علمية عنده كان تحدي علمي يبغي يوصله واش التحديات اللي كان لازم يسويها عشان الانجاز المشاهد العادي وبين احنا اللي شوفنا كل الافلام هل يعني عندنا شك واحد في المية ان الافلام عمرها متقدم حاجة محايدة دايما تكون منحازن نوع من الاشياء زي ما كان بربغندا امريكية بتطلع دايما ان الروس هم الطيبين فجأة السيئين قصدي فجأة صار لا دايما انطلع امريكا السيئة بس امريكا الفيلم لو كان اغلب اللي موجودين فيه من الجمهوريين سيطلع انه الديمقراطيين سيطلع الجمهوريين انهم مسيئين دايما في وجهة نظر ودايما القائم على العمل قصبا عنه بيديك وجهة نظره داخل العمل يعني العمل دا نفسه ورى لك انه احد مثلا شايف انه نولان طلع بريء او او ما الى ذلك بس طلع لك امريكا انه ما كان عندها اسباب القطف واستخدمت الشي دا ما بيانت انه لا وكانوا مساكين لو ما رموا القنبلة النووية كان هيخسروا لا وراكوا ضرب في حكومتهم نفسه ومضرب في كل حاجة سايرة بس في الاخير غصبا عن اي احد لانه مستحيل عمل سينمائي يطلع ويكون في الوحيات ما في لانه قائم على العمل طبيعي يحط مجهة نظره ويحط الانحياز اللي عنده اللي مش محايد بيبقى ميل لحاجة شوية دا ميل اوي اوي مش شوية دا حتى يعني المشهد الفنيا جيد ولكن دايقني بصراحة لما كان بيدي الخطبة في المحاضرة بتاعة الشباب المتحمس اللي كانوا قاعدين بعد بتفجير القنبلة الزرية وبيقولوهم زمان اليابانيين مش مبسوطين وكنت اتمنى الوقت يا سعيفنا ونرميها على المانيا حتى دي هو بيبرقوا منها انه يعاني من جواه كان بيعاني وانه كان بيدوس على الجسس وهو ماشي وادرك هول اللي هو عمله هاو دي يونو دا انت اصلا يعرفت دا مني مرة تانية مع وجهة نظر الراجل يعني وجهة متحيزة اوي امار يعني انا انا تحفظي انا بقولك ان ما فيش دراسة شخصية انا متفق معاك تماما ما فيش دراسة شخصية في التاريخ محايدة بشكل كامل بس فيه حاجات اكتر يعني 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 الجوكر 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 خليونا نتعطف مها الجوكر ايوا بس الجوكر السايكوبات سايكوبات يعني هو لكن هو مريض عقلي وده اللي بيخليه يعمل كده مش معنانه هو انسان طيب يعني وانا بتذكر بسرعة عارة بتكلم معاك دلوقتي مانك لما قدمه ديفيد فينشر كان متحيز له بس بقين له زوايا كتير مش كويس داركست آور لما تعمل مع تشورتشل كان متحيز له بس ده له نصيبه من الانتقاد حتى وحنا نتكلم على الموضوع العلمي دي ايميتيشن جيم وهو بيتكلم على ألان تيرينج كان متحيز له وده له نصيبه من الانتقاد حاسس ان في أوبنهايمر الدنيا كانت مختلة شوية وده تحفظ عادي يعني مش حاسس انها يعني انا بس بقولك وانت بتقدم لان فيلمك في الاساس تصنيفه الرئيسي هو دراسة شخصية ودراسة حد بكل تأكيد بس هي دراسة شخصية فلما يكون انا لامس شوية خلل او عدم ارتياح في الكور بتاعك مقدرش هتجاهله وانا بتكلم عن التقييم بس نقول انه مرة ثانية هو حدث علمي بالنس اللي انا ضايجني واللي بعدين واش اسمه هذا اللي اخترع الشات جي بيتيل اللي سي او حقه اوبن اي اي كتب تويته مرة عجبتني قال انه شاف الفيلم وعجبه او ما عجبه بس هو يشوف هنا كانت فرصة ضايعة لتشجيع العلم اكثر او انه يساهم في ايضاح فائدة العلماء هو الضحى ويقول برضو يعني على اقل على الاقل وران ان العلماء دول مو مجرد ناس قاعدين في اماك لقاهم دور كبير حروب يتوقف على اساسها والفيلم داي يمكن اللي اللي كمان جانب اه يمكن الفيلم ما بيينه بشكل كبير بس هذا الشي المعروف سبب من اسباب النهضة الحديثة اللي احنا موجود فيها حظة عالمية ثانية هي دمرت شعوب لكن لو لا السباق اللي صار بين الشعوب في هذه الفترة وكل شعب بيحاول ان يجيب اخر الاختراعات الحربية العسكرية الطبية وما الى ذلك كثير اشيان بنت عليها الى وقتا الحاضر منها النهضة الصناعة الصناعة الحديثة وما الى ذلك فاللي قال قاعد يكتب ان هو ما دخل في الجانب العلمي اكتر ويمكن هذا اللي خل الفيلم انا زخرت الموضوع ده وطفو مرقاتي وتكلمت عليه واخر انت ما بينه وبين دا اميتيشن جيم ان في دا اميتيشن جيم كان فيه اخلاص اكبر للجانب العلمي بس اسهل بس اسهل يا اخي يا اخي هنا قد ما حاول يبسط برضو خرجنا ان الفيلم ما احنا ما يعني قليل اللي فاهم هي بش اولوية يعني انا دي ما حسبتوش عليها قوي لانه ما كنتش عاوز يعمل مش اخفق في عملها بس هو اللي انا ممكن في المشاهدة الثانية انتبهت لها صراحة انه ما عشنا صعوبة التجربة العلمية يس مشرط مشرط انك توريني كيف سويت بس على الاقل وريني شوية عرقيل فين الحتة الصعبة فين الحتة اللي عدتها عشان كده ده وانت بتتكلم على ده الرول بوك اللي ممكن تتطبق عليه هو الان تورينج هو التجارب الفاشلة وتدخل العسكري والفريق بتاعه بيفقد الإيمان بيه وبعدين بيرجع لتاني وكلام زي ده بس ارجع واقولك دي انا ما حسبتش عليها الفيلم لانه ما حاولش فيها هي بكرتش في قوياته خلص الفيلم لو كان فاضي اقولك طب كان استغل الآن الفضاء وديب في دي الحاجات فيلم مليان كان لازم ياخذ اختيارات منها انه انا اول ساعة وما زلت اقولها حتى بعد المشاهدة الثانية بساعة الاولى فرووية بساعة الاولى بيجري ترى ترى انتبه ترى هو كده ترى كان يحب ترى كان شيوعي ترى كان مللل Bruce وفي الاخير الـ نيجح معي والدليل انه انه خرجت مرتين من السنيمة وانا في حالة نشوة حلوة بس مرة ثانية يرجع وحاول يحشي كثير أخذ ثلاث ساعات ما حيقدر يأخذ أكثر من كده فأنا محترم القرارات اللي أخذها كان لازم يأخذ قرارات ما أقدر أحكم لو أخذ قرار ثاني إيش كان ممكن تكون النتيجة بس أقدر أحكم من القرارات اللي أخذها مع اختلافي في بعضها مجملا التجربة كانت بالنسبة لي مرضية جدا هذا ما فيش تألما هذا الأساس مني وأكثر شيء كنت أنتظره من هذا الفيلم وأكثر شيء نجح في هذا الفيلم غير الجوانب اللي قلتها أول وأنا مبسوط لنجاح الفيلم في هذه الأمور أنه كيليان مورفي أخيرا يأخذ دور بطولة ومدر بطولة عادي ويشيل فيلم هو موجود في ثلاث أربعة الفيلم أو نقدر نقلح ثمانين في المئة من المشاهد من الفيلم هو شايلها بنفسه ونقدر نوري العالم كله مو شرط أن يشافه بيكي بلايندرز بس أنه هذا ممثل من الدرجة الأولى هو ممثل من الدرجة الأولى وفي مشاهد كتير شالها كله تأكيد ده هو ده سر في وجود نجوم صف أول إيه لست ستارز حواليه عشان يشيلوا الفيلم جماهيريا لا أتقودها مني كلمة شايل الفيلم من بعض الأحيانا من تنجال يقول له هو الوحيد اللي كان باهد بس بقى أقول لك لو هو كان مجسر في دوره إنه هو في ثمانين في المئة من المشاهد كان حسيك في الفيلم هنا هو شايل بقول لك شايل مشاهد بس الشايل الفيلم الثلاثة أربعة أسماء الكبر اللي جنبه والتعددية الرهيبة في النجوم الآخرين اللي موجودين معه وهنا يجي الدور إنه فعلا كل واحد أحترم وكل واحد كان حريصا يشتغل مع نولن وجبل بالأدوار مهما كانت صغيرة ونولن بالمقابل وظف الأدوار الصغيرة دي أفضل توظيف إنه كل شخص طلع في مشهد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة كانت مشاهد قوية كمان في الفيلم وكلهم فخرين جدا في الفيلم وكلهم مشاركين في الحملات التسويقية بتاعتها وكلهم عندهم إخلاص وحرص حقيقي فإنهم عايزين ينجحوا الفيلم لكن العامل الثابت في كله والعامل الثابت اللي الكل قاعد يمدح فيه هو كليا موفي طبعا فلما أقول شايل الفيلم مش إنه ما في غيره في الفيلم بس هو فعلا تمانين في المئة من مشاهد الفيلم هو موجود فيها ما أخفق فيه ولا مشاهد طبعا وأنا بالنسبة لي ما في مشاهد كان أقول لو حبيته لا 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 أنا حسيت بمشاعر الراجل جدا أنا ما بتكلم وزي ما أنت بتقول بالنسبة للناس الـ الناس المتابعة شويتين ومين في الدنيا كان بيشغلك في كليا ميرفي إذا ما إحنا نهزر إحنا عارفين كليا ميرفي يعرف يعمل إيه يعني ده مش خبر بالنسبة لنا هي الفكرة كلها بس إنه هو لما ياخد قيادة فيلم زي ده في الدور الرئيسي بتاعه ومع الكوكبة المرعبة ده يتحوالي من النجوم حيبقى فيه تكافؤ وميزان ولا لا ودي ما كانتش قائمة على إمكانيات أو انتظرنا للحكم على إمكانيات كليا ميرفي هي كلها كانت سؤال أو علامة استفهام على كيفية إدارة كريستفر نولان للممثلين دول كلهم لأنه مش بالضرورة يعرف عنه إنه الأبرز في ذلك بمنطقة البساطة والتجربة الأهم في ده هم آخر تجربتين إذا كانت دونكيرك أو إذا كانت دونكيرك فالمرة دي لا فورما 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 طبعا وهنا اللي دخلنا على مين اللي روبر دوني جونير مو شرط تكون في 80% من المشاهد عشان تكون بطن وعشان تدي أداء رهيب وعشان تخليني أرتبط معاك وعشان تبين انفعالات أنا شايف الندور أول أنا قلت لكم بمفاهيم السينما اللي عرفها روبر دوني جونير ده مش دور مساني ده دور أول صح مو هذا كده أخذ الأوسكار على سايلنسو في لامب يا بالزمن على الشاشة أقل من بتاع روبر دوني جونير أقل من أي حتان فكانت مقاييس مختلفة بس نرجع مرة تانية روبر دوني جونير اختياره كان صحيح 100% أنا بالنسبة لي لا شفت آيرون مان ولا شفت توماس شلبي في الفيلم أنا شفت روبر دوني جونير بخدرات تمثيلية أصلا هي موجودة عنده من زمان اختفى مع آيرون مان يمكن وشيرلك هولمز مو أفضل شي ممكن يبين فيه يمكن بان معانا في The Judge فيلم Judge اللي كان أقول قابل أنا شخصي ما بحبوش شايف أنه فيلم حلو من أساسه لا روبر دوني جونير على مستوى الإمكانيات التمثيلية في آخر 15-20 سنة هادر بس هادر بس راجل عنده القدرة لا يوجد حاجة حتى آيرون مان هو عمل أعظم آيرون مان أنا مش هتكلم في ذا طبعا واستعرض بعض الإمكانيات التمثيلية الرائعة في الدوني جونير وأول ما تقول إيش أفضل مشهد درامي وأول ما تقول شافها إيش أفضل مشهد درامي في عالم الامسيو كله ممكن من أول من أوائل المشاهد يجي في دماغي آيرون مان يعني لو واحد تاني غير مان وهذا بيقول لك إنه هذا نقطة من بحر بس الإمكانيات التمثيلية اللي شفناها في أوبنهايمر تشعرك بالأسف أنت عندك ده وبقالك 15-20 سنة ما واردوش للناس طب أنا أقول لك حاجة فاكر نما سكورسيزي أنتقد مارفل وقال عليها ملاهي بالكلام ده أقول له قبلتات سنوات طلع مقابلة مع روبر داوني جونيور مو بودكاست برنامج إداعي معروف يصوروا منه بعض الأحيان وينزل في اليوتيوب بس ما عمره نزل مقابلة كاملة بس تنزل منه بكلبس كده واحد من الكلبس كان بيسألهم هو مذيع معروف حتى الناس ياسمه بيقول له إيش رايك في الكلام سكورسيزي وبيحاول أنه يستفز يبغى يقول له لا ودي سينما ورأيه هو شايف في ذا الشي وممكن فكان حسيت كده من الكلام اللي كان بيقول أنه هو تحسس من كلام سكورسيزي لأنه سكورسيزي ببساطة همش الفئة كلها بمن فيها لما سكورسيزي يقول على أكثر عمل أنت بتشتغل فيه أنه ما هو سينما تمام ويجي بعدها وفي النص كمان عمل مقابلة مع روغن مع جو روغن روبر داوني جونيور وبرضو أثار الموضوع تاني وبرضو قالها على استحياء روبر داوني جونيور أنه أنا أبغى أرجع أمثل خلاص أنا عملت الموضوع السوبر هيروز وأنا ممنون وأبغى أرجع للتمثيل لما يرجع في دور زي دا وبصغر زي كده ويكون معنولا ويكون يدينا دا الأداء أحسه كان يعني كان فعلا مستاء من الكلام اللي طلق والأهم لما أنا نسأل في الحاملة الترويجية عن أداءه في مارفل ولا كده قال أنه أنا عملت أهم دور أنا كانت فرصة أنا كان كنت أشك أنه ما زال عندي قدرات تمثيلية تخيل تخيل طبعا روبر داوني جونيور حتى محدش بيرقع منها يا جماعة بالضبط فأنا يعني كل الأمور دي بتصب في برافو على كريستوفر نولن أنه ما نظر لروبر داوني جونيور نظر دونية ممكن أي حد تاني يقول لي عمي دا يبقى طاق طيخ ويبقى طيران وآيرون مان لا شاف قدرات التمثيلية اللي عنده عدو رغم أنين تدوبة قلت آخر 15 سنة هو بعيد عن مشهد التمثيل فمعنى هو شايف شيء كمخرج قدر يخرجه من المثل حتى لو إحنا كعامة المشاهدين ما شفناه من فترة طويلة بس هو شايف وكان عنده رؤية في الدور كلم كيليان مورفي وعرض عليه دور البطولة ما قاله تعال اعمل اوديشنينج ما قاله تعال اعمل تجربة أداء وبعدها قاله لا انت حتمثل الدور فهذه كمان يعني حاجة في نولان عظيمة إنه يقدر يشوف الدور في أحد الوحيد اللي أنا كنت دائما أمدعه في دي النقطة هو ترنتينو بس ترنتينو اللي هو اللي بيكتب القصة ودائما القصص حقه يكون مبنية على 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 مشاهد مطولة وهو أصلا بيقول وانا بكتب المشهد بتخيل مين المثل اللي بيقوم بالدور في حالة ترنتينو مختلفة لونان هذه المرة وراني جانب الأول مرة يمكن نشوفه معايا كما شفت مقابلات قديمة أو شي إنه نختار اختيارات من غير تجار وداء حتى باتمان كيفية تدير وداء كيليان مورفي عمل تجربة أداء على باتمان بالطب فإنه يوصل لهذه المرحلة أنا أشكيت أنا مرة مبسوط لونانوالد في الفيلم ده تعسه قفز قفزه وكي إنه ناقص يقفز ناقص يقفز كمان يقفز في ده الفيلم في اختياراته التمثيلية في طريقة تناول للسكريبت في طريقة تناول لأحداث الحقيقية إنه قدم تجربة حقيقية شخصية مهما كان أنت متفق معاولة لأ بس قدر إنه يقدم لك هي من نواحي مختلفة أنا بالنسبة للآن أنا ممكن ما قلتها في المراجعة عندي بس أنا مرة صار صعب ده حين نجي مين أحلى فيلم لونانوالد مرة صعب بس أحب نايت مرة صعب 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 أنا أحب دارك نايت عشان أفضل فيلم أفضل فيلم سوبر هيرو بس نخليه على جنب مع قام هذي السوبر هيرو أنا مرة أحب وأشوفه فيلم الأول بحث خيال علمي مستحيل فيلم يوصله من هذه التعقيدات اللي موجودة ويوصل للعامة هذا اللي يكسبه نولان خيال علمي مرأقد ويوصل للعامة يشوفه أصغر صغير الأكبر كبير يقول لك هذي أفضل فيلم شفته ويخش ويبكي وشخصية وكل حاجة وأنا أشوف أوبنهايمر هيوصل لهذه المرحلة مع الوقت الضربة الأولى مع الناس يالي زي مرحبو يالي جاء التوقعات مدري إيه الفيلم ده مع التقدم الزمن والعمر هياخد تقدير أكبر وأكبر 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 ما هي هايب وحينزل والله أنا ماعتقدش إنها ليها علاقة بالفيلم أوي هي عليها علاقة بمفردات استهلاك المواد الترفاهية دلوقت هي أصبحت غير مشجعة على تمديد عمر أي فيلم أي يمكن إيه آخر فيلم عاش تعرفه جوكر ولا عاش ولا حاجة عاش فيه ليه إيه للآن يا عم ده هو السنة بتاعته وخزناك لا والله حرام وشوية الميمز وشوية الكوتس وشوية البتاعه وخلاص سقط تماما بس هو يعتمد إيش تعريفك لعاش يا مان أنا بالنسبة لي عاش زي ما جود فيلز عاش زي ما كاسينو عاش زي ما زي ما دارك نايت عاش نحن كنا لسه بنتكلم عليه زي ما آيرن من الأولاني عاش زي ما كنت الأمريكا عاش وكيف هتعرف كيف هتعرف إنه عاش مع الذكرة الزمنية النستر جعله وتتفرج عليه الأفلام دلوقتي مع كيفية الاستيلاك مش أخذ منك حجرة معي منك كتير خلاص معاش عارف الصراف بأبيع اللي عندي وبعد ربا أخذ منك تاني أيو أيو هذه مشكلة عامة وموجودة بسأل الأساس لما كيف تعرف الفيلم عاش الفيلم عاش بالذكرى لما تنخش في أي نقاش وتسترجع الفيلم معناته الفيلم ما زال عايش الجوكر ما في عينه في الأربعة سنين اللي فاتت يعني تعاد مشاهدته يعني الناس كل شوية تركه على مشاهدته هذا جزء من المعايشة وهذا في تغيير على كيفية المشاهدة في كل شيء مو بس الجوكر على كثير أشياء اليوم مع كثرة المحتوى قليل الأشياء اللي ترجع لها لكن جزء من المعايشة كمان إنه فيلم أكون فاكر بالمشاهد حاجته فاكر بالتفاصيل اللي موجودة فيه في أي نقاش أفتكره وأدخله يا مهر أنت نفسك دلوقتي أصلا نقطة انطلاق اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي كنت بتقول إنه هو فيلم مع مرور الزمن سيزداد تقديره يزداد تقديره يعني لازم تعاد مشاهدته أنا لا أعتقد إن دلوقتي الدنيا بقى فيها عادة مشاهدة أصلا المفردات اتغير تماما مش مسؤولية الفيلم مسؤولية الحياة اللي احنا بقينها عايشان عشان كده زي ما بقولك آخر آخر فيلم عاش والله يمكن يكون دلوقتي ما بهزرش طيب أنا ليش ليش بقى جل سبايدر سبايدر من نوي هوم سقط سقط من زكرة بالراحة يزداد سبايدر من نوي هوم عبارة عن فيلم ترفيه ويا ما فيه أفلام ترفيهية وفضلة عيشت بالزاكرة وما الأفينجرز أنا أفينجرز عمري ما عدت شفته مرة ثانية يا مهر أنا ما بكلمش علي أو عليك أنا بكلم على الناس كلها أفينجرز دوت قعد في مركز البوب كل شريك عشر سنين أنا قصدي اللي بحاول أوصل لك إياه أنه اليوم طريقة المشاهدة ما يمكننا نحكم على كل الناس أنا أتكلم عن الناس السينمائيين اللي مرة يحبوا الأفلام الفيلم ده حيزيد تقديره مع دول الناس وبالتالي حيزيد تقديره مع البقية والأغلبية على الأقل بالنسبة لي أنا آخر فترة هذه قبل أسبوعين ثلاثة الأخيرة مع التغييرات وحكيتك الساير معي في حياتي وكده ساير أقعد لحالي أحيانا واتفرج قدام التلفزيون ما أبغى تفرج شيء جديد رجعت شفت كمية أفلام قديمة وبقى أشوف لأن الجديد كله ما في حاجة بتشجع للمشاهدة أظن الحالة التي أنا وصلت لها يوصلوها كثير غيرا وسرعة الوصول للأشياء الجديمة بالعكس هتساهم في كده لأن الجديد صار غير قابل للمشاهدة فغصبا عنك هترجع وتسمع إيش فيه أول تتققى عملية استدعاء القديم بقت صعبة يا مهر ما بقتش سهلة أوبنهايمر خلال سنتين ثلاثة حيكون موجودة على المنصات صح؟ انت صح وحيتوه في وسط المنصات هيفتحيتوه الناس هتقعد هو كان على نتفلكس ولا كان على أمزون برايم ولا كان عايز خلينا نكون إن شاء الله هنكون على تواصل وإن شاء الله الحصات ده مستمر كون على تواصل مين أنا أصلا في عملية إحلال وتجديد على مستوى الصدقاتي كلها في الحياة يعني مو كده عالة عقدك حيخلص كمان ست شهر ومش هجدده لك أنا جزدي صدقني في يوم من الأيام الفيلم ده ونزل على المنصات لو قلنا مثلا نتفلكس زي ما حدث مع مسلسل سوتس مسلسل سوتس معروف من متى من 2012 2011 دوبوا لأول مرة يعرض على منصة نتفلكس وحصل على أعلى مشاهدة في تاريخ نتفلكس يقارع إنتاجات نتفلكس الحصرية الخاصة فيهم أنا موافق أكري ترمد أوبنهايمر لما ينزل على نتفلكس لو في الأخير ينزل على نتفلكس حيتصدر الأفلام متأكد بنسبة 100% طيب وهذه فرصة لإعادة المشاهدة وده دفعته الثانية سبق أنا هتصور في نفس الموعد ده السنة الجاية بحاجة هيتكلمة لأوبنهايمر وتمانا أطلع غلطات هنشوف لسه لأوسكار هيجي وكل الدرابة اللي هتصير معاه لا 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 عنده كذا دفع السنة دي أكيد أنا عارف موسم الجواز كل فيلم حلو حينزل وكل فيلم مهم حينزل حيدفع المقارنة طب هو ولا أوبنهايمر ده أنا متأكد في موسم ترشحات الأوسكار حياخد دفعة مهمة جدا في موسم الأوسكار نفسه حياخد دفعة مهمة جدا وبعد ما تخلص السايكل فيلم نولان الجاي هنطارم مع أوبنهايمر كيلين مولفي ده حين متوقع إيش الفيلم الجاي لحيطلعه كل المرتلين هذه دورة الحياة حقا لما يكون له أثر أي إنتاج بعده وحيدكرا كبير لو ما كان له أثر ما هتفتكره الآن خواكين فينيكس من بعد الجوكر نزل فيلمين للنسيان للنسيان حرفيا ها يمكن هذا اللي أثر معانا شوية من بعد الجوكر ما سوى شي الآن نابليون منتظره أبغى أشوف أدا يذكرني بخواكين فينيكس بالأداء اللي داني إياه مثلا ومن تجسيدي اللي عمله في الجوكر وأرجع ما أقول لك مرة ثانية في الطرق لاستذكار الأفلام مش ربص إعادة المشاهدة استذكاره في النقاش استذكاره في الأحداث اللي بتصير استذكاره في الإصطارات الجديدة ومو كل الأفلام دي اللي عندها الإمكانية دي لا لا أنا ما أقصدش ده في الكلام عشان بني تبقى واضح إلا أنا أقصده في كلامي فعلا إعادة المشاهدة اكتشاف الجديد عودة مرة أخرى لبعض الحاجات اللي بتكتشفها الأول مرة في المشاهدة السبعة ولا التامنة ولا التسعة والفيلم صالح لده هاي دي نقطة اللي حتحزني إن الفيلم في ده أقول لك اللي أكثر من كده تانت كان في ده تانت كان يستحق عشرين تلاتين مشاهدة وفي كل مرة تكتشف حاجة جديدة ومحا تشعمل كده حنشوف طيب أنا نرجع للفيلم مرة تانية حنا تكلمنا عن القصة وتكلمنا عن الحيادية ودى الحياس في أممالية بناء الشخصية تكلمنا على التمثيل اللي في الفيلم بعيدة لعمثيين الرئيسيين الشلة اللي جايبها دي الديني أكتر أتنين أتنين أكتروا معك بيني صفدي نمرة واحد طبعا تيلر ممتاز هايز أقول رمي مالك لا يا شيخان مالك بسا مش اللي بالأخير لا مش اللي بالأخير تاني مشاهدة يا برينس تاني مشاهدة يا برينس متحيز معاه عشانه مصري متحيز معاه عشانه مصري نظرة عينه لاحتقار أوبنهايمر لي في المرتين وبالأخص المرة التانية لما حاول يمضيه على البتشن ورح زائق القلم من إيده وقع في الأرض لا 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 رمي مالك يدي لك قصين من أقوى ما يمكن ليركز فيهم لأن أول مرة هو إداله نظرة فيها حنق وفيها غضب تؤهلك أنت كمشاهد أنك لما تشوفه بيعتلي منصة الشهود في الآخر تقلق منه يقوم يدي لك العكس تماما حلو حلو فعل عدد بس بني صفدي نمرة بس في أكتر منه صفدي ممتاز تمام بس في أكتر بقى الصفدي يمكن أو معه غاري أولدمان قاله رغم من الدور بصير بس عظيم عظيم أدى لدور الرئيس الأمريكي الحقير كيف أتكلم معه كيف حتى بعد ما خرج قاله دخلي دابع كده ما هو الناس النكديين لنجيب لي إياهم تاني والمحقق مطيف كرهني نفسي يا ابني أسكت والمشهد الرائع اللي التعامل فيه نولن مع الأدوات التصويرية بالناس نولن والله العظيم رهيب كيف خل الغرفة كلها تزيد الإضاءة اللي فيها كيف أنه هو جالس شايف النور كأنها قنبلة تنفجر مرة تانية قدامه كانت يعني أداء مرة جميلة وأداء المحقق في المكان دا كان عظيم كان جدا 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 رائع وإيميلي بلانت عشان المشهد اللي قلبت فيها كل شيء لو لا المشهد دا كان أنا يمكن قلت يعني جايبينها هي موجودة في الفيلم المشهد دا أصلا بس شوف اللي الحلو إن المشهد ما كمان بس جاء مفاجأة يعني وهما بيحكوا في التايم لاين جابوا لك إنها انفجرت عليه أكتر من مرة في البيت وقلت له بتحرمسي أيو لحد ما جاء دورها وهي حاربت فأنا حبيت إنه لو ما كان في دا كله وبس جالسة في الخلفية وجاءت وحاربت بحي حكوت ححص بشوية يعني عدم اتساق في الأحداث كلها بس إنهم رمولكية كم مرة وهي أصلا حاق دا وزعلانة من اللي ساير وتجيها فرصة إنها تكون جزء من النقاش ولعبة الدور صح كانت الضربة القاضية أحلى موسيقى في الفيلم بتسمعها برا فيلم أنت قلت حاجة زعلتني لأن أنت قلت حكس اللي أنا سويته تماما قسر من بأيات إحنا يبطل نحن نزلنا في المزيكة مختلف تماما من يوم ما نزلت الموسيقى وأنا ما في غيرها يشتغل علي وأنا من أشتغل دائما وأكتب مقاءة أكتب ريبورتات وأكتب الإيميلات تبعي من طولة أركز أشغل دائما الميوزيك من غيرها غاني دائما دائما يعني هذا الشيء من زمان عندي آخر فترة الألبوم حق مو كله ثلاثة أربعة موسيقى منهم على الريبيت يا مان فترة اللي فاته ثلاثة أشياء ألبوم حق بوست مالونا الجديد ترافي سكوت وأوبنهايمر أنا على الريبيت شغال على الريبيت أنا اللي حطوها الريبيت دلوقتي حمزة نامرة فمع الأزواء مختلفة لو الله حمزة نامرة عمل قنية جمدة جدا دي هاي لبقى أنصحك بي ما عجبتك Can you hear the music أو the destroyer of the world لا يسمع عجبتني جدا جوه الفيلم يا ماهر بس أنا حس أني تمي داخل الفيلم فقط أنا ما عنديش انتقاد على المنزيكة بس ما فيهاش تيم الكاتشي اللي أنا أحب أسترعيها كل شوي خد مني أنا يا مني خلاص أنا ما عادش عندي مكان وجبت ستوديو جديد واتملة من حاجات اللي أخباها منك حوال دي فين شفت في تيك توك كيف أحيانا أي حاجة بيوك تحزن يحطو لك موسيقى وبعد أحيان خلاص إنه قادت تقول لي بتفشتوني من أم الموسيقى دي صار يعني استخدامها السخيف صدقني هل تسمع الموسيقى ستوصل لدي الدرجة في التيك توك من كتر الاستخدامات لأنها تليق بأي حاجة هل تعملها دراماتك هل تسمعها بره الفيلم وأقول له بره هل تسمع الموسيقى لكي يكون واضحين طيب إيش باقي حاجات أخفلنا عنها في الفيلم الفيلم سهل الفيلم كان سهل يا محمود ليش حاسس أنه في حوارة سهل زي ما بيقول لك يعني أنت أنا أول تسلسلات الفيلم خمس دقائق ست دقائق استدعيت روح جي اف كي على طول قلت الرجل ده داخل معي في مارسون اتعيد العدل جي اف كي واسمع سبع جي اف كي وفتح عينك تفتيح جي اف كي وافهم كويس حتى النصيحة دي قلتها للناس بعد كده لو فاتك اسم ما تستهلكش طخ كتير انك تفتكره انت مع مخر كويس حيرجع يفكرك فيه في اللحظة المناسبة نطو خليك مع الفيلم ما تقعدش لانها دي الازمة التي تبتلي في البداية نيمز دروپين كتير جدا لشخصيات بيقدمها وبعدين بيرجع يشير لها 4-5 مرات وهي مش على الشاشة تبتلي تقول لورنس مين لورنس الرجل لغاية لما جات في الآخر معك 4-5 شخصيات هم دول اللي اسموه مهم انه يكرر وحيلعب وادوار مهمة في مرحلة الاستدعاء العاطفي منهم تيلر على فكرة منهم الشخصيات بيني صفدي في مشاهدة السلامة ايه 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 البيك الاموشن الفيلم اصلا ماش ايه ايه ف لو عملت كده الفيلم سهل ويمكن حاجة ثانية وهذا انا اكون حريص بعض الاحيان انه يبان كأنه بقى ذاك ولا بحاول ادي معلومات هي اساسية ولكنها ليست معلومات عامة في بعض المعلومات التي تعتبر معلومات عامة المفروض ان المفروض وانا اشوف ان المفروض الكل يكون عارف عنها لانها سبب لتشكيل العالم اللي احنا عايشين في اليوم بس NO اساسي انه يكون عارف عنا فلا نفترض انه كل عارف نول نفترض انه الكل عارف تاريخ الحرب العالمية نول نفترض انه كل عارف تاريخ امريكا وال藉 ساير فى امريكا والحرب بين الجمهوريين والديموقراطيين والشيوعية والناس التي كانت واقفة عليها نول هذا نفترض دا كل إنه هو معلومة عامة الفيلم من كتر ما اشتهر والفيلم من كتر ما الناس كلها حاجز بدخلك فهذا عندك العموم اللي داخلين مو شرط كلهم يكون عندهم هذه المعلومات العامة وللأسف المفروض تكون معلومة عامة بس ما هي موجودة عند أغلب العامة اليوم مجرد معرفة هذه المعلومات واللي هي ما تعتبر عن ذكاء ولا شيء أعتبره درس تاريخ الفيلم بالنسبة لها حيطلع من درجتين لثلاثة مجرد أنك تعرف المعلومات العامة أساسيات الحرب العالمية الأحزاب اللي موجودة في أمريكا الأشياء اللي صارت بعد انتهاء الحرب وما إلى ذلك كنت عملت كنت عملت تيت توك في كفر الشيخ تيداكستوك تيداكستوك في كفر الشيخ كان الموضوع اللي اخترتوا منه هي مساهمة السينما في دورة المعرفة وكان أحد الركايز اللي كلمت عنها النقطة اللي أنت بتقولها دي بالظبط أنك تتفرج على فيلم يعجبك الفيلم يعجبك الفن يعجبك الممثل يعجبك المزيكة تعجبك أي حاجة فتخليك تروح تجري تقرأ عن اللي أنت شفته ده سواء من الفيلم أو من التريلر وبتحصل كتير قوي مضوع التريلر منها مثلا كيلر زودة فلاور مون جرر الناس كتير قوي تقرأ عن القوزج بتوع الناتف امريكان ودخلين عشان يصبح مستعدين للفيلم لأنهم مش ضمنين اللي حيتحكي جوه الفيلم فده بيخلي منسوب المعرفة عندك يرتفع ويكون أعلى حتى لو في الاخر الفيلم معجبكش أنت طلعت كذبان وخلاص أنت تعلمت حاجة يا ريس هو فيه أحلى من كده في الدنيا صحيح صحيح وهذا اللي عملنا كمان التوك اللي في إثراء كان جزء منها أنه كيف السينما يا إنها تأثرت بالتقنية إنه طريقة التصوير صارت أفضل أو القصص اللي بترويها بتدخلك التقنية فيها وساهمت إنها تديك قصص تقنية بتساهم في معرفة الأجيال أو تكون ملهمة حتى الاختراعات مستقبلية فهذا يعني هذا الشيء اللي اليوم في فيلم أوبنهايمر كثير هيفرق لو تعرف شوية عن تاريخ الحرب العالمية شوية على الأحزاب اللي موجودة في أمريكا هيفرق معاك مشاهدة فيلم جدا فرقوا على حلات الدحيح بتاعت الحرب العالمية التانية وبتاعت أوبنهايمر وبتاعت الكلام دا كل كان في واحد بيهزر فاشخني دحك بيقول لك أوبنهايمر سريق الفيلم بالدحيح غوصن فاشخني دحك إحنا يعني والله صراحة أشوف يعني الدحيح من المحتوى ده موجوده في واحد اسمه برضو في اللي هو بيرسم الأحداث أوبن سعد عبد الله اسمه أحمد عبد الله بيرسم كرتون أحداث عالمية الحرب العالمية بشكل كرتوني رائع 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 جدا ومن يوم ما سوي الحرب العالمية الأولى والناس بطالبت الحرب العالمية الثانية لو أنه عملها قبل أوبنهايمر كان ضربت معها أكتر بس خلي راحت عليه بس الحرب العالمية الأولى معنها متشعبة شرحها رسميا بصريا بطريقة مرة حلوة آخر نقطة أكثر مشهد أزعجك في الفيلم أزعجني مع جبنيش ولا أزعجني وقاصد يضيقني ايوه ديقني وقاصد إنه يضيقني المحاضر 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 اللي هو كان بيديها الاحتفالية اللي كانت في المدرج بالشخصيات وهي عملها الدب دب على الأرض وكل شوية يلعب بالإضاءة وكل شوية يلعب بالكلام ده هو مشهد مطلوب منه إنه هو يشارك بعدم الارتياح علشان تحس بنفس إحساس الشخصية زي ما هو متصور إنه المفروض يكون حاسس أنا بالنسبة لي ادخيلت اليابانيين لو شافوا الفيلم ده قال عندي سؤال مرة جوهري الفيلم دير عرض في اليابان؟ يعني كيف شخص ياباني ممكن يشوف لأنه ما بيّنوا ترى بيّنوا فرحة ومدرئة طب إنت على أساسها فيه يعني هم ما جابوا كويس إنه ما جابوا صراحة يعني ما كانوا دور إنه يجيبوا الناس تموت ما له أي داعي إنه يجيب الناس تموت هي الفيلم على الإختراع نفسهم وعلى إنه يبين الأداء الحربية كيف تم استخدامها anyway فيلم بادي مشاهدة حدث بكل تأكيد أهام أحداث العام حتى الآن وعلى نهاية العام نحدد تأثير وعمل إزاي لأنه بكل تأكيد يمتدل أكثر من العام ده وأتمنى فعلا أتمنى خريطة استهلاك المحتوى الترفيهي في العالم كله تتغير عشان تدينا فرصة نغوص جوى الأفلام دي أكثر مش كل شوية نطلع من ملف لسه عندنا ناس كبيرة حتنزل السنة دي لكن أنا أتمنى من كل قلبي تكون هذه الفرصة اللي ياخد فيها نونان أوسكر بأي طريقة أتمنى 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 كده أخيانا أنا أستنى أرى أفلام الناس وبعدين أقولك إذا كنت عايز أو لا إن أنت بتقوله دوت بيطرح رغبة مباشرة منك فإنك عاوز فيلم نوركس كورسيزي يبقى أوحش منه وفيلم ميك فانشير يبقى أوحش منه ديفيد فانشير وفيلم أبغايا يا أخي أنا هذا القدمي أنت رستيلر ما ترشح لشيء أنت بتخيل؟ ما رشح لشيء أنت تستمر أقل فيلم تقييم من أقل أفلام نوران تقييما على الروتن توميتوس إن لم يكن الأقل فعلا هو 76% تقريبا حاجة زي كده إحنا عايشين فعلا مختل يا مهر يا أخوي ببساطة اللي ما كانوا فاهمين فالنقاط لما ما يفهم شيء يخصفوه ولكن لو أكلفوا حالة ويفهموا شوية يعيدوا الفيلم يفهموا يحاولوا يتقفوا زي ما أحلموا يتقف كان ممكن ياخد على تقييم أعلان بس بشكل عام أنا أقدر أراهن ما أقدر أراهن على الأوسكار لنولان بس أقدر أقول لك أنه بغض نظر عن أي أداء ممكن يطلع كيليان مورفي كيليان مورفي الأداء اللي قد مورفي عندك واتين فينيكس عامل نابوليون ما تتوقعش أن كيليان مورفي حيكون بلا منافسة سنة اللي فاتت كنا بنقول مضبونة للإلفز ولا تعرف صح صح ممكن أتمنى متمنى لا أنا أتمنى أن يكون فيه منافسة قوية أنا أتمنى أن كل الأفلام دي تبقى حلوة وأتمنى يظهر لنا مفاجآت إحنا ما نعرفهاش كذلك وأتمنى الخمسة اللي حين نفسه على أفضل ممثل تبقى قاعد عندنا خمس فرق على مستوى العالم العربي عملة تتشحن مع بعض أتمنى هي دي السنة بس بالأداء أما حاجة أنت السنة دي عندنا بلنوف عنده دون سكورسيزي عنده كله زودفلا ورمون نزل دنازل واحدة من ثلاثة أربعة ممثلين ده مش حياتهم حد ونولان وأوبنهايمر يعني سنة تجيلة ديفيد فنشر نزل مع مايكل فاسبندر بالضبط سنة تجيلة سنة تجيلة فإن شاء الله نشوفها الأفضل طب خلصنا الأفلام اللي عندنا إيش بقى؟ خلصنا الأفلام ننتقل للمسلسلات؟ ناخد الأسهل Love and Death عشان أنا شفته من أول وقديره بس يتقدمك شفته فالسؤال هل أنت شفت النسخة دي؟ شفت نسخة تانية حاجة هولو؟ لا، شفت بتاع الطوت بس لمليانة تقطيع فهي دي اللي أنا كنت أحاول أستخدمها كمقارنة نفس القصة تم عرضها على منصتين مختلفة بممثلين مختلفين ممثلين مختلفين؟ يعني ممثلين مختلفين؟ أنا شفت بتاع لزابة أولسن عادي؟ بالظبط في مسلسل تانية لنفس القصة تمثل فيها جيسيكا بان مرت جيسين تيمبرلك ده جديد رخر؟ لا، نزل جبل نزل سنة لا، أنا شفت نسخة إليزابة أولسن بس شفتها على طد وطد مقطعين كل المشاهد اللي في الحلقتين الأولانية فأنا بقى أقول لك أن المقارنة بس قبل نقائنا أن نتكلم على كيف أن مسلسلين بيتكلموا على نفس القصة بس بتغيير في الأحداث فرق معايا بشكل كبير القصة اللي نزلت في 2022 مليت وأنا أتفرج وقفلت وما قدرت أكمل المسلسل الآخر والمسلسل الثاني لأنه أخذ وقته في أول حلقتين ثلاثة ووران العلاقة اللي بينهم لما نشتد والحدث الرئيسي لما نجا أنت شفت المسلسلين شفت الاثنين، يس هنا أقول لك عشانا كنت مقدر لليسوا نولان في طريقة سرد الأحداث كممكن يأخذ لك الأحداث من البداية من هو صغير لما كبر لما هذا ومن المحاكم ومن مدرمين وبرضو كممكن يطلع بالفيلم يعني كويس بس الأثر اللي سابه معاك إنه يسيبك بلقطة في النص كده عشان يوريك التبعات للي كل الشي اللي سواه ويسيبك بطعم مختلف التيست انت وانت خارج من الفيلم إيش آخر طعم أخدته؟ نفس الشي عشته في لبن در آخر طعم شفته تمثيل إلزابلت أولسن وهي بتورينا الأول مرة إيه صار فعلا شيء أمر مغيب تماما عننا كلنا ما كنا نعلم أداء إخراجي ممتاز هو أداء إخراجي في المقام الأول وأداء إخراجي صادم بالمقارنة مع ما تم تقديمه في المسلسل من البداية لغاية هذه اللقطة أنا ما تخيلتش أنك ستكون على هذا المستوى من الجرأة أنا اتصدمت اتصدمت جدا كمان وقصدي ده بطريقة إيجابية عموما من ساعة لما الجريمة وقعت ودخلنا في الإطار بتاع المحاكمة والعامل النفسي اللي دخل معنا المسلسل تحسن بشكل كبير قوي أنا في أول حلقتين كان عندي نفس الإحساس اللي كان في بداية دابيني بابل اللي كنت بقولك عليه اللي هو أنت عاوز تسرت حاجة حصلت في الواقع وعاوز تثبت أحاسيس معينة عند المشاهد بالعافية أنا من الأول إحساسي دي ست مجرمة مهما عملت ست مجرمة لما تعمل إيه ست مجرمة طب لو أنت طب لو أنت ما تعرف إنه هي مجرمة بين المسلسل والمسلسل الأولاني المسلسل الأولاني من أول حلقة تعرف إنه هي مجرمة تمام؟ المسلسل ده لو ما تعرف قصة الحقيقية وما أحد قلها وشغلت المسلسل بس عادي تتفرج حتشوف مربة منزل خاينة تستاهل كل الكلام السيئين قال عنها قامت علاقة غير شرعية مع زوج آخر كل الأشياء السيئة تنقال على الأثنين وتكون علاقة عاطفية عادية إلى ما يجي منحنة حق الجريمة معنا وتخش في منحنة آخر فبالنسبة لي أنا الطريقة حتى أستردل في البداية على الرغم إن أنا كنت متضايق من طبيعة العلاقة ولكن أرى نهايتها أنت تبايني أنت بتوصل لي يعني أنت خليتهم أخش في العلاقة دي على أية أساس إش اللي بتبني بتوصل لفين وشفت البناء ممتاز لأن كل حاجة بنوها في البداية طريقة العلاقة اللي بينهم فين كانوا يناموا مع بعض مثلا إش الفنادق اللي كانوا يروحوها الأثر النفسي عليها كيف كان يكون بعيد عن البيت كيف كان هو حاسس بالذنب لأنه كانت تقوله دائما لا تسافر هي تبقى خليك جريب مني بعد ما ماته هو مسافر ستأثر عليه ويكون السبب عشيقته كمان فكان يعني أنا بالنسبة لي البناء كان ممتاز وأنا ما أحسنت بالإنزعاج أنا أحسنت أبداً بطيء محاولة مناقشة عدد كبير من الزوايا بتاعت قرارها ده وطريقة التعامل بتاعتها مع العلاقة وخطواتها الأخيرة في مرحلة إنهائها لا أنت بتحاول تقولي حاجة بالعافية أنت بتحاول تنقيها من الصفات السيئة للأفار أو العلاقة اللي هي دخلت فيها بالعافية فمشتريتش أنا كنت عاوز تينتنج أكتر من كده أنا كنت عاوز شيمينج أكتر من كده أنا يمكن شيء واحد ويمكن ما قدروا يغيروا لأنه لأنه يمكن القصة الحقيقية مبنية على الشيء ده ليه ردة فعلها الزوج بكل أمان لا لا في القصة الحقيقية لما أردتها هو فعلا شخصية متبلدة وبردة وأنانية ويمكن المثلسل أحسن في نقل أنه على مستوى معين كان حسس بالارتياح أنه خلص منه فأنا بس هو يعني دراميا بعيدة قصة الحقيقية دراميا الزوج لو كان ردة فعله مختلفة يمكن كان رفع معانا الأثر النفسي بس هو ما بيانوالك شيء ولم معاولك صورتها ورانوانا يا أخاينة معفنة خانت علاقتها بصحبتها خانت علاقتها بزوجها عملت كل شيء غلط في الدنيا الوزق أتلت الست وثبت البيبي الواحده في البيته ويعرف أنا محدش هيلاقيه دي كلبة بس اللي وده نقطة أشاروا ليها في المسلسل في المحاكمة مرة واحدة بس يبقى المخطة تكون ركيزة أصلا لأنك تقلب الجوري دايت عليها هنا يجي السؤال هنا يجي السؤال في الأخير هذه قصة حقيقية والجوري والحكمة اللي نطق في الأخير هذا نطق حقيقي هذا لا يعني أنه أنا كمشاهد لازم اتفق مع هذا الحكم أنا شايف لا 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 أنا تعقيبي ده مش على أن المسلسل متعرضش لده أنا بحكم الوكيل النيابة الحقيقي بزبط بالضبط أنا بالنسبة لي الآن جماعة هنحرق الآن إلي ما شافه المسلسل يشتهل نحرق الآن إلينا نحرق نحرق الآن إلينا خمس ده لا 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 فيلم لسه ما يعرف الجريمة كيف سارت هي أهم حاجة الجريمة كيف سارت وش اللي ما أدري إيه هذا هو أهم هذا المفصل فهنحرق الفكرة إنه إنه تتهم بالجنون ولحظة الجنون دي أنا بالنسبة لي ده عذر واهي جدا خلاص كل واحد يصير شي ما عارف ما أمني دكتور نفسي ولا أعرف بس كأحداث قدامي طب خلاص معناته كل واحد قتل حيقولك أنا اتجنيت وقتها قليل السايكوباث اللي بيكتلوا بتخطيط مسبق أغلب الجرائم حقية القتل اللي بتصير من زعل من غضب لحظي وبتصير الجريمة عشان كده الواحد لازم يقدر إنه يتمالك عصابه ويعمل إشي اللي خليني أوقف إنه ما أضرب مديري ولا ما أضرب واحد معايا في العمل ولا ما أسوي أول شي دينيا أخلاقيا بعدين قانونيا خلاص بكم يا جماعة لما ماهر بيتكلم على أمثلة معينة في علم النفس بشكل عام بتستدعي أفكار ترقت على دماغك فعلا يعني يعادت عليك بالفعل وبعد ما تيجي تدلوقتي تتكلم أول مثال بينطق المعاك على طول ليه ما يخلميش هدرا المدير يوم وزملاء يوم too specific route نخرج من لفندر نخرج على المؤاخذة من لفندر نروح لـ The Bear Season 2 أوه لا دبار على بعضه دبار على بعضه احنا واحد سبق وتكلمنا عليه قبل كده حالي بس أنا عايزة راهن على حاجة وتقولي إذا كانت صحة ولا غلط انت بعد ما شفت الموسم التاني من مسلسل دبار بقيت متشجع أكتر ومجتهد أكبر أكتر ومقبل أكتر على الكورس اللي انت فيها أوه طبعا سيزن ملهم جدا على مستوى الناس اللي حابت تتعلم أو تتطور أنا مش عايزة أقولك أنا بقيت عايز أنا عايزة روح أتعلم حاجة أي حاجة ما عرفش إيه هي بس أنا سروح أتعلم حاجة وهذه هذه هذه جمالية العمل ككل العمل قائم بشكل كبير جدا على كيف أقولك أول شي على الشخصيات طبعا يعني بناء الشخصيات في العمل ده رائع رغم أنه نصف ساعة ما عادة حلقة واحدة هي بس اللي ساعة وحلقة في الموسم الأول وحلقة في الموسم الثاني اللي هي ساعة ساعة مسلسل رتمه رتمه سريع مع ذلك عرغم أنه رتمه سريع أحسن من مسلسلات كثيرة جدا بتاخد ساعة في الحلقة وما تقدر تبني شخصيات الشخصيات هنا مبنية مبنية بطريقة جدا سليمة والسبب لأنه بنحطه باختبارات متسارعة متعددة تخليك تكتشف أبعاد الشخصية في حدث بيصير قدامها مين بيزعل بسرعة مين بيتنرفز بسرعة مين عصابه باردة مين عصابه حارة لأنه دائما بيحطك في وسط حاجة مقلقة وأنه يجب لك هي ضمن حاجة أنا أظن أنا وغيري كثير ما كتفكرنا أنه العمل داخل مطبخ في مطعم بهذه الدرجة من فيله سترس فيله تأثير عالي على الشخص لكن لما أنت شوف تقول صح منطقي أنه كله شغال فوق بعض كله شغال مع بعض عندك واحد بيستنى الطلط عندك طلبات كل ما لها بتجي عندك واحد بيطبق حاجة هنا واحد بيعدي حاجة هنا واحد مسؤول عن اللي ساير كله في المكان ولولا طريقة التصوير الرائعة كان أنت ما قدرت دا كله وكان خرجت ممسا تقول ليش ما مزعلني ما بيطبخوا سندويتشات وأكل بس طريقة التصوير اللي وصلت لك للقلق اللي ساير اختيارات تصويرية رائعة يا مان المنتاج السريع اللي اللقطة 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 يا بوي ايش ساير ايش فيه ايش اللي ساير معاكم فالأدوات هادي كلها تم استخدامها بطريقة بلت الشخصيات بحاجتك بطريقة أحلى حسستك بقيمة عمل المطعم والناس اللي شغالة جوة مطعم وحسستك بتطور الشخصيات والأحداث اللي بتصير معها انا اللي مرة حابدة بار انا مرة حابدة بار انا حابت المسلسل جدا طبعا كان عندي تحفز على الموسم الاولاني كنت حسست ان الموسم الاولاني اوور ريتد شوية لان الحدة اللي انت قشرت لها ما كنتش شايف لها داعي انتو بتشتغل على سندويتشات الاودينس اصلا مستوى استقبالهم للكولتي مش مهمة قوي مش حاد قوي للدرجات دي فانتوا ليه ملكم مجدودين والفشل عندكم مكبرين اثر والكلام ده كله فحسيت ان فيه ادعاء حدة تقدير الموسم التاني انه جعل الموسم الاولاني احلى الحقيقة لان هو قدم تبرير على مستويين المستوى الاول هم ليه حدين بالشكل ده بمقابل بقية المطاعم او بمعنى ان صح ايه هو القاسم المشترك ما بينه وبين كل المطاعم اللي انت اشرت ليه الدنيا حاد ده فعلا احنا بنشتغل على عدد كبير من البشر فمساحة مش كبيرة قوي بيتحركوا لازم يتحركوا بشكل منظم لما حد فيهم بيقابلوا مشكلة بيبقى في اقصى درجات الاحباط وممكن يعكس ده بطريقة سلبية بس اشوف ده في الموسم التاني مطاعم تانية مش هستيرية لهذه الدرجة وهنا تيجي اهمية الحلقة الطويلة اللي هي حلقة العائلة في الموسم التاني اللي بتبين لنا بشكل واضح عشان دول بشر مش عاديين دول اصلا مجانين عندهم تاريخ مع المرض العقلي عندهم تاريخ مع الخلل النفسي اللي حصل للاخ الاكبر مايكي ما هواش حالة فريدة ده موجود عند الام وموجود عند كارمي والله اعلم ممكن يتم بعثه او بثه لابعد من ذلك الى اي حدود اعجبني ده جدا وخصوصا في ان في الموسم التاني الحد بقى الها داعي لانك فعلا بتسابق الزمن لا لا انك تلحق تفتح المطعم بتاعك في معاده والحلقة الاخيرة الرائعة برضو بتاعة السيرفيس الاولى للمطعم الجديد دوت بقى في مفهوم اكتر ان الاوديينس دلوقتي بقى اوديينس تانيين الجمهور بتاعك بقى جمهور مختلف مستوى استقبله للجودة مختلف تماما وقاعد معهم واحد اصلا يعني من طيبة قلبه بيقول ان انا عايزكم تنجحه لكن فشلهم بالنسبة له مكسب يعني هو مش متضايق لو هو عمهم على فكرة دور هيل من اوليفر بلاد مش واحد حقه خالص مرحل بالاضافة للعامل اللي بقولك عليه الموسم التاني من اقل المواسم او الاعمال الدرامية بشكل عام افلام مسلسلات او اي حاجة اللي تطلع منه بدفعة الهام يلهمك لاسباب تخليك تحب شغلك مش شغلهم هما يعني انا اسمعت عن افلام كتير تخليك انا شفت الفيلم ده حبيت الهندسة حبيت الطب حبيت العلم حبيت البتاع السلسل ده مش هيحبك في الطبخ بالتحديد هيحبك في انك تتعلم في انك تتطور شخصية تينا وشخصية ابرا شخصية اسمه اي ماركوس السفر دنمارك التجارب التعلمية اللي مروا بيها انهم يتودوا في اماكن مختلفة تجربة ريتشي مع اوليفيا كولمن في الحلقة السبعة المفضلة بالنسباني يا خبر امتحس ايوا يا جماعة انا مش عايز اشتغل شغلهم انا عايز اشتغل شغلهم بس عايز اشتغلهم اكتر عايز اشتغلهم احسن ريتشي في نهاية الحلقة السبعة لما رجع المطعم بتاعه بالبدلة انا عاوز البز بدلة او انا رايح شوكي عارف يعني ايه مسلسل درامي وشخصيات تدفعك لانك تلهم لهذه الدربة ده اللي عملوا معي الموسم التاني ما مسلسل ده صح انا بالنسبة ليش الموسم الاول كان استقبلته يمكن بطريقة انت شفته اوور ريته انت بالنسبة لي كنت شايفه اون سبوت يمكن موه حلقتين ثلاثة بس كل ما بيزيد معايا لانه المسلسل بيتكلم على صراع ثقافات بطريقة مختلفة خلنا اشرح دائما كلمة ثقافة الناس تاخدها بشي مختلف الثقافة مو شرق تكون ثقافة شعب ممكن تكون ثقافة عمل انت ممكن اليوم جاي في هذا المطعم زي انت ما قلت المطعم بيدي سندويتشات بيعطوها الناس موهمهم الجودة متهمهم الشكل ما يهمهم جيب لي اكلي عم وخليني اخرج فثقافة هذا المكان انه ماشي خلاص هو ماشي سوي سندويتشات وبيع جاك واحد جاي من ثقافة مختلفة تماما جاي من مطعم ثلاثة نجوم بدأ يسمو يلمع شيف محترم الناس في المطاعم دي بتنادي بعض بطريقة بتنادي بعض بطريقة معينة المطبخ جوه مترتب بطريقة معينة السكاكين في محطوطة فماكن معينة كل واحد يغلق من الطبخ حقه المحطة اللي واقف فيها بيسوي ينظفها عشان اللي بعده ييجي كله ماشي بالساعة فتصادم الثقافات هذه مع بعض بالنسبة لي لانا جاي كمان من بيئة اشتغلت فترة طويلة داخل المصنع فالمصنع تابعنا كنتابع لمصانع تانية سلاسل حوالي العالم كلها كنا دايما نروح المصنع في ألمانيا نرجع ونتكلم مع الشباب عندهم مصنع جماعة شوفوا العلمان مثلا كيف دائما المكنة بيفكها بيصلحها بينظفها بيرجعها تلمع هذا الفرص الثقافة بالتعامل نفس المكنة موجودة هنا موجودة هنا بس ثقافة التعامل مع المكنة من بلد للتانية تختلف ما ادري كيف ربطة الامور مع بعض بس لما شفته جاء على المطعم وبيحاول يجيب معاه ثقافة المطاعم الكبيرة على هذا المطعم الصغير وشفت الصدام وشفت مع الوقت يبدأوا يقدروا هذا الموضوع ليش تنادي بعض شيف لانو هذا احترام كل انا شف مو بس واحد شف اي واحد يقول ياس شيف ياس شيف نكلم بعض ليش لازم انظف عشان اللي بعدي حيشتغل اسهل عليه الشي ليش السكاكين تكون موجودة عشان تسهل سرعة العمل بدل ما افكر وادورها مد يدي واجيبها كل هذه الامور علمت معايا بشكل كبير ووصولا من الحلقة السابعة لو ماني غلطان او الثامنة ماني فاكر الحلقة الموسمة الاول ده اللي انا عدتها وانا بعض على طول خلاصة عدتها على طول اللي وصل فيها التنشن لابعد درجة هنا انا عرفت اني في مستوى كتابي مختلف جدا وعدت الحلقة الثاني لاني قاعدت اسأل نفسي انا ليه حسيت بدا القلق ليه صرت مشدود مرة ايش الادوات اللي استخدموها في المشهد ده اللي وصلني لده الشدة زي ما قلت في بداية الكلام مابغى عيد كلامي المنتاج السريع يامان انت على طول انت في مكان ضيق المطبخ صغير فقاعد عندك واحدة من اثنين اتكلمنا في بداية الحلقة عن مالك وكيف بيصور يا كان يحط الكاميرا في مكان مثلا من فوق وتشوف كل حاجة قدامك اوكي هتشوفه منهم بيغيروا او تحط الكاميرا على الشخص وبعدين تنقل على الشخص الثاني وترجع تنقل على الشخص الأول وترجع تنقل على الشخص الثاني عمليات النقل هذه هتخلف معاك هتخلف معاك هتخليك مركز ليه ليه بقى تنقل ليه بقى اروح مع صوت الغليان حق الموية مع صوت التايمر حق الطبخ كل دي الأمور في مكان ضيق في مساحة ضيقة تحسسك بالتوتر تخليك كأنك انت عايش معاهم استخدام وفق جدا لكل الأدوات اللي موجودة في المشهد وكرروها مرة ثانية في الموسم الثاني في حلقة الكريسماس وكرروها مرة ثالثة في نهاية الموسم الثاني في افتتاح المطاع بيانونا انه مرة الأولى ما كانت صدفة وطريقة الإخراج هنا مدروسة سايكولوجيا كيف نأثر على المشاهد كيف نحسس انه هو واقف معانا هنا ان هذا الشيء خلاني يحترف العمل بعيد عن قصة والدراما وكله القصة والدراما وتخصيل الشخصيات من أروع ما يمكن احنا مش عايزين نبين الناس انا ده مسلسل تقني في طبيعته ومجرد انعكاس دقيق لحاجة بتحصل في الواقع وخلاص هنكلم على أبعاد فنية أساسية بسيطة جدا على أعلى مستوى تصميم الشخصيات والحدودة اللي احنا نتفرج عليها الدراسة اللي احنا بنقدمها للخلل اللي موجود عند بعض الشخصيات عندنا اللي عندهم قدر على تدمير نفسهم رغم نوصلهم لأفضل لحظات سنة حرق كده احنا بعد الحلقة السبعة وصلنا لمرحلة من أجمل ما يمكن كل حاجة بقت تمام وكل حاجة استقرت والناس جميلة والداجل داخل في علاقة حب هيلة والمطعم خلاص حيفتتح والعائلات اتلمت وكل حاجة بقت زي الفل وأنا قاعد بتفرجه وأبو أؤكد لنفسي وكنتم تأكد لمراتي اللي كنتم تفرج معايا مستحيل مستحيل حيخلص على كده كارني شخصية مدمرة ذاتيا هو حيدمر نفسه هو لازم حيوصل لحاجة وحيرجع يقلب الصورة ديت مرة أخرى وده هو قط اللي حصل وهي دي الدراسة اللي احنا بنشوفها وهي دي الدراما اللي احنا بنفرج عليها عندي ليك سؤال هو اللي حبث نفسه هو اللي حبث نفسه وهو اللي اعترف على نفسه أمام صدقته ودمر علاقته بيان كل شايف يعني أنا عجبني التوصف حقك مدمر نفسه ذاتيا لأنه جاي من خلفية يحس إنه لا يستحق يكون موصول هو شايف إنه ما يستحقش في الحلقة الحلقة حقك الكريسمس وصل لدرجة لو أنت ملاحظ مع التصاعد حق الأحداث وأرمش شوكة لا ترمش شوكة ومدري مين وصل لمرحلة سار كده أنا ما أبغى أسوه شيء وصل ولا بيهدي أحد ولا بيكلم أحد كده بس مسبهل باللي ساير حوالينه ومن كده هول الأحداث سار مستسلم لكل شيء بيصير معه والولد ده تمثيله ممتاز هذا من الجيل اللي طالع أنا أعرف من مسلسك اسمه شياملس كان دوره أقل بس برضو كان دوره حلو أخيرا أخذ يعني مساحة تمثيلية كويسة شخصيتك المفضلة شخصيتك المفضلة سلاش تمثيلك المفضلة اتنين مع بعض في الموسم الأول والموسم الثاني لو هو ما نص الشخص تمامل لو تغير قل نفس الشخص مع أنه مشاركة بسيطة جون برانفر أنا قادمي ده لا يفشل أنه يبكيني لا يفشل أنه يحزني عنده قدرة فضيعة على أداء الدرامي والعاطفي يبيعني أي شخصية يسويها يا الله وصلني أنه مكتئم وصلني أنه كاره نفسه وصلني أنه هو بيحاول وصلني ليش أنه انتحر كل دي الأمور وما أنه طلع بحلجة ولا اتنين بس لو لأداء ما كانت أصلا مسلسل لكل فرج معايا غير الشيء التقني دراميا هو الركيز الدرامي الأساسي لكل حاجة في المسلسل أنا في الموسم الأولاني كارمين كاركت بحب جدا شخصية كارمين وشايف أن تصميمها هايل وشايف أن تكسيدها هايل بس فيه معلومة جانبية مهمة جدا أنا كنت بكره ريتشي مكنتش طيقه أنا شايف أنها شخصية دخيلة على الأحباب مساهمات وقليلة بيرفع من الحدة بيزعق كتير عدائي بدون داعي بالأمور دي كلها في نهاية الموسم الثاني شخصتي مفضلة ريتشي بعد ما شفنا درسته بعد ما شفنا اللي اتعرض له بعد ما شفنا تجربته مع مايكي يعمل إزاي بعد ما عرفنا خوفه على كارمي يعمل إزاي ولما شفنا الحلقة اللي بيتم ترويده فيها وقعدته مرة أخرى لبني أدم طبيعي عشان نفرق ما بينه وما بين ريتشي إن أسئله وما بينه وما بين كارمي إن كارمي شخصية مدمرة ذاتيا ريتشي مش كده ريتشي قابل الإصلاح ولكن تواجده بقرب كارمي بيرجعه لطبيعته السيئة مرة أخرى زي ما حصل في الحلقة الأخير وحاجة ثانية إنت لو ترجع هذه أبقرية الحلقة السابعة حلقة السابعة جابوا لك جابوا لك فلاشباك السابعة الفلاشباك السابعة حلقة ريتشي لو أنا فكر صح السابعة والسادسة الحلقة حلقة كريسمس فلاشباك تمام في الفلاشباك ده ورونة إنه ريتشي أصلاً ما هو بالسوء اللي احنا شفناه في الموسم الأول علاقة كويسة مع مرته في عزة الصدام اللي ساير تحت طلع فوق مع مرته وبيتكلم وبيحاول وكان فيه وظيفة وكان مقبل على حياة فلما نشوف إنسان كان بدل طريقة فجأة اختلفت الدنيا عليه سلشغال في المطعم من العمر راح يخليك تقول طب والله ما لومه على كل شيء يسوي ولما نشوفنا بعدين مع أوليبيا كولمان كيف رجعت الحياة ثانية على قولك إنه قابل شفت لما كان بيسأل في المطعم اللي مش عاوزيني أفضل قعد وخلص يا خبر أبيض يا خبر أبيض اللي هو طب ما أنا ينفع بقى إنسان كويس أنا تواجهدي قرب المجانين دوت هو العامل فيه كده وبعدين لما رح هناك رجع بالوش الكويس ولبس البدلة هو حالهادي ومستعد أساهم ومستعد أصبر ولكن المجنون التاني فضل يدفع فيه لغاية لما رجعوا الوش اللي هو بيكرامه والرهيب إنه سابنا أدانا مكافأة إحنا إنه المجنون دان حبس وريد شي يمشي هو اللي مشي المطعم بالتجربة اللي أخدها بالتجربة اللي أخدها قدر إنه يمشي المطعم أنا ما أبغل بطل يفوز أنا ما أبغل بطل يفوز البطل حقا أنا معدوم خليه يتعلم ويروح أنا عندي البقية فازه حتى البنت السمرة اللي اللي أيه سيدني برضو ما كانت هي سبب النجاح الأوحد برضو هي كانت برضو ما دون هي بطلة برضو إنسانة صغيرة في السن هذه أول تجربة ليها مجرد إنها خرجت بره وصارت الله يكرمك يعني تستفرغ وما هي قادرة يبين لنا إنه هي برضو يخليها ينزل من قوة الشخصية يخليها متواضعة أكتر إنه ما هي السوبر دوبر اللي مشيها كل شي حتى هي ماشي بالبركة بس عندها حب التعلم راحت المطاعم كلها حاولت تتعلم إيش الأفضل بتحاول تسوي أحسن ما عندها فبناء لكلامك مو بس ريت شي حتى البن دي يعني دريت شي يعطانا فكرة إنه أنا بغى أتعلم وبغى أسوي وبغى أكون إنسانة الأفضل أدىنا إنه كيف واحدة صغيرة في السن مو شغط يكون كبير ويفوت قطار الحياة عشان تغير حتى لو أنت صغير لو حاط قدامك هدفت بتتعلم فلعندك كل الأمور تعلم منها شوف المطاعمة تهنية كيف شغالة شوفوا الناس كيف بتتعلم حاول تتعلم دم الصفر أسلق من غيرك أول أستلهم من غيرك واقتبس عليه وأبني عليه أنا مرة حبيت الثيمة دي مرة حبيتها معها في الموسم الأول حسيت شوية إنه موسم الثاني بالنسبة لي ست أفضل ديوف الشرخ بوب أودن كورت جيمي لي كورتز جون موليني والبولتر أوليفيا كولمن أوليفيا كول حوار بسيط يا معنى حوار بسيط بين الاثنين بيتكلم من غير سعاد ولا حاجة وبتكلم وكله إسقاط على كل حاجة بنشوفها لكن لو بنتكلم على الجنانة اللي صار بكل أمانة دور الأم يا رجل ما هذا كريتها من قلب إيش داء كيف تعيش مع ماذي أحزن عليها ولا أبكي عليها ولا أسبها ولا أعمل إيه سايكو سايكو أنتوا ما تحبوني أنا ما ترأي عارف صدقت كل شيء أنا صدقت كل حاجة بتصير معايا قدامي وبابا أذكر أمر دول كويس بس ما أدرى أقول إنه كان بتصععدها بالتبادلات اللي بينهم هما الاثنين مع بعض أنا برونفل أنا برونفل وبابا أدو كيرك لا بتقليلش منه برضو في المشهد عظيم يا بس أنا بالنسبة لي كان صارج المشهد صراحة أنا جون برونفل ده أنا يأخذ إعلان هذا من الممثلين اللي أحسه مهما سوى ما أخذ فرصته صاح مهما سوى حتى لما نسوه هو برضو بيضيع وقته في بعض الأحيان في حاجات مش حلوية ما تقول ضيع وقته كنت تقول ما عنده يا أخي موارد أنا شفت له عنده هو بودكاست الآن حتى أخذ معاه شيئة لابوف لازم بشوف الحلقة اللي استضاف فيها شيئة لابوف من أجمل الحلقات إثنين رجال يتكلموا ويفضفضوا عن رجوتهم إثنين مو أحسر رجال مو قدوة في العالم ويبينو لك إيش أنا اللي عرفه أنه هم مكنوش تمام مع بعض في فيوري اتخنقوا مع بعض بالزبط شوف البودكاست مرة جميل لأنه برانثل عنده بودكاست وعنده كمان حلقة مع جو روجن ترى الراجل يعني عنده عمق في حياته مرة جميل فهذا اللي بقول لك إنه ما أخذ حقه يعني فيه أشياء تحديات كثير خلته يضطر يقبل بأي حاجة وأنا مزعلني يستاهل يعمل دور أكبر يقدر يشيل يقدر يشيل حتى المسلسل الوحيد اللي يقدر يكسب فيه أصعب جمهور جمهور الكوميكس أعطانا أحسن بانيشر وجاء في الأخير منحوس نتفلكس ديزني شالت المحتوى حج مارفل من نتفلكس وقفوه للمسلسل حقه واللي أعطانا بانيشر جزئين ولا أحلام حلو الكلام على دبير نموف آن لا هاي جاك هاي جاك ده فيه بعض التضارب وبعض الاختلافات في ردود الأفعال ببساطة 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 كده تبت استمتع شي يشدك كتابة حلقات مبنية انه فيك ليف هانجر نهاية كل حلقة يشدك اللي بعدها بغض النظر عن كل الملاءمات اللي موجودة هتاخد المتعة هذا واحد اتنين من البداية هذا من نوعية القصص اللي مبنية على الصدفة سبحان الله الطيارة اللي تنخطف دولا عن غيرها فيه هذا الشخص اللي هو قادر جدا على المفاوضة اللي سبحان الله انفصل عن خطيبته اللي هي الآن مع أحد الأشخاص اللي عنده صلة بالمباحث من الحلقة الأولى مدك الصدفة في النص من الحلقة الأولى هي اشتريها بعد اشتريت هتستمتع للأخير ما اشتريت هتوقف المسلسل وتسيب فقالها هاد النوعية من القصص اللي من البداية يفرد لك الأشياء اللي ممكن تمسكها عليه ويعطيك هيمن بدري أنا احترمها أعطاني هيمن بدري وكملت عندي مشكلة وحيدة بكيفية التعاون المجرم في الأخير بس ككل تجربة حلو مشكلة وحيدة يعني يعني أنت بمعندكش مشكلة مع الخطفين بطاعة الطائرة اللي عاملين زي مرأبين لجنة الانتحان في السنوية العامة عندنا ما أنا بقول لك أنا التعامل لحج المجرم ده في الأخير وكيف ضحك عليه بكل بساطة أنا أنا شايفه مسلسل سازج في أغلب تفاصيله يعني لو كنت متفتري شوية كنت قلت كل تفاصيله في أغلب تفاصيله لا لا لأنه بدأ معايا 500 سؤال ليه اللي رفض ان التاني يقوم يجيب الدواء لابوه ليه ما انت قابلت حاجات كتيرة لكل الناس اللي في الطائرة ليه دي اللي كان فيها مشكلة البس عشان تقوم الخناء عشان التاني يتطعم عشان الأحداث تنطلق كل شوية وهو الجدع وإدرس قلبا يقوم ويعترض عليك ويتخنق ويعمل مشكلة تروح معاقبله حد تاني عامل زي الدوري الإيطالي كده كل منادي يعمل مصيبة يروح يخصي لنواطل يبينكس مراقبين اللي جان اللي عاديين كلها الطائرة كل شوية روح بسس بطهره يروحوا للكتين معدولين عميين كده وبعدين يروح ماشي عادي ولا كأنه اي حاجة كل يبص فرقته وبعدين يروح بسس فرقته ومكمل عادي يا بتاعه في الآخر هل في حد لاحظ ان في الآخر الفيلن الرئيسي بقى اللي هو برا الطائرة وكلام ده كله كسب حد خد باله ان هو عمل اللي هو عاوزه في الآخر مفيش اي حاجة مفيش اي حاجة حصلت ده ملاءمات ملاءمات دي كلمة طيبة منك قاوي يا ماهر لا 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 دي سازاجات اللي هو هو القصة المبنية من الاساس كلها على انه انت عندك ناس موجودين في اماكن نعين عشان نمشي لك القصة وتروح هل الحلقة بتنتهي بتخليك تخوش على اللي بعدها صراحة ايوة هل جوة الحلقات خصوصا في الاخير صار فيه قرارات غبية جدا نعم بس كملت برحبنا هيتا معاهم من اول لحظة لحظة قرارات غبية جدا شفت اللي طلو اي ما جيب منديل من جوة ده المفروض افضل بقعب الام لما رح لها البيت وقالت له معلتش حقومة جيب منديل من جوة بعدين هربت مانديل من جوة يعني المفترض ان انا اقول على مسلسل حلو وفي واحدة هربت منه عشان قالت له حقومة جيب منديل من جوة لا 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 بتاع مسلسل سازج او يا ماهر انا كملته لانه ملموم يعني انا كملت مشاهدة عشان ملموم حيخلص ايا كان وهو برضو حاجة نتدقش فيها يعني بس لا 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 انا عندي الشاهد يا جماعة الشاهد يا جماعة انه هو شافه قبلي وقال لي يا ماهر شوفه هو كله ستة حلقات كان عندي مسلسل تاني بقول لي يا محمود خلينا نشوفه الناس بتقولوا عليه كلام كويس قلي لا 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 دي ستة حلقات شوفها كده وخفص فقبضت الستة حلقات دي عشانك عشانك عشان ارجع اقرب منك الكلمتات دي كرقتني في ام المسلسل والوقت اللي شفت بيه بالنزاك الله خير وهو احنا لازم نتفرغ الحاجة كويس صح هو امت عمل حاجة كويسة اعتقد ان انا الاول ان احنا نفتح هذا الملف الشاك هو لو اللي ما عاش معاه في المسلسلات القديمة هم اللي بيقولوا عليه هو هم كافلام اللي ما شفت له اي فيلم عديل ولا فيلم حلو ولا فيلم اقدر اقول انه رهيب بس هو جاي من مسلسلات كبيرة قديمة انا كل اللي اذكره له دور كويس في The Harder The Fall وهايمدال في مارفل اللي هو دور ولا حاجة طالع بقواب عمارة يعني هو دا كل اللي هو عمله في الموضوع غير كده ما فيش بيست مش عارف دا مش عارف ايه داوة بيستs of the nation اللي كان على نتفلكس في الاول خالص عمل فيه دور كويس بس هو الفيلم نفسه مش رائع يعني شوف انا اللي امكن خلاني امشي مع الفيلم شوية فيه نوعية روايات يا محمود يقولوا عليها ايربورت ايربورت نوفل او ايربورت شيلف نوفل انه روايات اللي موجودة على ارفف البيع في المطار غالبا الواحد في المطار لو قاعد يطفشاني بيسلي نفسه يشتري الرواية من الروايات دي لانها سريعة تقلب الصفحات ما فيها تفكير كتير المفردات اللي فيها سهلة وتديك حدا تشوقك لحل ما توصل الاخير هذا المسلسل من دين نوعية اللي ما يخليك توقف اللي يستغفر الله طفشت وانا قاعد فيه حاجة بتخليك تتفرش بتنتقد وانت ماشي بس بشغال بتشوف انا صراحة بكل امانة مع كل العيوب اللي ممكن نتكلم عنيها البكرة خلاني يخلصوا يا محمود انا موساين يخلص مسلسلات معك في لي هو خلاني يخلصوا ماشي يعني هو فيما يكفي من التسليل ويدفعك لانهاء تماما ايوة وعنده وجزء من انواع الكتابة اللي تختلف وتشوفها واضحة في هذا النوع من المسلسلات في مسلسل لو انا فاكروا كان على نتفليكس كان فيه البطل حق ديكستر اسمه سيف نفس الفكرة وجاي برضو من مكاتب الروايات هذا حق المطار برضو ينهي لك الحلقة بكليف هانجر لا يا رادية انت بتشوف التكملة انه ممكن يضيع منك ثنوس ممكن وتقعد تصبح فيه بس ينهي لك بكليف هانجر خليه تخش على حلقة اللي بعدها كده حاجة ولا ومسيطة اوف 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 كمّل اللي بعده كمّل اللي بعده فهو ذكي مبني واضح بس المسلسل ده مبني عليه فيه تمبلت نموذج تعرف النموذج اللي تعبيه دايما تكون نموذج كده تروح في مصلحة أو شيء ولك عبي القصة دي نموذج ايش نعمل عشان نخلي المشاهد روح اللي حاجة اللي بعض طيب ايش ممكن نحط في القصة اشياء عشان مربطها ببعض اللي موجود داخل الطائرة سبحان الله مفاوض من الدرجة الاولى ومرته متعرفة على واحد عنده صلاحية بالمباحث واللي في المباحث مدري ايه كلها صدف ملاءمات من الحلقة الاولى يعني لو واحد معاييره عالي ولا بيكمل حيث المفروض ما تكمل من الحلقة الاولى بس طالما تنازلت وقبلت هذا النوع من الملاءمات السخيف اللي عادة بينم عن روايات بتكون سقيفة او عن قصص بتكون مسلية فقط للتسليم فهتاخلي ما تبغى التسلي يتمشيك للاخر انا من عوامل المتعة بالنسبالي في متابعة مشاهدة هذا المسلسل هو ان التاريق على كل حاجة بتحصل انا كنت عاعدة كنت بتكلم اكتر من السحسيات انا اكتر شيء اللي بضمني من جد يعني بعيدا عن اي مزح بنقوله اللي فعلا 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 كان سيء انو كيف اقنع وينزل الطيارة هذا مرسل يعني مرة ما تنباع مرة ما تنباع مرة ما تنباع مرة ما تنباع مهما كان غبي المجرم ما حينزل بالطيارة يا جماعة هذي بلد حتنزل فيها ويتم حكون بوقت لازم تنزل لازم تقلع وتوصل في وقت موجود عندك فمستحيل مستحيل قرار غبي قرار لا يصلح للتصديق ولا للتطبيق ابدا لو لها دي كان كل الاشياء التانية يقول يلا ما يشير بس هنا انا قلت لا هذا الموضوع حتى انا متفق معاك واقنعتني بتفسيرك على ان هو دوت حاجة تتشاف زي ما تقول ايربورت انترتيمنت او كلام زي ده ده فالم نايل لما تتفرج على ده في ايربورت وبطلع طيارة مش بس ان الطيارة بتاعتك ممكن يتم اختطافها ان يطلع لخطفها متخلف عقلية الا قلعن من كيف ايو الله ايو الله لو النهاية كمان ويستخب باله جوه البتاق بعدين يسيب له التليفون في الحمام يا ابني الهبل يا ابني الهبل بقى بس صراحة انا ما شفت كان عندي دايما سؤال النهاية ايش هما ايش يبغوا من خطاف الطائرة شي الوحيد اللي ما شفته موضوع الاسهم والحجاجين طب بس نوعبض عن الراجل يعني هو قتل شريك وخذ العرماية ومشي وخذهم ما تقبض علي اي حاجة انت نسيته ولا ايه ننسينا يمكن الموسم التاني بقى هايجاكتو ان شاء الله المسلسل اللي كنفسي اشوفه عليه كلام كويس ويمكن ندير فرصة انا المحمود ده جات انا فرصة كراود دروم يقوله بدأ سيء بس اناها مرة حلو يعني حسب اجندة الحصاد القادم ان شاء الله لو فيما يكفي ممكن نتجاوزه لو ضروري حنشوفه ان شاء الله تمام ابغى قبل ما يروح علينا الوقت وانا عافو ان احنا طولنا يا محمود ونأسف على الحلقة الطويلة هذه لازم نتكلم على اللي ساير الازمة اللي ساير الان في امريكا ضروري لانه بعدين حنشوف اثرها ممكن من السنة دي السنة الجاية بالكتير حنشوف الاثر والاثر حيكون كبير وصادم قبل ما اخش الموضوع انا اقدر اقول لك اقول للناس اللي تتفرج الموضوع اللي نتكلم عليه ممكن يكون سبب انه بيت التنين يتأجل يكون 24 ممكن يتأجل ل 25 وممكن حتى بعدها السبب الكتاب والممثلين عاملين اضراب تمام؟ البداية بدأت باضراب الكتاب فقط فاي حاجة كانت مكتوبة على الاقل المثلين يمثلوها الموضوع تطور لدخول نقابة المثلين مع نقابة الكتاب وعملوا سترايك فلا عندك لا كتاب ولا تمثيل فالوحيدين اللي يقدروا يطلعوا بعمل وهذا الكلام اللي قاله محمود واحنا بنتكلم عن المهمة المستحيلة الوحيد مثلا الاعمال اللي ممكن تكسب هنا او اللي متكسب اللي نجت هي الاعمال اللي تم تصويرها خلاص ودخلين الان مثل في مرحلة المنتاج والاشياء التقنية اي عمل يستدعي كتابة ورش كتابة او تمثيل لاشياء مكتوبة كل العمل الان توقف في هوليوت تماما اي ممثل منضم للنقابة التمثيل اي كاتب منضم للنقابة الكتابة ممنوع انه يشتغل الان حتى لو هو ما يبغى يضائي الظاهر مجرد لو اشتغل هذا ما يصير وحيروح فيها هم بيعملوها بشكل تنظيمي هم بيعملوها بشكل تنظيمي هم عندهم قيادة لهذا الحراك بيقولوا للناس يعني ده مشروع العقد بتاعه سليم وكويس وبيحترم حقوقه انت كمل شغل عادي وفيه حاجات تانية المفترض انها تنطلق بغناء على العقود الجديدة اللي لم يتم الاتفاق عليها مع الاتحادة على استوديوهات الكبرى وعشان برضو الناس تبقى فهمة الخلاف على ايه الخناء على ايه الخناء على حاجات كتير ليها دعوة بالاجور وظروف العمل والكلام دوت ولكن فيه بندين معينين اتوقع ان المهم من الناس تعرفهم لمعلوماتهم وتعرف ليه الناس دي متمسكة بيهم حاجة بند اسمه الريزيجولز اللي هي بالعربي بيسموه المتبقيات او الرواسب او حاجة بالطريقة دي اللي هي انت مثلت في حاجة او انت كتبت حاجة او شاركت في كتابة حاجة الحاجة دي اتعرضت مرة وانت خدت اجرك وخلصنا بس دي مش المرة الوحيدة اللي هتتعرض فيها هتتعرض تاني على محطات تلفزيون هتتعرض تاني على الانترنت هتتعرض تاني في اماكن تانية فكلام زي ده والريزيجولز دوت كالنظام بيتم حسابه اوتوماتيكيا والممثل ده او الكاتب ده يفوج في بداية كل شهر بأظرف جياله في البريد كده الشيكات عن الريزيجولز بتاعته انت ظهرت في اعلان سيجنال 2 ادي شيك انت ظهرت في مشهد في low and order ادي شيك انت كتبت مشهد في المسلسل معرفش مين ادي شيك ادي حاجات بالطريقة دي في ممثلين او الممثلين اللي هما الصفوف انت بتكلم على ان انقبت الممثلين ده ده فيه 160 الف ممثل عشان نبقى فاهمين العدد عامل ازاي مش شويت ناس قليلة يعني فيه ناس عايشة على ده يعني هو ده مصدر رزقها الاساسي الريزيجولز بيشتغل في حاجات بالهبل عشان كل ما تطيع الحاجة دي تفارد يجيلوا عليها حاجة والنظام ده كان قائم نتوركس او الستريمينج سورفزز من انها تعد مصادر رزيجولز للكتاب والممثلين فده مأزخ مهم جدا هنا فيه لو تسمح لي كلامك مزبوط بس حتة تقنية بسيطة ما صلح على كلامك يا محمود كلامك على عيني وراسي بس حتة بسيطة انا قريت شوية تفصيلة زيادة الريزيجول ده اللي بيقوله اليوم في يوم من الايام انت كنت كان عندنا النتوركس والشبكات معروفين عندك NBC عندك ABC عندك HBO عندك الاشياء ده تمام نفترض مثلا مسلسل زي فرنز ولا ساين فيلد تمام عرضوا في البداية مثلا على ABC وقت الرناية نفسها التسعة سنين وللعشرة سنين هذا الرن الاول بتاخد اخد شيك على الكتابة حق الموسم ككل مثلا بعدين جاء في يوم من الايام MBC محطة في السعودية اشترت حقوق عرض المواسم كلها لما اشترت الحقوق تندفع لك مرة تانية فلوس بحسبة معينة على الرناية في السعودية جاءت قناة الان في السويد اخدتها هتندفع لك مرة تالتة بقيمة معينة على الرناية اللي جاية فكل ما يعاد الاستخدام الموسم وينحط في قناة معينة ويبدأ ينعرض من الاول الاخي تجي لك فلوس مرة اخرى ايش اللي تغير تغير الستريمينج الستريمينج ما صارت تنحسر كرناية لان اول كانت ايش يعني رناية يعني اجي ابدأ الموسم الاول واعرضوا الين ما يوصل للموسم العاشر يوم بيوم حلقة 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 والناس تقعد تتفرجوا دي علالات تجي في النص وكله الين اخر الموسم هذه الرن كامل بس في نتفلكس ما في رن في نتفلكس انحط ضمن برامج ويرجعلك كمشاهد تتفرج وقت ما تبغى فصار عدد المشاهدات ان شاء الله المشاهد شاف فرنز مليون مرة ما تنحسب زي اول بعدد رنز تنحسب مرة واحدة فقط في اول مرة تاخدوا نتفلكس ونتفلكس مثلا لو اخذت هذه الاشياء بتاخدها على اربع سنين خمسة سنين انا ما بتكلم دي حين حتى على منتجات نتفلكس انا باخد على الاشياء اللي انتجت من برا فالاعمال اللي كانت اول الناس تستفيد انها تنتقل من محطة لمحطة ومن دولة الى دولة وفي كل انتقال بتجيهم الشيكات اللي زي ما يقولك عليها محمود بيعيشوا عليها الان لو راح نتفلكس وقاعد خلاص خلاص انا ما في احد بيتفرج الا على نتفلكس ما صارت تجيني فلوس مرة ثانية نستنى اليه ستريمينج تاني يطلع ويروح لهم وبعدين يجيني مثلا اجر معين هذه واحدة من المشاكل المشاكل الثانية نتفلكس الان لما بتنزل الاعمال سواء حقتها ولا الاعمال حقت الاخرين زمان كان في شيء نظام عالمي في كل العالم اسمه الريتنز تيفي ريتنز ايش يعني تيفي ريتنز يحسب لك عدد المشاهدات لهذه الحلقة عدد الناس اللي تفرجوا على هذه الحلقة في دائما طرف ثالث مو هو اللي تابع للشركة طرف ثالث بيقيس السوق كله هو اللي بيقول مين تصدر المشاهدات بطريقة معينة باتفاقيات معينة مع كل المحطات طرف محايد ما يهمه يوقف مع احد هو بيقول لك Game of Thrones المركز الاول ولا Breaking Bad المركز الاول الريتنز يا جماعة اللي بيتشوفوه دايما على المواقع معرفش 6.7 3.2 معرفش مين دا يونيفرسل كان على كل المسلسلات اللي يقول لها محطوطة على كل الميزان وكان معامل مهم جدا في حساب الريزيدولز فكل ما زاد عدد المشاهدات كانت جزء من حسابات الريزيدول اللي بيقول عليها محمود معناته الاشخاص اللي يشتغلوا على هذا العمل هتجيهم فلوس اكتر انهم نوصلوا لعدد ناس اكبر ايش الفرق مع الستريمينج اكبر نصابين في العالم من هم نتفلكس نتفلكس اليوم مسكين البيانات حقتهم مسكينها كلها اللي يعجبهم يقولوا Squid Game افضل مليار ثانية مشاهدة يكبروا بس في الارقاء الاشياء الحلوة والاشياء اللي مو حلوة ما يديك تفاصيل طب انا ككاتب كيف اقدر احاسب نتفلكس سواء كتبت لهم هم مسلسل او جالهم مسلسل من بره وعرضوا عندهم ما عندي طريقة اقدر اخش عيني في عينهم اقولهم ترى انتو جاتكم عدد مشاهد معينة بحكم المعادلة اللي احسب فيها الرزدول فتدفعوا لي هذا المبلغ جات واحدة من المثلات ناسي اسمها في 2020 اما قاعدت في البيت او صارت ما تشتغل جاها ضرف من الظروف دي جاها 23 دولار بس من نتفلكس وهي تشتغل كانت في من انجح المسلسلات اللي عرضت في تاريخ نتفلكس ومن اقدم المسلسلات جابولها 23 دولار وهي من اكبر الاعمال الانجح فتخيل اعمال اصغر من جماعة لشان تعرفوا المعامل بتاع الريتنج دوت بيعمل ايه في الحاجات شاوشان كرودمشن الفيلم اللي لما تعرض في السينما ما حقاش نجاح كبير واصلا اللي اشتغلوا فيه اشتغلوا بقجور مش عالية قوي لانه ما كانش هاي بروفايل موفي والكلام ده كله ولكن احنا كلنا عارفين الريتنج بتاع شاوشان كرودمشن عامل ازاي ده الفيلم رقم واحد على العالم في احصائيات المشاهدين كجودة والكلام ده كله على مدار السنين من اعادة العروض بتاعته وده فيلم مش مسلسل يعني مش هيتعرض يومين وربعة هيتعرض يوم وبعدين تقعد شهر ولا شهرين وبعدين ما يتعرض تاني ولا كلام زي ده واحد بدور مساند زي الرجل المأمور بتاع السجن الشيك الريزيجولز بتاعه ملايين عشان تبقوا عارفين اللي هو اقل اكتر بكتير من اللي هو ممكن يكون كان خده كاجر اصلا وهو بيعمل الفيلم فهذا السبب هذا واحد من الاسباب السبب الثاني نرجع خطوة الورق زمان اي احد كان يتفرج مع بداية المسلسلات من ايام The Wire من ايام Prison Break من ايام Lost والاشياء دي القديمة كلها وانا فاكر الاضراب اللي صار في 2006-2007 كان على حاجة مماثلة بس قبل الاستريمينج ايش كان يصير؟ كان عندنا موسم المسلسلات يبدأ من سبتمبر وينتهي مي كان كده شي غريب يبدأ سبتمبر موسم المسلسلات وينتهي معانا في مي الموسم الواحد مثلا كان يبدأ في سبتمبر وينتهي المي لمدة تسعة اشهر او ثمانية اشهر متصلة وانت بتعرض اربعة وعشرين حلقة تمام؟ فانا ككاتب كنت اعطي لك اربعة وعشرين حلقة في الموسم مما يعادل ثمانية اشهر يعني تقريبا انت اخذت سنتي كلها وانت بتصور انا باكتب وانا اكون جزء من العملية الانتاجية الممثل يتكلم معي نعدل سطر وشفنا حاجة نعدل شي ونسوي لما جات نتفليكس ودخلت وصار الانتاج اكبر وللامانة الجودة حقت الانتاج كمان تعدت وصارت افضل ايش ثالث سير؟ قل له عدد الحلقات قل نزلنا من اربعة وعشرين وستعاش والعدادة الكبيرة دي وصلنا نشوفها الثمانية والستة والعشرة هذا واحد اثنين صارت العملية الكتابة تصير اول الكتابة تتاخد ويصير الانتاج بشكل مستقل عن الكتابة نادرا اللي يفتحوا بوابة للكتاب انهم يكملوا العمل بعد تسليم الكتابة طب تقول لي ما هلش المشكلة هنا العمل جودد وحلو ككاتب انا ما يهم انت ايش تقول كمشاهد ككاتب غيرت انا اول كنت اقعد السنة كاملة اشتغل يا قاعد اكتب على العمل نفسه لمدة 8 اشهر العمل يشغال 8 اشهر يا انه اثناء التصوير بيكلموني وارجع اعدل معاهم على اشياء الان انا بعطيك 8 حلقات باشتغل عليها لمدة شهرين واقعد استنى الين يجيني عمل تاني لاني جزء من العملية الانتاجية وضيف عليها الكلام اللي قلناها على الرزدول فسار كمية الاعمال قليلة الوقت اللي بيشتغل عليه الكاتب قليل جدا فهذا اللي بيحطهم في مرحلة طيب يا جماعة انا كيف اشتغل عدد المسلسلات زاد صح لكن عدد الكتاب كمان ما هو قليل توضيح مهم مهر بيدي مثال على نتفلكس بس هي مشكلة مش نتفلكس بس هي نتفلكس هي اللي ارسة البيبل اللي كل ستريمينج سيرفز تشغل عليه دلوقت فهذا الكاتب الان اللي تخيل انت الان بتشتغل مع محمود مهدي ممنتج محمود الان بيعطي لك كل شهر اربع حلقات على الاقل الان لو في احد شغال الشغلة دي فريلانسر اللي هو مو وظيفة وياخد راتب على الاعمال مرتب وضعه او ضع بيته والاقصاط الشهرية حقته انه انا على الاقل عندي اربع فيديوهات بمنتجها في الشهر من عند محمود محمود تخيل محمود غير الستايل ده كله وقالك انا مبغى الا فيديو في الشهر وما عندك اي طريقة تاني انك تسوي وما عندك اي تحكم في اي حاجة بتسوي الاندستوري كلها الصناعة كلها تغير فيديو الطريقة سامع شحروري معلش نوتنا بيني وما بينك كده يعني سامع على المسلمة مش متفق معاه والله هو والله ما متفق معايا او اي ااكد ان انا مش متفق معاك انا متفق معاك على الكلام ده لا والله لا والله لا والله بس عشان نبقى فاهمين مش هتقول للناس بقى انا بنعمل ايه يعني بس عشان تبقى عارب انا بس بقى دي مثال انه كيف لما نكون في عندك عمل ما انت موظف بس بيجيك كمهمة كمهمة عمل المهمات دال فريلانسر من اصعب الاشياء في الحياة فلما كنت انا اشتغل طول السنة على عملين تغطي لي السنة كاملة انا انا عمل ما يغطي الا كم شهر ويقعد اشحت على عمل ثاني مع الوقت ومع السنين كل الامور بتزيد ومع الوقت ومع السنين الشركات الانتاج صار عندها طمع زيادة ما بتشارك الريتمز الرزد والبتزيد هذا مو موضوع سنة ولا سنتين هذا تراكم مشاكل من السنين لو تشوفوا الفيديوهات في اليوتيوب الكتاب بتكلموا احنا موضوا من الزعلانين احنا لنا سنين بنحاول مع الاستوديوهات وما في امل فالان وجفناها طلعت شائعة انه والله قالوا ايه 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 لا دي مش شائعة معلش استنى دي نقطة مهمة ومن الدنود الهامة في اضراب الممثلين بالتحديد الممثلين عندهم تحفظ مهم جدا هما اكتر البندين الاساسيين اللي عليهم خلافوا اخناها هو الريزيديولز بكل التفاصيل اللي احنا قلناها ان دلوقتي التكنولوجيا بقت بتسمح للستوديوهات بان هما يجيبوا ممثل انت متعقد على الدور الفلاني خلصت تصويرك ومشيت انا بقى ممكن بالايه اي اي اعمل بيك مشهد اضافي اعمل بيك دخلة معينة اغير في حاجة اعمل معرفش مين ولا يتم محاسبتك على ان ده شغل انت اشتغلته يعني مش من عدد الساعات اللي انت قدتها والموضوع بيتفاقم ومن المتوقع ان يضل يتفاقم لغاية لما ممكن نوصل لصورة وعلى فكرة في المناقشات اتحط كمثال بالفعل اللي حصل في بلاك ميرش الحلقة الاولى من الموسم الجديد بتاعت ان انا جيب حد بالايه اي يشتغل الدور كله مرجعلكش فيه فده نقطة خلاف مهمة ما بين الممثلين وما بين اتحاد المنتجين او الاستوديات الكبرى في هذه النقطة النقطة المهمة اللي احنا عوزين نتكلم عليها والناس تبقى فهمها لان هي ديت الدرس بعيدا عن احنا في الاخر طرحنا الحالة هو كل واحد من حقه يتعاطف مع الجهة ديت يتعاطف مع الجهة ديت يشوف انه دول متعنتين بزيادة براحته ولكن مهمة اوي نلاحظ حاجة ان الاصوات المسموعة اوي في الاضرابات دي على مستوى الكتاب وعلى مستوى الممثلين هي الاسماء الكبرى الاسماء الكبيرة الاسماء الكبيرة اوي براين كرانستن والتوم كروزز والكلام دي كله على فكرة دول همش علاقة بالموضوع دول بياخدوا اعلى شكات وبياخدوا اعلى اجور ومش متضررين اطلاقا من المواضيع دي الكتاب الكبار عندهم ديلز كتبنا بمئات الملايين وعشرات الملايين من الاول ومش متأثرين من الموضوع ده ومحدش يقدر يدوس لهم على الطرف وبيكتبوا العقود اللي هم عوزينها ولكن هذه فائدة النقابة هذه فائدة النقابة تشددهم في هذا الموضوع الغرض منه هو دعم الصغيرين دعم الغلابة باقيت المية وستين الف لو الاسماء الكوبرة اللي تقدر تدفع عن نفسها مية مية وخمسين واحد الباقي دون مين اللي حجبلهم حقهم لدرجة ان من الاسماء اللي كانت بتتحايل شوية على الاجراءات بتاعت الاضراب كان براد بيت يعني خالف الدنيا شوية بيعمل فيلم عن فورميلا وان تقريبا حاجة زي كده وابتدى واستمر في تصويره بتع مسحوا بالارض يعني في كل الجرائد وفي كل المنشورات سلة والدرجة البعنى من الاخر وما قدرش يقاوم وفي الاخر واقف التصوير بتاعه كده قيمة النقابة وقيمة الاتحاد زي ما مهر بيوضح ومن الكلام التاني اللي بيقولوا انه يا جماعة الاستوديوهات بتقول طيب ان التحدي صار كبير واحنا ما عندنا طيب كيف بتدد مكافآت للرؤساء التنفيذيين بأشياء مجملة يعني كيف بتوصل انك توصل انك تدي 280 مليون بونس نهاية السنة لرئيس ادو مثال على بوب ايغر حق ديزني وفي الاخرية تقول انه كتاب حق ديزني ما بياخدوا شيء طلع كمان صوت مناهض لده الموضوع انه والله مو اي كتابة وطلعت ناس بتقارن مثلا جات واحدة اللي كتبت من حلقات شي هولك بتقول لنا جانيا اربعين دولار واحد قلها لو عليها ملديك ولا ريال ولا ملديك ولا دولار على حقاتك المكتوبة بس يا جماعة بغض نظر عن جودة الكتابة عمل ان عمل اندفع اندفع له باجر تستمر احنا اليوم طبعا محمود عشان ابغى نستفيد منها على حاجة ثانية احنا كمان صايرة عندنا انا اعيد وازيد انا ما ادري عن الوضع في مصر مصر محمود حيتكلم عني مع اني اظن الوضع مشابه من اكتر الاشياء اللي واقفة عقبة في الاعمال السعودية اليوم مش انك تعمل شاطس حلوة ولا كاميرات حلوة ولا تعمل لي تقنيات حلوة احنا ما عندنا كتابة مية في مية كويسة ما عندنا كتاب تستند عليهم لانه اصلا ما عندك روايات بتنكتب ما عندك اعمال درامية لانه ما هي جزء من الاعمال فكرة انه انا اسيب عملي واقعد اكتب وحاجب فلوس ما هي فيه فهذه اساس اللي بيطالبوا فيه برا هذا اساس لو لا انه الكتاب كانوا عايشين على فلوس وفيه تحديات وفيه تنافس وانه هذا الحقل حقل العمل ده اقدر اعمل منه مهنة اعيش منها وطلع فلوس ولا ما كنا شوفنا الاعمال العظيمة دي كلها اللي صاير الآن من الاستوديوهات هيخلي انه الاعمال توقف هيخلي ان الكتاب يوقف يعني الابداع يوقف يعني ممكن استخدم اي 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 اكتب لي قصة يعني كل ده يصير فانا معها اللي صاير لازم نحسن وبع الناس دي عشان تاخد فلوس عشان الابداع يستمر زي ما اطل في الوضع السعودي اليوم انه احنا نبغى اذا نبغى الاعمال حقتنا تصير كويسة لازم نطل في الكتاب اول كيف اقدر اشجع الناس على الكتابة كيف اقدر اطلع الناس تكتب احط جوائز اعمل ورش اسوى اي شي لازم تصير مهنة الان الكتابة تصير مهنة ما تصير حاجة ثانوية واحد هو طفشان كتبها مع كامل احترامي عدد عزم زيني الان مخرج ومنتج ومدريمين وكاتب لا انا بكاتب بس او واحد يكتب بس حلو كل عندنا واحد زين ترنتينو يكتب ويخرج بس او كتاب يكتب بس او بروايات تتحول لا اعمال درامية لمسلسلات هذا كله ما عندنا الان نوصل دي المرحلة انه يعتمد على كتابة تطلع اعمال حلوة غير كده سيكون صدق في السنة عمله الى اثنين وهذا اللي برا بيحاولوا حربوه لان الان المهنة كلها في خطر مهنة الكتابة تحديدا التمثيل لها مخرجات كثيرة بس الكتابة انه الكاتب اللي يتخيل العوالم دي اللي يمكن يغلعلك بافكار جديدة ما ياخد الفلوس اللي استاهلة احنا خلاص هنكرر ونزيد ونعلب في الاعمال الكبيرة والسوبر هيروز وما الى ذلك كان فيه الموضوع بتاع فيلم ساوند وفريدم طبعا احنا لسه ما قطحت لناشى الفرصة ان احنا متفرج عليه فيه جدل دائر كتير مبان ما بقى عليه ما بين مبالغته في بعض الامور من اجل خدمة بعض الاجندات ما بين ان فيه بعض الاتجاهات المنتحررة اللي بتحاول تتآمر عليه لاغراض بعضها ليه علاقة بالبورصة صدقوا اولاده صدقوا وبعضها ليه دعوة بالاتجاهات السياسية تصنيف الفيلم كفيلم ديني داخل الانتاجات الامريكية عامل عليه علامات استفاهم كتير وجودة الفيلم في الاساس بقى اللي هي شغلتنا موضوع ان شاء الله بإذن الله نقدر نحدده ونتكلم فيه لما تطيح لينا فرصة ان احنا نتفرج على الفيلم هينزوا لإحتمال في السينما 18 18 اوجست ان شاء الله خلونا كلنا نشوفه عشان نقدر نتكلم عليه براحتنا ويكون فيه في النقاش الجاي ان شاء الله رقم القياسي الأطول حلقة ولا ايه؟ انا مش عارف والله يستاهلوا اكتر لان احنا مجسطرين بس والله يا جماعة بنحاول يعني بنحاول حلقة ثلاث ساعات هيت يعني احنا بنعمل حصات شهري تشوفونا المرة الجاي كمان اربع شهور بعد ان شاء الله لا ان شاء الله بإذن الله احنا والله ما فيه حاجة بتضيقنا غير ان احنا نتأخر عليكم ان شاء الله مش حيحصل تاني الف شكر يا ميستر ماهر صهرتك والله انا بصور في معاد مش محدد لماهر وبنصور بالليل ماهر ما بيحبش ده وصهرته ابعد بكتير من معاد نومه فربنا يجزيني بقى اللي انا عملته ده بس حقيقة متشكر جدا وان شاء الله تبقى حلقة حلوة وتابقوا تبسط الناس ان شاء الله اديكم العافية يا شباب ونشوفكم ان شاء الله حلقة جاية باي باي موسيقى موسيقى اشهل